ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السادة والسيدات رؤساء اللجان والهيئات التقنية زملائف الفاضل كلهم باسمه ومقامه الحضور الكريم أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبتم وطابة ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة لمن دواعي الصرور أن يستضيف مخبر الترجمة وأنواع النصوص بمعهد الترجمة بجامعة وهران واحد أحنا المبلة بمشاركة المركز العربي الديمقراطي بألمانيا ثل من الأساتد والباحثين لتدارس ومناقشة موضوع على قدر كبير من الأهمية كون التطور التكنولوجي والمعلوماتي الذي شهده العالم فرض حتمية الاستعانة بكل ما استجد من بحوث واكتشافات في مختلف ميادين العلوم بغية تدارك الخطأ السريعة للاختراعات العلمية الأمر الذي ولد اهتماما كبيرا وغير مسبوك بنماذج الشبكات العصبية الاصطناعية في كل حقول المعرفة يعتبر الذكاء الاصطناعي كما هو معلوم لدى الجميع من أحدث علوم الحاسب الآلي التي تنزع إلى محاكاة الذكاء البشري بواسطة برامج عصبية متطورة قائمة على ما يعرف بالتعلم العميق أو deep learning على هذا الأساس استبدأت الترجمة الآلية النموذج الإحصائي التقليدي بالمنهج العصبي القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي واعتمدت أساسا على إنجاز وتطوير شبكات عصبية الغاية منها التحليل السريع والدقيق للوحدات الترجمية ووحدات المعنى ونقلها إلى اللغة الهدف بشكل متسق وسليم يقترح مؤتمر الترجمة الآلية العصبية وتحديات الذكاء الاصطناعي نقاشا علميا أكاديميا حول طبيعة العلاقة بين الترجمة الآلية والذكاء الاصطناعي وما يتصل بها من إشكالات من خلال بحوث باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية وذلك وفق محاور المؤتمر الأساسية وهي واقع الترجمة الآلية في الوطن العربي معايير الجودة في الترجمة الآلية الترجمة السنعية البصرية والذكاء الاصطناعي الترجمة الآلية العصبية وتطبيقات الهواتف الذكية مقاربات في تعليمية الترجمة الآلية الترجمة الآلية والسوق العمل لقد لاقت إشكالية المؤتمر اهتماما كبيرا من الأساتذة والباحثين المهتمين بالترجمة والتكنولوجيا على حد سواء من مختلف ربوع الوطن وخارجه وهذا ما بدى جليا في العدد الهائل للمداخلات التي تلقتها اللجنة العلمية المؤتمر توزع المقبولة منها طبعا على محاور بشكل يحكس اهتمام الباحثين والدارسين بهذا الحق المعرفي الذي نفتح فيه باب الحوار والنقاش على مصرعه بغية إرساء أرضية ننطلق منها في دراسات ترجمية مستقبلية إن شاء الله في الختام اسمحوا لي أن أجدد لكم ترحيبي وشكري وامتناني لتلبيتكم الدعوة وحرصكم على الإسهام في نجاح فعاليات مؤتمرنا هذا الذي نعلنه رسميا عن ذلك أشغاله أشكركم على كرم الإسراء والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا الدكتور توهمي نولا من دواع صرورنا أن نفتتح هذا المؤتمر اليوم وإذ تزيدنا سعادة حضور مختلف الباحثين والمهتمين بهذا الموضوع ومن بينهم المختبر والمركز الديمقراطي العربي نيابة عن الدكتور عمار شعان رئيس المركز الديمقراطي العربي أتمنى لكم أشغالا جيدا وترحيبا واسعا ونجدد دعوتنا من خلال المركز لجميع الباحثين والمهتمين بمختلف الأنشطة والفعاليات أن يساهموا في إغناء النقاش وأيضا إبراز ما لديهم من كفاءات وكعب عالي في الأبحاث والدراسات وفي الآن نفسه أبلغكم تحيات الدكتور عمار ومعه فريق العمل في المركز والذي سيرافقكم طيلة هذا المؤتمر ويسعدني أن أمرر الكلمة إلى الدكتور إلى الدكتور فرقاني جازية فرقاني جازية لكي نبتدع فعاليات الجلسة الأولى شكرا جزيلا سيدي المشرف على هذا الملتقى سعيدة وكل افتخار واعتزاز برئاسة هذه الجلسة العلمية المباركة وقبل ذلك فشكري وامتناني لمخبر الترجمة وأنواع المصوص بمعهد الترجمة بجامعة وهران واحد أحمد بن بلا والشكر موصول للمركز الديمقراطي العربي على اهتمامه بهذه التظاهر العلمية الجادة والهامة فأنا أترأس هذه الجلسة العلمية الأولى التي تجمع ثل من الباحثين والجامعيين الأكاديميين الذين وفدوا إلينا من داخل الوطن ومن خارجه لمدارسة هذه الإشكالية الهامة في حقل الدراسات الترجمية والتي تجمع بين تطورات العلم واكتشافاته المختلفة والمتتالية والترجمة ومجال الذكاء الاصطناعي وبين حق المعرف يلامس كل هذه التخصصات وهو الترجمة نبدأ هذه الجلسة العلمية المباركة بالأستاذة الفاضلة والأستاذة بالقسم حفيظة من جامعة وهران واحد أحمد بن بيلا لتقدم لنا مداخلة موصومة برهانات الترجمة الآلية العصبية فلتتفضل مشكورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لنا شكرا سيدتي الرئيسة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نسعى من خلال هذه المداخلة إلى تسليط الضوء على مسألة التحديات والرهانات التي تواجهها الترجمة الآلية في ظل التطورات العلمية والعملية والميدانية التي تكتسبها يوميا نظرا لعوامل جديدة فرضها التطور التكنولوجي وهل هناك إمكانية للتخلي عن الأنصر البشري في هذه العملية إذن فرض التطور الإلمي والتقني في ظل مجتمع المعرفة لاستعانة بكل ما استجد من بحث في مختلف مع ميادين العلوم بغية تدارك الخطى السريعة التي تسير عليها الاختراعات العلمية فانعكس ذلك على حقول معرفية مختلفة لعل أبرزها مجال المعلوماتية ولما كانت اللغة وسيلة للتفاهم والتحاور وعنصر فعال في الحلقة التواصلية تأثرتها الأخرى بهذا الزحف التكنولوجي حيث وجد الذكاء الاصطناعي الطريق إلى الدراسات اللغوية من خلال تلقين الحاسوب المهارات اللغوية بالارتكاز على بعض المرامج التي تحاكي القدرات الذهنية البشرية ترجمة نانسي قنقر 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 حفيظة لديها مشكلة هي لديها مشكلة لماذا نسمع فيها أستاذ الباقيين يسمع فيهم هي لماذا نسمع فيها كذلك نستمر على البرنامج جريت تمام في سلح المشكلة نعم ننتقل إلى المداخلة الثانية أستاذ فرغاني هل تسمعينني نعم الآن نعم الآن نعم إذن هل أواصل هل كنتم تسمعونني من قبل أم لا إذن أعتدر وأبدأ المداخلة من جديد باختصار شديد لأن الوقت نعم نعم إذن قلت بأنني أسعى من خلال هذه المداخلة إلى تسليط الضوء على مسألة التحديات والرهانات التي تواجهها الترجمة الآلية في ظل التطورات الإلمية والميدانية التي تكتسبها يوميا نظرا لعوام العديدة فرضها التطور التكنولوجي وهل هناك إمكانية للتخلي عن العنصر البشري في عملية الترجمة إذن فرض التطور الإلمي والتقني في ظل مجتمع المعرفة لاستعانة بكل ما استجدى من بحود في مختلف ميادين العلوم بغية تدارك الخطة السريعة التي تسير عليها الاختراعات الإلمية فانعكس ذلك على حقول معرفية متعددة لعل من أبرز هذه الحقول مجال المعلوماتية وبما أن اللغة وسيلة للتفاهم والتحاوري وعنصر فعال في الحلقة التواصلية تأثرت اللغة بهذا الزحف التكنولوجي ووجد الدكاء الاصطناعي طريقه إلى الدراسات اللغوية من خلال تلقين الحاسوب المهارات اللغوية بالارتكاز على بعض البرامج التي تحاكي القدرات البشرية إذن عنصر الترجمة الآلية عنصر مهم جدا وإعطاء مسح لتطورات الترجمة الآلية كذلك عنصر مهم فالمتصفح لتاريخ الترجمة الآلية يدرك ويعرف جيدا أن العالم أو عالم الرياضيات وارن ويفر هو أول من اقتراحة مفهوم الترجمة الآلية حيث آمن بإمكانية استخدام أجهزة الحاسوب الحديثة لترجمة اللغات البشرية بطريقة آلية وبعد فترة طويلة من البحوث المجدية طارة والمخيبة للآمال طارة أخرى أكدت اللجنة الاستشارية للمعالجة الآلية للغات عدم جدوى الترجمة الآلية وأوصت بتأزيز البحث على تطوير نظم لمساعدة المترجمة البشري ومنذ ذلك الحين وصل الأديد من الباحثين من أجيال مختلفة البحوث في هذا المجال لجعل حلم الترجمة الآلية حقيقة مرة أخرى إذن اقتصرت الترجمة الآلية في بدايتها على الثنائيات اللغوية في ظل ما يعرف باللسانيات التقابلية لتصبح لاحقا قائمة على عدد كبير من اللغات إذن وظهر علم جديد اصطلح على تسميته اللسانيات الحاسوبية عنصر كذلك مهم في مداخلتنا هو الذكاء الاصطناعي حيث ترجع بداية هذا العلم إلى مباد الحرب العالمية الثانية نتيجة للتحول من نظم البرمجة التقليدية إلى استحداث برامج للحاسبات تتسموا بمحاكاة الذكاء الإنساني وقد ركزت أفوان على نقطتين هامتين وبحضريتين هما التعمق في فهم الذكاء الإنساني بالسعي إلى محاكاته واستغلال جميع إمكانات الحواسيب المتوفرة وانتقلت الترجمة الآلية الإحصائية إلى الترجمة الآلية العصبية حيث أظهرت الترجمة الإحصائية في أواخر التمانينات تحسن في آداء نظمها لتحسين كذلك نظم الترجمة الآلية القائمة على الأمثلة Example Based Machine Translation Systems وتلك القائمة على القواعد وذلك بعد فشلها في تحقيق الأهداف المسطرة والمرجوة والترجمة الإحصائية تعتمد على جداول إحصائية لكل زوج من اللغات وتتم عملية الترجمة من خلال إحداث تقابلات ولكن على الرغم من الآداء المقبول لهذا المنهج فقد تعرض إلى العديد من الانتقادات بسبب المشاكل اللغوية التي قد تظهر في حال ما إذا كانت الدغيرة اللغوية محدودة وهذا ما الدفع بالدارسين إلى التفكير باستحداته بما يحكي طريقة عمل الإنسان من خلال تصميم شبكة عصبية إصطناعية قابلة للتعلم والتدرب يتتكون الشبكة العصبية الإصطناعية من وحدات معالجة مكونة من عناصر حسابية تسمى أصبونات مهمتها تخزين المعلومات ومعالجتها ويشبه الباحثون الشبكة العصبية الإصطناعية بالدماغ البشري كانت الإرهاصات الأولية لاستخدام نماذج قائمة على شبكات عصبية إصطناعية في الترجمة الآلية من إنجاز ماريا كاستانيو وفرقة بحثها غير أن الفكرة لم تبقى اهتماماً ولم تكن هناك إمكانية لتطبيقها بسبب إمكانات الحواسيب التقنية والتخزينية وتواصلت الأبحاث بفضل جهود مجموعة من الباحثين نذكر منهم هولغر شويك في محاولته لدمج نموذج الشبكة العصبية الإصطناعية في نظم الترجمة الآلية الإحصائية سنة 2007 وأبحاث كل من فيل بلانسوم ونال كلاشيرنر لإقتراح منهج الطرفين للتشفير وفك التشفير على برامج الترجمة الآلية سنة 2013 وبالنظر إلى النتائج التي حققتها هذه الأبحاث عادت فكرة الترجمة الآلية العصبية للواجهة من جديد سنة 2014 بسبب توفر الشيطان الأساسيين لتحويل هذه المقاربة إلى حقيقة ملموسة السببين هو وجود قدرة حاسوبية عالية بقدر كاف وتوفر كميات كبيرة من البيانات لتدريب الشبكات العصبية بوافقتها وعليه تم إطلاق أول نموذج عصابي قائم على ترجمة مقاطع قصيرة والذي نجح في تقديم نتائج أولية مرضية إلى حد بعيد وهذا ما شجع العديد من المؤسسات الكبرى من أمثال جوجل ومايكروسوفت والسيستران لتحويل مصار برامجها من النموذج الإحصائي إلى النموذج العصبي بداية من سنة 2016 مع إضافة المزيد من الأزواج اللغوية وتغذية قوائد بلياناتها بشكل متواصل وهناك عناصر تسهم كثيرا في نجاح الترجمة الآلية العصبية عناصر مختلفة ومتعددة لكن من أهمها ومن أبرزها التعلم العميق أو ما يسمى deep learning في اللغة الأجنبية التوقع prediction حيث تصمم نظم الترجمة الآلية العصبية بطريقة تمكنها من تطوير آلية التوقع واستغلالها وكذلك عنصر الانتباه attention حيث كانت نظم الترجمة الآلية في بدايتها عاجزة عن ترجمة الجملة الطويلة والمعقدة بسبب فشل النواقل في تأيين التسلسل الصحيح لعناصر الجملة في اللغة الهدف مما دفع بالباحثين لتطوير هذه الآلية آلية الانتباه حتى تسهل على البرنامج ترجمة الجملة الطويلة وتمكنه من تركيب عناصرها حسب قوائد وخصوصيات اللغة الهدف العنصر كذلك مهم هو تحديات الترجمة الآلية العصبية ورهاناتها ففي دل التكنولوجيا أصبحت الترجمة الآلية صناعة إنتاجية سهلت عمل المترجم وألزمته بالتدريب على مختلف تقنيات الحاسوب والبرامج الآلية لمجابهة متطلبات عصره واحتياجات سوق الأمل ولم يعد عمله مقتصرا على الترجمة فحسب بل تعداه ليشمل مهارات أخرى ويستداخل مع مهن مختلفة لمواكبة التحديات الجديدة المفروضة عليه في ظل ما يسمى بالسوق الافتراضي الدايناميكي وعليه ظهرت تحديات ورهانات جديدة تواجه الترجمة الآلية وتتجلى هذه التحديات في السياقات الجديدة للتواصل والتفاعل الإنساني ومن بين هذه التحديات عناصر مختلفة أذكر منها على سبيل المثال للحصري الهواتف الذكية وتطبيقاتها حيث أحدثت ثورة الهاتف المحمول تحول بأنماط المائشة وأسهمت في خلق أنشطة أعمال جديدة وأتاحت فرص التنمية باعتبارها واحدة من أسرع التقنيات انتشارا وتسبب هذا الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف وتطبيقاتها في ارتفاع عدد مستخدمي الأنترنت وبالتالي زيادة الإقبال على خدمات الترجمة الآلية العصبية والإقبال على تحميل عدد كبير من التطبيقات اللغوية والمسارد والمآجم الإلكترونية والبرمجيات إلى غير ذلك الأنصر الثاني هو التجارة الإلكترونية حيث أن الحاجز اللغوي من أهم التحديات التي تعيقوا التجارة الإلكترونية عبر الحدود وبعد النجاح الذي حققته الترجمة الآلية العصبية ميدانيا أصبحت الانترنت أساساً للتجارة الإلكترونية مما حفز وكالات وشركات الترجمة على الانتقال إليها من أجل إتاحة خدمات على الصعيد العالمي الأنصر الثالث والتحدي الثالث والرهان الثالث كذلك هو التوطين حيث أن تكييف جميع مكونات المنتج لسوق مستهدف معين وتشمل هذه المكونات واجهة المستخدم، نظام المساعدة، مواقع الواب، الحملات الإعلانية وأي مواد تسويقية أخرى دات صلة بالمنتج يتضمن التوطين مجالات مختلفة مثل تطوير الإعلانات، مواقع الواب، توطين ألعاب الفيديو وغيرها كحوصلة لكل ما ذكرت يمكنني القول أن الدراسات المنجزة حول تقييم الترجمة الآلية العصبية أظهرت في السنوات الأخيرة تحسنا مرحوظا في جودة نصوص المترجمة حتى وإن كانت النتائج في بعض الأحيان مبالغ فيها خاصة في الخطابات التسويقية والصحافة العامة ولألا التقدم السريع الذي تحرزه الترجمة الآلية العصبية حقيقة لا يمكن نفيها لكن تبقى عملية تحليل الأخطاء المرتكبة عنصرا مفتاحيا يسمح بمعرفة إمكاناتها الحقيقية وعلى هذا الأساس لا يمكن لأي نظام ترجمة آلية أن يحل محل المترجمة البشري لأن مخرجات الترجمة الآلية تبقى دائما وأبدا بحاجة إلى تنقيح ينجزه مترجم بشري عن طريق التحرير اللاحق أو ما يسمى بـ ترجمة الترجمة الآلية إلى هنا أأتي إلى نهاية هذه المداخلة أشكركم على كرمس الإصغاء والسلام عليكم شكرا لك أستاذة الفاضلة الأستاذة الكريمة بالقاس محافظة على هذه المداخلة القيمة التي انطلقت فيها من التخوف الذي نلحظه من تخلي عن العصر البشري والاهتمام بالآلة بشكل كبير ومررت بمختلف المراحل التي استفادت منها استفادت الترجمة من التكنولوجيات الحديثة والمتطورة ووصولا إلى الرهانات والتحديات والاختراعات الجديدة التي تواكب التطور وتنافس الترجمة الألية فلكم منا جزيل الشكر والتقدير والاحترام الآن ننتقل للمداخلة الثانية وهي للأستاذين الأستاذة شاذة عبد الباقي من جامعة عمان العربية والأستاذ محمد إلياس العزاوي من الجامعة نفسها في مداخلة موسومة باتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات نحو فائدة استخدام الترجمة الألية لجوجل فل يتفضل مشكورين أسعدتم صباحا شكرا لسعادة الأستاذة الدكتورة فرقاني لإتاحة الفرصة في تقديم بحثنا أنا وزميلي الموسوم كما بكرت الأستاذة الدكتورة تجاهات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات نحو فائدة استخدام الترجمة الآلية لجوجل في أدحاتهم وإعداد محاضراتي قبل أن أعرض أو أن أشكر كل من ساهم في تنظيم وإعداد هذا المؤتمر أخص بالذكر سعادة الأستاذ الدكتور تهامي ويسام مدير محبر الترجمة وكذلك سعادة الأستاذ عمار شرعان رئيس المركز الديمقراطي العربي في ألمانيا برلي أتاح فرصة لنا في أن نلتقي مع أخواننا في هذه الجنة الألمية والمؤتمر المؤقر شكرا جزيلا لهم جميعا أبدأ بحثنا في أن أجريت هذه الدراسة طبعا بهدف الكشف عن اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات تعد جامعات ومراكز الأبحاث التابعة لها في أي بلد من البلدان العالم هي المؤسسات المسؤولة بالدرجة الأولى عن قيادة التطور العلمي والابتكار والاكتشاف والاختراك ومن خلال أعضاء الهيئة التدريسية فيها الذين يحملون أعلى الشهادات في مجال تخصصهم الألمي بالإضافة إلى المهام الأخرى التي يقومون بها والتي لا تقل أهمية عن التطور والابتكار الألمي متمثلة هذه بخدمة المجتمع أعداد أجيال صاعدة علميا في مختلف التخصصات ليكونوا بالمستوى الذي يستطيعون من خلاله استيعاب ومواكبة آخر التطورات التي حدثت في مجال تخصصاتهم بما أن البشرية تعيش في الوقت الراهن في ظل كسارع ألمي وتكنولوجي لم يعهده الإنسان من قبل وأن الألم أصبح ينتج في مختلف المجتمعات وبلغات كثيرة بعضها محلي محدود الانتشار وبعضها الآخر عالمي واسع الانتشار كاللغة الإنجليزية مثلا والفرنسية فأن أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم الآلي بحاجة إلى الإطلاع على آخر ما توصل إليه الألم في مجال تخصصاتهم وبما أن نسبة كبيرة منهم قد لا يجيد إلا لغة مجتمعه والقسم الآخر قد يجيد لغة في الجامحات التي درس فيها فدائما بحاجة إلى الإطلاع على آلاف الانتاجات الموجودة في آلاف أو ملايين الانتاجات الموجودة في آلاف الجامحات المنتشرة في دول الآلم بلغات متعددة فمن الموضوع أي القول أن معظم البحوث تنشر باللغة الإنجليزية وبعض اللغات الأوروبية وحتى التي تنشر باللغة المحلية منها يتم عمل ملخص لها بأحدى تلك اللغات وبما أن عضو هيئة التدريس بحاجة لكي يقدم الجديد في مجال البحث والتدريس والإطلاع على أحدث ما موجود في تخصصه فأنه يصعب عليه جداً أن يتمكن من ترجمة كل ما ينتج في مجال تخصصه لكي يكتب أبحاثه بلغة الأم أو ليقدمها مادة تدريسية في محاضراتهم هذا يتطلب وقتك وجهدك ولذلك يلجأ إلى ترجمة جوجل وهي يعني تعين الباحثين والأساتذة في إعداد محاضراتهم وكذلك فيه إذا ممكن الشير وتفضلي لا يوجد إشكالي الـ Powerpoint دكتوري لا يوجد إشكالي يا دكتوري أعمل يشير سكرين في هذا الموضوع طبعا طبقت أخذت الأينا قبل أن نبدأ بالأينا على أعين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية باستخدام البريد الألكتروني فيه وبلغ عدد أفراد همية من كل النوعين خمسين أنات وخمسين ذكور ومن التخصصين الإنساني والعلمي بصورة متساوية كانت الاستبانة وعدة استبانة تضمنت عشرين فقرة استخرج لها الصدق والثبات و و وكانت النتائج أظهرت أن اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية كانت إيجابية وتقع في المستوى المرتفع فيها أوزان الفقرات معظم الفقرات التي تقيس الاتجاه نحو استخدام ترجمة جوجل تقع في المستوى العالي كانت وأظهرت أنه يتراوح متوسط الفقرات الحساب العالي بين ثري بوينت سكستين و فايف يقابلها الدرجات ثلاثة وسبعين بوينت سكس و وان هندرد وتمثل هذه معظم الفقرات أما الفقرات التي احتلت المرتبة الأولى هو أن الوقت في الحصول على المادة الألمية كان له الأولوية كذلك تمكن توفر الباحث من الإطلاع على أداة كبيرة من الدراسات المتعلقة بالتدريس والبحث كذلك تساعد من لا يتقن لغة أجنبية في الحصول على المادة الألمية الحديثة في مجال تخصصه وتساعد من لا يتقن لغة أجنبية حية في الحصول على المادة الألمية في مجال أيضاً احتلت المرتبة الأولى رغم حاجة الترجمة التي تقدمها جوجل إلى التعديل إلا أنها مفيدة الترجمة الرقمية تتطور من خلال تعليقات وملاحظات المستخدمين هذه طبعاً النتائج التي ظهرت ظهرت عندنا أيضاً بعض النتائج التي تخص النوع الاجتماعي فكانت أظهرت أن العناث أكثر استخداماً لترجمة جوجل من الذكور وكذلك أظهرت أن التخصصات العلمية أقل استخداماً لترجمة جوجل من التخصصات الإنسانية ولكن كلها تقع في أعلى المرتبة يعني أعلى المتوسطات في احتلت أعلى المتوسطات هذا يعني أنه جميع الأساتذة أو جميع الباحثين يلجأون إلى ترجمة جوجل بالرغم من أنه حتى إذا كانوا يدقنون اللغة فإنها تسرق من يعني بحوثهم وكذلك تستطيع أن يعني توصل الباحث إلى ما يريد بشكل سهل ويسير هناك طبعاً يعني كثير من الأقام التي موجودة عندي ولكن لا يسع البحث أن يعني أستطيع أن أعرف هذه الأرقام لأنها يعني لما كان ما مستوى اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية هذا كان أول سؤال نحو ترجمة نحو إفادة من ترجمة جوجل في أبحاثهم وأعداد المادة العلمية أظهرت أنه مستوى اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية نحو ترجمة جوجل والاعتماد عليها كان 3.90 هذا مقاساً بوزن الفقرة اللي كان هو 78 مقاس بالدرجة الكلية وأنه يقع دائماً بالمستوى الأعلى السؤال الثاني هو ما مستوى اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية نحو الإفادة من ترجمة جوجل في أبحاثهم وأعداد المادة العلمية تبعاً للنوع والتخصص طبعاً أنا ذكرت أنه النوع كانت الأناث أكثر استخداماً أما بالنسبة للتخصصات العلمية والإنسانية فكان التخصص الإنساني أكثر طبعاً البحث توصل إلى توصيات منها أنه طبعاً يمكن ذكرت زميلتي اللي ألقت بحثها قبلي أنه مهما تكون الترجمة من إتقان ومن دقة ولكنها لا تصل إلى الترجمة التي يقوم بها الإنسان لأنه هناك كثير من الأخطاء أحنا طبعاً دائماً كأساتذة في يعني عندما نلاحظ ترجمة الطلبة في بحوثهم نجد أنه هناك كثير من الأخطاء التي وقع فيها الطالب لأنها ترجمة حرفية وليست ترجمة علمية يعني اللغة العلمية مختلفة عن الترجمة الحرفية التي يقوم بها لكنها بنفس الوقت هي طريقة شكراً جزيلاً لك شكراً لك أستاذ الفاضلة شكراً لك على هذه المدخلة القيمة التي كان منطلقها الميدان والمعاناة التي نعاني منها جميعاً في الجامعات على اختلاف أماكنها فالجانب العملي والتطبيقي والعين البحثية المستقعة من الواقع المعيش لمختلف الجامعات العربية فكل الطلبة يستخدمون جوجل ويرجعون إلى جوجل بوصفها وسيلة لترجمة ملخصاتهم وأعمالهم فهناك بعض النقاط المهمة التي أشرتم إليها ونرجو أن نجد هذه الأسئلة موجودة في الاستمارة البحثية التي وزعت على الطلبة نجدها في البحث الذي ينشر إن شاء الله فلكم منا جزيل الشكر والتقدير والإحترام شكراً الآن ننتقل إلى المداخلة الثالثة في هذه الجلسة العلمية الصباحية مع الأستاذ فهو كان طالبي ولازل تؤكر أنه طالب فالأستاذ الزمين ابن دريس محمد الأمين من جامعة معسكر في مداخلة موصومة بإشكالية الجودة في الترجمة الآلية بين الحقيقة والزيف قراءة في مدخلات إنتاج اللغة والفكر ومخرجاتها فتفضل يا محمد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم شكراً جزيلاً لأستاذة المجبالة وتحية طيبة للجميع عبر الأتير وعلى رأسهم أستاذ طبعاً أستاذ فرغاني جازية والأستاذ تهامي ويسام وأستاذتي بقاسمي حفيدة وإلى طلاب العلم كافة مداخلة موصومة بإشكالية الجودة في الترجمة الآلية بين الحقيقة والزيف قراءة في مدخلات إنتاج اللغة والفكر ومخرجاتهما وتحاول أن تجيب على بعض الأسئلة التي نعم تحاول إجابة على بعض الأسئلة التي تسعى إلى إلى التأسيس لمفهوم الترجمة الآلية وما مدى الجودة في هذه الترجمة التي نحاول أو التي يحاول البعض منا القول بأنها بإمكانها أن تتحول بين المتعلم والمترجم ومن جالب المخرجات والمدخلات حول ما يدور بعلاقة أو العلاقة التي تربط اللغة والفكر طبعا خطتنا خطة البحث جاءت على النحو التالي توطيئة ثم أسئلة الدراسة ثم في الترجمة الآلية ثم إشكالية الجودة في الترجمة الآلية والتي تدور حول مسألتين الترجمة الآلية وإشكالية التمثيل الدهني بمعنى الفكر ثم الترجمة الآلية وإشكالية التمثيل اللغوي اللسان ثالثا أمتدى عن قصور الترجمة الآلية لأننا سنحاول أن نسقط بعض المسائل النظرية بأمتدى تطبيقية أولا فيما يخص الوحدات المعجمية ودلالتها ثم المستوى التركيبي كيف تتعامل الترجمة الآلية مع المستوى التركيبي ثم المستوى التداولي ثم الخاتمة والتوصيات فيما يخص أسئلة الدراسة تحاول هذه الدراسة أن تصل إلى الضوء كما قلت على الجادرية بين القائمة منذ سنوات بين أنسنة الإنسان أو مكننة الإنسان وأنسنة الآلق وتحاول وهنا الأسئلة تدور حول إمكانية أن عد ما تبدأ إليه الترجمة الآلية سنوا لما يقدمه البشر في اشتغالهم على النصوص بصمافاتها المختلفة ثم أوليس ما يتبع عملية الترجمة ما يتبع عملية الترجمة من سبل أغوال اللغة والفكر وما ينجم عنه من إنتاج أنواع المنجز اللغوي بالسياقات المتنوعة تحقيق بما هي الإنسان المتفرد بطبيعته الإنسانية وميزته اللغوية وما إلى ذلك أين ملكات المترجمين إن نحن سلمنا بالرأي المقابل في دل الآلة وحدواتها التي تتعدد وتتنوع وتقبل التجديد والتكييف بحسب المواقف والسياقات تحدث هنا عن ملكات المترجم السؤال الرابع وهو الذي سنعطي إجابة سنجيب عنه في الأخير ما هو مستقبل المترجمين والتراجمة في راهل سطوة الآلة وسلطتها إذن المسألة الأولى هي الترجمة الآلية بدون أن نخذ في المسائل النظرية الصفة حول التطور التاريخي للترجمة الآلية وحاولت فقط أن أوجز هنا وأبدأ من المسألة القائلة بأن الريهان على الترجمة الآلية في البداية وتوقعات نجاحها كان كبيرا للغاية بحيث أجمع أهل الإختصاص أن تكون النتائج كما يلي أن يقوم الحاسوب بعمل المترجم أن تكون دقة الترجمة بنسبة 95% سرعة فائقة للآلة في إنجاز الترجمة وأن تقوم الآلة بترجمة أي نص لا مشكلة في الصنافة النصية التي ينتمي إليها النص المرى ترجمة إن كان علمياً أم تقنياً أم أدبياً أم غير ذلك لكن العلماء باشتغالهم على الترجمة الآلية تفاجأوا بمدى تعقيد اللغة الإنسانية وكم المعلومة الهائل المستخدم في الترجمة فاللغة الإنسانية هامدة بطبيعتها ومعظم الجمل لها معاني مختلفة ونحن لا ندرك هذا لأننا نسمع الجمل في سياق معين ونستخدم معرفتنا بالعالم كي نختار تلقائياً المعنى المقصود تانياً فيما يخص الجودة في الترجمة هناك العديد من التعاريف التي حاولت أن تصبر أغوار مسألة الجودة الترجمية ولعل أبرز ما الإحداثيات التي افتكزت عليها هي مسألة الدقة ثم الطلاقة أن يكون النص بقيقاً النص المنقول المترجم بقيقاً أن يكون فيه نوع من الطلاقة فلونسي وأن يلبي احتياجات المستخدم النهائي The End User Needs إذن هذه المسائل التي تقوم عليها الجودة في الترجمة على رغم أن المسألة كانت مجرد انطباع يعني أن المسألة الجودة في الترجمة كانت انطباعية في الأول يعجبوني أم لا يعجبوني أما الآن فالمنظمة العالمية للتقييس وضعت معايير أو أقاملين أن تعرف بها الجودة وتنقذ الترجمات على مستوى على مستوى هذه العناصر أو المتغيرات ثانياً الترجمة الآلية وإشكالية التمثيل الذهني الفكر نحن قاربنا مسألة الفكر من منظور الترجمة الآلية من خلال عناصر معلومة الأولها الترجمة ومستويات الاشتغال النصي بمعنى أن المترجم عندما ينقل نصاً فهناك العديد من المستويات منها المعجمية، منها الدلالية، منها الأسلوبية، النحوية، التداولية وهي عبارة، والناتج في الأخير عبارة عن توليفة من هذه المستويات جميعها والآلة ليس بإمكانها أن تولف ولكن هناك ترجمات تقريبية وسنعطي أمثلة عن ذلك ثانياً المسألة الخطيرة أيضاً هي الملكة ملكة المترجم، نحن نتحدث عن قدرات المترجم وملكاته فالملكة هنا كتبتها بالـ بالحفظ Y بالإنجليزي الملكة المترجم يوظفها على نحو شعوري أو لا شعوري ومنه المثل القائل بأننا نولد تراجم ومترجمين ولا نصبح كذلك ثانياً تنبني هذه الملكة في العادة من أربع مهارات هي المهارات اللغوية والاجتماعية والخطابية والاستراتيجية إذا جميع هذه المهارات، سكيلز، تنبني بها الملكة وكتبت الـ كمبيتنس سي بالـ بالإي، أنا أشرح الخانماتين أو المصطلحين هنا كمبيتنسي versus الملكة مقابل الكفاءة لماذا الملكة بحرف Y؟ يكتب بحرف Y المصطلح هو يتمحور حول السؤال كيف، هاو تو، أننا عندما نترجم ينبغي أن نتقنا أو أن نرتكز نعم على الجانب النظري لا مشكلة في ذلك ولكن هاو، كيف نسير قدماً في ترجمة المص وتعرف الـ بوصفها توصيف المعرفة والمهارات والخبرة والسمات اللازمة لتنفيذ مهمة محددة بشكل فعام إذن هذا هو تعريف الـ اللغة الإنجليزية، ثم يقابل ذلك الكفاءة تكتب بالـ ويتمحور المصطلح حول السؤال ماذا بمعنى أن المعرفة تنقسم إلى نوعين معرفة تصريحية هي الـ القواعد، معرفة قواعد لغوية وما إلى ذلك ثم معرفة الإجرائية بمعنى المعرفة التطبيقية العملية الفعلية ويعرف هذا المصطلح بالقدرة على القيام بمهمة محددة بفاعلية ثم المسألة أيضا أن المصطلح باللغة الإنجليزية يشتمل على متغيرات ثلاث متغيرات تتجمع في الشخص المترجم أولها المعرفة أو التفكير المترجم شخص يفكر ثم العاطفي أو الإحساس المترجم أيضا يحس يتدوق المتغير الثالث الرابط أو التصرف بمعنى أن المترجم يبادر بعدما يفهم ويحلل فيبادر بالترجمة لأن عملية الترجمة في الأخير هي عبارة عن عملية اتخاذ ومن هنا بإمكاننا أن نعرف الملكة الترجمية التي تفتقد إليها الآن هي المعرفة العملية للقواعد النفسية والثقافية والإجتماعية التي تتحكم في استعمال الكلام في إطار تواصل خالص تشترط في مجال تحويل الخطاب بالإضافة إلى المعرفة اللسانية والثقافية والموسوعية معرفة تداولية أستاذ هل تسمعونني؟ نعم ثم المسألة الثانية هي مسألة بمعنى العرف اللغوي مقابله الاستعمال اللغوي لأن العرف هو عبارة عن القواعد القواعد اللغوية التي تختلف من لغة إلى أخرى بحسب التداول واتفاق الجماعة اللسانية على هذه اللغة والاستعمال يختلف لأن الاستعمال هو توظيف فعلي مقامي للغة ومنه عملية التلفظ ومنه أيضا تبادل الأدوار أنا كنت متكلما أصبح مستمعا وأنت مستمع تصبح متكلم ثم مسألة النتاج الأخير في واقع حال المسألة ليست افتراضية ولكن واقعية إنجازية آنية مثلا هنا جملة I like her cooking تحتمل ثلاث معاني على الأقل الآلة إن لم تكن المحلل التركيبي وحتى الدلالي وحتى العاطفي تفتقد إليه الآلة حتما تحتمل على الأقل معاني ثلاثة أولا إنني أحب ما تطبخها ثانيا إنني أحب الطريقة التي تتبعها في الطبخ ثم إنني أحبها وهي تطبخ I like her why she is cooking هنا المسألة مسألة استعمالية صرف تنجلي أو ينجلي القصد فيها من خلال التحادث الحالي والآن ثانيا المسألة ترجمة الآلية وإشكالية التمثيل اللغوي التمثيل الفكر إلى اللسان هنا نبدأ بمسألة الكفاية اللغوية المقابل أداء الكلامي لصاحبه أو التنائية لصاحبها تشومسكي الكفاية اللغوية هي المعرفة الدلمني التي يمتلكها كل متحدث مستمع للغة ما عن هذه اللغة وتتيح له أن ينتج ويفهم عددا غير محدود من جمل هذه اللغة عدد غير محدود ولكن الآلة قد بحسب المدخلات الخوارزميات قد يكون العدد محدودا بحيث تتجلى كفاءة النموذج المثالي في أدائه الشفاوي والكتابي المسألة الأداء الكلامي هي الاستعمال الآني نعم للغة ضمن سيق محين وفي الأداء الكلامي يعود تكلم اللغة بالصورة الطبيعية إلى القواعد الكامنة ضمن كفايته اللغوية فالأولى معرفة القواعد والثانية هي الأداء الكلامي الإنجاز الفعلي المسألة الثانية في إشكالية التمثيل اللغوي هي طبيعة اللغة أو مفهوم اللغة ما هي اللغة؟ اللغة مثلا اقتبسنا هنا تعريفين للأول ابن جني والذي كان سباقا في تحديد مفهوم للغة يتساوق مع ظاهرة اجتماعية اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم هذا حدها مسألة التعبير يقصد بها التواصل وكل قوم القوم بمعنى في المفهوم الألسني الجماعة اللسانية الجماعة اللغوية ثم إدوارد سابير عندما قال وسيلة إنسانية خالصة وغير غارزية إطلاقا لإيصال الأفكار والإنفعالات والرغابات بواسطة نظام الرموز التي تصدر بطريقة إرادي لماذا مفهوم اللغة؟ لأن اللغة تحقق مسألتين مسألة الأولى هي مسألة التواصل ثم المسألة الثانية تدور في المجموعة البشرية الواحدة المجموعة البشرية من منطلق الإناسي من منطلق الأنتروبولوجي وإلا المجموعة اللسانية وفي ذلك يقول تشومسكي واحدة من الخصائص المقصورة المقصورة على النوع الإنساني في مكوناتها الأساسية وهي جزء من إعدادنا الأحيائي المشترك الذي لا يختلف فيه أعضاء النوع الإنساني إلا قليلاً بمعنى أن اللغة تقصر فقط على الإنسان أو الجماعة البشرية أو الصرف الإنساني لوحده وجميع الترميزات التي يتداولون بها هي في العرف الألساني لها ننتقل الآن لإتبات ذلك بإعطاء أمتلا أمتلا حول قصور الترجمة الآلية العنصر الأول الوحدات المعجمية ودلالتها بمعنى معاني الكلمات في سياق الترجمة الآلية هنا المثل الأول The driver of the other truck escaped without injury الترجمة الآلية في برنامج الوافي الذهبي يعطي الجملة الثالية سائق الشاحن الأخرى هرب بدون جرح بالترجمة حرفية يغيب فيها القصد النهائي وما إلى ذلك الترجمة بعد المراجعة البشرية لقد نجى سائق الشاحن الأخرى إذن هنا ربما مسألة على المستوى الوحدة المعجمية أعطى المقابل الآلي المثل الآلية المثل الآلية المثل الآلية أعطى المثل الآلية يقسم الرئيس الشرطة المثل الآلية ببرنامج الوافي يقسم الرئيس الشرطة على اعتقال اللصوص الذي نهب هذا مخز المجوهرات في مدينة الوافي الترجمة هنا ربما to arrest الآلة أعطت المقابل القبض أو اعتقال الترجمة بعد المراجعة البشرية رئيس الشرطة يعلن الفعل to vote ترجمة الآلة بيقسل تعدد المعاني للمفردة الواحدة هنا في السياق ليس يقسل وإنما يعلن أو يصرح بالقبض يعلن القبض على الوصوص الذين قاموا محل المجوهرات في مدينة هذا بالنسبة للمستوى الدلالي الآن المستوى التركيبي على مستوى بنية الجملة We have the following sentence Topical was first smoked in America by Indians الترجمة بGoogle Translate هنا الآن الأمر يتبدل Google Translate تدخن التبغو لأولي بره في أمريكا في أمريكا من قبل الهنود هنا محاكات حرفية للبنية أو بنية الجملة الإنجليزية لأن المبنى المجهول والمبنى للمعلوم Active passive من العربية إلى الإنجليزية تتبدل السيغة في العربية عدد فعل مبنى المجهول فاعلة يفعله ثم نائب فاعل أو اسم مرفوع ثم buy هنا ترجمة تحقيق للbuy من قبالي فالترجمة يكون حال الجملة العربية إلى الأكتب إلى المعلوم فعل فاعل مفعول به دخن الهنود التبغى لأول مرة في أمريكا المثال التالي حول الجانب التركيبي بنية الجملة A woman last week gave birth to a girl with two faces and brains on a single head الترجمة بGoogle Translate إمرأة وهذه ترجمة أجيتها منذ أسابيع فقط إمرأة الأسبوع الماضي أنجبت فتاة مع وجهيني والعقول على رئيس واحد هكذا كتبت بGoogle Translate على رئيس واحد في حين هناك نعم أخطأ اختيار في انتخاب الوحدات المعجمية وأخطأ في تفسيس الجملة حيث ينبغي هنا البدء بفعل فاعل ضف زمان مفعول به وما إلى ذلك والجملة تكون بعد المراجعة أنجبت في مرأة الأسبوع الماضي قفلة بوجهين ودماغين في رأس واحد أستاذ أدريس رجاءً يرجى منك الذهاب إلى النتائج نتائج هذه الدراسة القيمة أستاذ أعطي بيتها معجياته أعطي بيتها على المستوى التداولي فقط وأمر إلى ذلك توصيات آمين لأن المدخلة حدها الأقصى عشر دقائق رجاءً فاذهب إلى التوصيات ليتم تعميم الفائدة على الجميع نعم أستاذ شكرا جزيلا إذا الخاتمة نستنتج من ما تقدم قصور الآلة على أداء مهمة النقل وهي التي يريد لها البعض أن تصبح شبيهة بالإنسان أو كما نسميها إيمانويد وصنواً لجنسه وعلى الرغم من التطور المتسارع لأنظمة الترجمة الآلية الذي لا يمكن إيقافه بأي حال بالأحوال فإنه لا وجودة لنظام ترجمي آلي بمقدوره أن يحل محل الترجمة البشرية هذا ما تفضلت به المنظمة الدولية للتقييس آيزو يبقى السبيل الوحيد في استغلال الترجمة الآلية للدخار الجهد والوقت والمال هو استثمار مخرجات الترجمة الآلية على أريق التنقيح البشري اللاحق Subsequent Human Post Editing وتوصي الدراسة في النهاية بما يلي العناية بسقل ملكات المترجمين وتطوير مهاراتهم الرقمية منها خاصة بما يمنح المنتج النهائي سمة الجودة ويتناسب مع الخصوصيات اللغوية والتقافية والمؤسستية للمجتمعات التي يترجمون إليها ثانياً التركيز على فهم نوعي لتأثير الترجمة الآلية على إنتاجية المترجمين واستثمار ذلك في تحقيق الجودة المستدامة وشكراً جزيلاً ومع ديلة الأستاذة إن أطبت شكراً لك يا أمين على هذه المدخلة القيمة والجدى والمبنية بناءًا جيداً فلك منا جزيل الشكر نترك لك المجال عندما تنشر هذه المدخلات لتقديم الأمثلة وكل ما له علاقة بالموضوع فشكراً لك ننتقل الآن مباشرة إلى الأستاذة الكريمة الأستاذة دوبا العائشة من جامعة هران واحد من قسم اللغة العربية وأدبها بمدخلة موسومة بترجمة الألية وحوسبة اللغة العربية ونرجو منك أستاذة الكريمة لالتزام بالوقت وهو عشر دقائق تفضل شكراً أستاذة الفاضلة تتسابق إليه الأمم لإيجاد مكان للغتها وثقافتها من خلال إثراء محتوى رقمي يعكس رصيدها الحضاري والثقافي وأضحى النهود بحوسبة اللغة العربية في ضل مجتمع المعرفة والمعلوماتية لا مناصة منه قصد ترقية لغة الضاد إلى مصاف اللغات الأخرى ومسايرتها للتطور الحاصلي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولتتمكن اللغة العربية من مشابهة هذا التحدي وتدليل الصعوبات التي تعترضها فهي تحتاج إلى جهود كبيرة لرسم منهجية تعجل الانتفاع بالترجمة الآلية من أجل تحقيق التناغم بينها وبين الحاسوب باعتماد آليات شديدة تأخذ بعين الاحتبار قواعدها ومعجمها وتعالج مظاهر اللبس والغموض المعجمي والنحوي فيها وعلى هذا أصبح رهان العصر العمل على رقمنة وحوسبة اللغة العربية وعلومها وإثبات موقع لها في البيئة الرقمية الإلكترونية والرقي بها لجعلها في مقام الند مع اللغات العالمية المتطورة رقميا وعليه تروم هذه الدراسة الإجابة عن الإشكالية الآتية ما موقع لغتنا العربية في عصر الرقمنة وما هي أهم التحديات التي تواجهها في ظل الترجمة الآلية والثورة التكنولوجية المتسارعة وقبل الولوج إلى بحثنا يشدر بناء التسليط الضوء على بعض المفاهيم وأهميتها باعتبارها تشكل مدخلا مهما للموضوع الذي نحن بصدد معالجته سنختصر قدر الإمكان أولا مفهوم الترجمة الآلية تمثل الترجمة الآلية فرعا من علم اللغة الحاسوبية يعني الليسانيات الحاسوبية الذي ينضوض تحت علم اللغة التطبيقي الليسانيات التطبيقية وهو فرع واعد بالتطور وهي تعني أن يقوم الحاسوب بترجمة الكلمات والجمل والنصوص من لغة إلى أخرى بناء على معطيات سابقة عن اللغتين المراد الترجمة منها وإليها وهذه المعطيات يقوم المبرمج بتزويد الحاسوب بها لمساعدته في الترجمة الإلكترونية بناء على ذلك فإن الترجمة الآلية تمثل إحدى مناطق التفاعل يعني بين اللغة والحاسوب ولن يتوفر لها النجاح دون تأسيسها على فهم دقيق وشامل لجميع جوانب اللغوية لحوسبة اللغة العربية وتوفير الوسائل العملية للتعامل مع هذه الجوانب آليا ثانيا أهداف الترجمة الآلية نلخصها فقط في هدف إن الهدف الأسمى الذي استطاعت الترجمة الآلية تحقيقه هو إنجاز ترجمات بسرعة قياسية مقارنة مع الترجمة التي يقوم بها الإنسان كما أن الحاسوب لا ينسى مثل المترجم وأن الترجمة التي تتم بالحاسوب تعتبر من أفضل الطرق لتوحيد المصطلحات المتدولة في حقل أو مجال معين ثالثا بالنسبة لأهم أنظمة الترجمة الآلية إلى اللغة العربية في الوقت الذي تشهد فيه سوق الترجمة الآلية في العالم تطورا كبيرا بتداول ما يزيد عن ألف نظام تولى الدعم البحوث فيها الدول وحكوماتها ما تزال سوق الترجمة الآلية للغة العربية متأخرة وتفتقر إلى الدعم الحكومي لتتم المبادرات من أفراد أو شركات خارج الوطن العربي وبدعم الدول الأجنبية أحيانا التي زاد اهتمامها باللغة العربية فاستطمرت جميعاتها في موضوع حوسبة اللغة العربية والترجمة الآلية منها وإليها وتبعتها عفوا بعد ذلك عدة شهود عربية أفضت إلى أنظمة الترجمة آلية أغلبها بين اللغتين العربية والإنجليزية نذكر على سبيل المثال الحصر نظام المترجم العربي الذي طوارته شركة آتا القابع مقرها بلندن وموقع الناقل العربي الذي طوارته شركة سيموس العربية بباريس موقع شركة الثقر وموقع المسبان وغيرها لكي لا نطيل وعليه أن الجهود المتدولة في ميدان حوسبة اللغة العربية لا يمكن إخفادها لكنها تبقى غير كافية إذا ما قررناها بغيرها من اللغات العالمية الأخرى وهي لا تساير بعد وطيرة ظهور التطبيقات والبرامج والأنظمة التكنولوجية الحديثة في هذه اللغة بل يفصلها عنها فجوة زمنية كبيرة تلقي بأثارها الثلبية على نصيب اللغة العربية من الركب الحضاري المتساعر بالنسبة لصعوبات الترجمة الآلية إلى الهغة العربية فأن الصعوبات والتحديات التي تحول دون ترجمة بعض المصطلحات العربية آليا فمن أهمها نذكر على سبيل المثال تعدد المصطلحات تبقى محاولة التمييز والاختيار بين المقابلات يعني بين المصطلحات المصطلح العربي من أصعب المشكلات التي تواجه المعجمي والدارث وحتى المؤلف العربي أيضا من بين الصعوبات التشكيل لأنه يمثل في اللغة العربية عمقا دلاليا لا نظيرة له في توضيح المعنى وأيضا الغموض واللبس يعد من أهم الخصائص اللغة العربية منذ القديم وهذا ليس عيبا فيها بل تستند إليه كونها لغة إبداعية وأدابية بالدرجة الأولى يعني تنضوي على خصائص فنية وجمالية وأسلوبية وما إلى ذلك أيضا التحدي يكمن أيضا في التركيب النحوية فلكونها جزء لا يتجزأ عن الدلالة ونفتاح الدلالي وما إلى ذلك خامسا يعني بالنسبة للحلول المقترحة لإشكالات ترجمة اللغة العربية آليا فلقد اقترح الباحث محمد زكي خضر جملة من الاقتراحات نذكر إحداها يعني على سبيل الحصر نذكر إحداها فقط على كمثال القيام بحملة توعية للقيادات السياسية والعلمية والجهات الداعمة للبحث العلمي على أهمية يعني الاهتمام بحوسبة اللغة العربية على مستوى المجامع اللغوية العربية وأقسام اللغة العربية في الجامعات العربية وتوجيه الأبحاث العلمية النظرية نحو التطبيق الفعلي والعملي وفي الأخير نخلص مما سبق إلى أن المعالجة الآلية للغة العربية أصبحت ضرورة حتمية لترجمتها آليا مع دعم وتكتيف البحوث في حوسبتها وتفعيل آليات التعاون بين علماء اللغة والمختصين في التقنيات الجديدة وإدخال مناهج البحث اللغوي العلمي الحديثة إلى الجامعات العربية وبهذا البص المعرفي أحيل الكلمة لكم يعني بسيادتكم الموقرة شكرا جزيلا الأستاذة الفاضلة دبل عائشة على التزام بقيل وقت فالمدخلة قيمة وتنطلق من حوسبة اللغة العربية الإشكالية المحورية بالنسبة للترجمة الآلية لأن حوسبة اللغة هي المحطة والمنطلق الأساسي الذي لا بد أن نعتني به كثيرا لنعطيها دفعا للترجمة الآلية فلكي منها جزيل الشكر والتقدير والاحترام نمر إلى المدخلة الخامسة وهي للأستاذة الهامز الروقي من جامعة محمد الخامس من الرباط المغرب الشقيق لتتقدم أمانمنا بمدخلة موسومة بي الترجمة الآلية العصبية بين التطور والتحديات فلتتفضل مشكورة السلام عليكم وحمد الله وبركاته أستاذة غائسة هل تسمعونني؟ نعم نعم شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير ومسالين وعلى آله وصحبه أجمعين أتقدم أولا بشكر جزيل لكل من ساهم في تنظيم والإعداد لهذه الندوة القيمة التي تتناول موضوعا بالأهمية بما كان موضوع يتحدى قدراتنا الفكرية وإمكانياتنا التقنية خاصة في العالم العربي لذلك تعتبر كل محاولة للتعرف عليه والغوص فيه شجاعة وطموح نحو الأفضل ورغبة في تطوير ليس فقط مجال تنرجمة بل كل التخاصصات العلمية التي طالها الذكاء الاصطناعي بكل مميزاته المدهشة وغير المسبوقة نعم إذن تتطرق مداخلتي لأغلب التحديات التي تواجهها الترجمة الآلية العصبية مع الإشارة إلى بعض الحلول التي اعتمدها خبراء هذا النوع من الترجمة لتجاوز العقبات التي تؤدي إلى مخرجة رديئة أو إلى دقة زائفة تقلل من شأن هذا النوع أو توجه الجديد في مجال الترجمة الآلية إذن أدى استخدام شبكة العصبية في الترجمة الآلية منذ السنوات القليلة الماضية وتحديدا منذ البحوتات أو البحوت المنشورة منذ سنة 2013 إلى يوم إلى تبني ما أصبحوا يعرفوا بالترجمة الآلية العصبية أو الترجمة العصبونية كأكثر الأنظمة نجاعة في مجال الترجمة والتي لا تكلفوا كثيراً بحيث أظهرت أداء فائقاً في إتاحة الموارد بشكل أسرع وأكثر فعالية لدرجة جعلت العديد من الأنظمة الآلية العملاقة في العالم اليوم تعتمدها متخلية عن نظام الترجمة الآلية الإحسائية منذ سنة 2016 كشركة جوجل IBM Microsoft Skype إلى آخر لكن وعلى الرغم من كونها مقاربة حديثة أصفرت عن نتائج أو ترجمات ترجمات مذهلة وإنجازات واعيدة إلا أنها تواجه تحديات عديدة حيث أن هناك من المختصين من التحدث عن بعض القصور الذي يشوب الترجمة الآلية العصبية في ظل الظروف منخفضة الموارد أو عندما يتعلق الأمر بالمخرجات التي يتم إنشاؤها خارج المجال أو الضعف في جودة بيانة التدريب إلى آخر إذن تتناول هذه الورقة البحثية الوصفية تقصي معيقة هذا النوع من الترجمة بحيث تم حصر وتصنيف طبيعة التحديات التي تعاني منها سواء ما تعلق منها بصعوبة لغوية التي تعود إلى طبيعة اللغة والتحديات التي تفرضها أو التي يعود سببها إلى العنصر البشري أثناء معالجة البيانات أو ما يعود منها إلى جانب التقني المتعلق بالنماذج ترجمة التي يوظفها نظام ترجمة العصبي حيث يفاجئ مستخدمه أحياناً بخصور تقني وعجز عن تخريج ترجمة ناجحة مما يطرهم إلى البحث عن حلول بديلة كذلك تهدف هذه المداخلة إلى إشارة إلى بعض الحلول إذن لن أضع الوقت كثيراً في ذكر مزايا الترجمة التي سابق ذكرها في المداخلات السابقة خصوصاً في المداخلة الأولى بل أمر مباشرة إلى الإشارة إلى أهم تحديات الميدانية التي تواجهها هناك إذن تحديات الدقة في الترجمة الآليات تم تقسمها إلى نوعين تحديات لغوية وتحديات تقنية من أهم التحديات اللغوية التي تواجهها اختلاف المجال بحيث تختلف قاعدة البيانات أو بيانات التدريب أو الداخل اللغوية التي تستخدمها الترجمة الآلي العصبية بطبيعة الحل من حيث الموضوع والسجل اللغوي والصيغة والشكل والأسلوب إلى آخره وما يزيد الأمر تعقيداً هو عدم توفر معلومات كافية توضح مختلف هذه الأبعاد أو تصنفها حسب المعايير الشكلية والمضمونية إلى آخره لتسهيل معالجتها وتهيئها للترجمة العصبية كما يمكن أن تحتوي بيانات تدريب الموزيك مهائلة من اختلافات الشكلية والموضوعية وينتج عن هذا الفوضى اختلاف دلالات ومعاني الكلمات من مجال لآخر من مجال العلمي أو من تخصص لآخر الشيء الذي يؤثر على جودة الترجمة إذن عند القيام بترجمة النص المعين ينتمي لمجال ما فإن ترجمة الآليات تستخدم بيانات متعلقة بدلك المجال أي مجموعة الموطول الموازية التي تستقام المصدر المعين لكنها أيضاً تستخدم بيانات من خارج المجال من البديهي عفواً أن تكون البيانات الموازية التي تنتمي للمجال أكثر قيمة من غيرها نظراً لأنها تحدد خيارات الترجمة الصحيحة من حيث الموضوع والمعنى والأسلوب والسيغة وما إلى ذلك لذلك تظهر فجوات وتغيب بعض المخرجات أو تظهر مدخلات لم تترجم ترجمة صحيحة نظراً لأن كمية البيانات المنتمية للمجال عادة ما تكون صغيرة لذلك ترجع الترجمة العصبية ضمن مجهوداتها المستمرة التي تحسين أدائها إلى إدراج بيانات من خارج المجال لملئ تلك الفجوات وهنا يتفق من الأمر بحيث يكون أكبر من بيانات التدريب ينتمي لمجال مغير على المجال ويؤدي على جودة ترجمة إذن كحل لهذا المشكل يعني بالنسبة للترجمة الألية الإحصائية عندما تواجه مجالاً مختلفاً أو غير موائم فإنها تخرج كلمات غير مترجمة من الأساس بينما ترجمة الألية العصبية كمحاولة التي تدارك الأمر يعني الاختلاف بيانات التدريب يتم اتباع مقاربة أكثر شمولية لعملية التدريب قد تحسين توقع الكلمات وتحقيق تطابق الأمثل بالاهتمام أكثر بتقييم المتتاليات السابقة يعني لتجاوز الأمر ثم ابتكار مقاية التقييم التلقائي أشهرها نموذج بلوه بديل تقييم تناء اللغة الذي يستعمل للكشف الدقيق عن المتقابلات من الكلمات الفردية والزوجية والمتتاليات التلاتية والروبعية إلى آخر إذن تم تطوير عدد أكبر من المتتاليات بحيث يكافئ ترتيب الكلمات الصحيح لأنه يزيد من احتمال وجود أزواج متطابقة من الكلمات إلى آخر إذن لن أتلأ أكثر في المقالة عند النشر إن شاء الله سترون طريقة هذا الحل المشكلة الثانية هو مشكلة كلمات نادرة خلص العديد من الباحثين في مجال الترجمة العصبية إلى كون هذه الأخيرة تواجه صعوبات عند ترجمة الكلمات غير معروفة أو التي لم يتم ملاحظاتها مطلقاً في مجموعة تدريب كالكلمة التي ترددت مرة واحدة فقط أو المصطلحات الجديدة أو أسماء العالم أو العبارات المسكوقة التي تحتوي على كلمة نادرة إذن تجدر الإشارة إلى أن الترجمة الآلية الإحصائية بدورها تعجز عن الإتين بأداء أفضل عند معالجة هذا النوع من الكلمات إذن كالحل لذلك تم مقاربة الترجمة العصبية الآلية العصبية لأسماء العالم التي يتم تقسيمها باستخدام نوع من التشفير تنائي Byte Pair Encoding أي ذلك التشفير المعتمد على مجموعة من الأرقام التنائية أو البيتات التي تعمل كوحدة وبذلك تأتي مخرجة الترجمة محتفظة بالاسم دون تغيير كبير لكن الأمر لا ينجح دائما وخصوصا إذا كانت الكلمة من خارج المجال هناك مشكلة أيضا العبارات الاستلاحية أو العبارات بما فيها العبارات المسكوقة إذن هي مشكلة شائعة في ترجمة الآلية بصفة عامة بحيث يقصد بها المفردات المعجمية التي يمكن تفكيكها إلى وحدات معجمية ذات طبيعة استلاحية سواء من ناحية المعجاوية أو من ناحية ذلالية الإحصائية الآخرة إذن هناك صعوبة في تخزين وإنتاج عبارة المسكوقة وتكافح التغلب على هذه المشكلة عن طريق خلق ناقل أو فيكتر عالي البعد دون أن تفقد العبارة أو كلمة معناها الحقيقي بحيث قد يؤدي الأمر إلى مخرجات مغلوطة في حالة العكس إذن المحل البعض الباحثين كبوير أن بايكر إلى المقاربتين لتحسين أداء الترجمة الآلية في هذا الاتجاه تسمى الأولى في إضافة أزواج جنائية اللغة من العبارات الصلاحية والثانية تتم خلاله باختيار جمال كاملة تحتوي على عبارة إذن دائماً يتم اللجوء إلى تغذية بيانات تدريب بـ data أو بيانات تحترم السياق من التحديات التقنية هناك تحديات خاصة بالبيانات يعني بين الأمور التي تميزون نظام ترجمة الآلية العصبية عن بقي الأنظمة خصوصاً الأنظمة الترجمة الآلية التقليدية استخدام بيانات محقدة والميزات غير الواضحة من طرق نظام العصبي الذي ينهج طرق غامضة وغير بديهية في كثير من الأحيان مستخدماً خوارزميات أكثر قوة ودكاً معتمد على دكاً صناعية عن الشبكات العصبية وتدريبها إلى آخره إذن فكمية البيانات تؤثر كثيراً على الجودة كلما كانت البيانات كثيرة يحصلوا إيرباك للنظام العصبي كذلك هناك البيانات ذات الجودة الضعيفة بحيث تكون بديانات تدريب ذات الجودة ضعيفة تسمى بـ noisy data أو تشبوها ما يطلق عليه الضوضاء عندما تكتر بها الأخطاء اللغوية أو القيم المتطرفة سواء بسبب استعمال وسائل القيادة لجودة ضعيفة أو المرخفضة أو بسبب أخطاء وقعت أثناء مرحلة المعالجة يعني أخطاء بشرية أو بسبب الخبراء أنفسهم أثناء تجميع من البيانات أو قيمهم بعملية محادثة alignment حيث تؤثر الضوضاء على نظام الترجمة الآلية العصبية بشكل كبير وتضر بنماذجها التي يصعب عليها اكتشاف الأنمط الأساسية للنظام مما يفسر تداول قول شائع في مجتمع العلمي لتعلم الآلة أن المدخلات الخاطئة تؤدي حتما لمخرجات خاطئة تظل هذه المقولة صحيحة تماما خصوصا في مجال الترجمة العصبية لأن بيانات التدريب ذات الجودة الضعيفة تؤثر سلبا على جودة الترجمة ولن تستطيع أفضل خواريزمية إنقاذ الموقف إذن سأمر مباشرة ثم هناك مشاكل بقصور نماذج التشفير لأن الترجمة الآلية العصبية تنتمي إلى النماذج التي تعتمد على الميكانيزمية التشفير وفك التشفير إذن هناك مشاكل تنخصصه عندما تصنم في النواقل التي لها طول ثابت ولا يحتمل نوع آخر من البيانات إذن سأمر سنحترم الوقت فقط خلاصة مباشرة أو التوصيات حاضر إن أغلب الحلول التقويمية التي تعتم معتمادها لتزاوج مشاكل ترجمة الآلية العصبية تتلخص من جهة في نهج مقاربات شمولية كضم حجم أكبر من المعطيات مثلا أو إجراء التعديلات اللازمة في بيانات التدريب عبر إدخال بيانات مصطنعة لتدريب النظام على أزواج اللغوي محددة بعينها ومن جهة نياتي متبني مقاربة تكييفية كتمديد بنية بنية النماذج المستخدمة للتعامل مع أطوال مختلفة من بيان التدريب وتحسين تنبؤة شبكة العصبية مع مراعاة تضمين تعلمات سابقة وبناء داخل موازية لزيادة مفعالية أل التدريب تعتمد هذه المقاربة تقنيا على تدريب الشبكات العصبية الأساسية على قبول مخرجات وإقساء أخرى دون إهمال الأخطاء البشرية وتداركها عبر القيام بالإجراءات الصحية كالحاجة إلى التدقيق اللغوي اليدوي لتفادي الضوضاء والتدقيق في عملية المحادث التي تنتج عند التعامل مع هذه الأنظمة لقد أضافت معظم المقاربات العلاجية الكثير إلى كفاءة الترجمة الألية العصبية وحسنت من جودة مخرجاتها وميزت وقلصت من نسبة التحديات التي تواجهها لكن يظل العنصر البشري مهما في التدقيق والمراقبة خصوص محالة الفاست إدتين وتقييم جودة الترجمة الألية يدعو الأمر إلى ضرورة البحث المعمق في تخصص الترجمة العصبية وتطوير تحليل أفضل لأدائها وذلك لتحسين من عملية معالجة الآلة للغة الطبيعية لا يزال العمل على تحسين أداء الترجمة الألية العصبية جاريا وكما يؤكد كوين سنة 2020 رجب أن نقتنع حاليا بأن المبدأ الأساسي لأبحث ترجمة الألية المستندة إلى البيانات ليس لتحقيق ترجمة مثالية ولكن لخفض معدلات الخطأ شكرا جزيلا لانتباهكم والسلام عليكم شكرا جزيلا لأستاذ الدورة العمز الروقي من المغرب الشقيق شكرا لك فالجميع يتفق على أن هناك إشكال ما فالمشروعية الطرح موجودة هناك إشكالات وهناك حلول مقترحة فالأمثلة المقدمة على المجال وعلى التردد وعلى الكلمات الإصطلاحية التعبير الجاهية كلها إشكالات يعاني منها المترجم البشري وتعاني منها الآلة تبعا لذلك ولكن هناك دراسات حديثة وحلول إن شاء الله ستكون في فائدة الترجمة الآلية فشكرا لك أستاذ الكريم المداخلة الآخرة في هذه الجلسة الأولى هي للدكتورة نصيرة شيادي من جامعة تيلمسان بمداخلة موسمة بمعايير الجودة في الترجمة الآلية رؤى وإشكالات وهي تتمة لما تمت الإشارة إليه في المداخلات السابقة فتفضل لي أستاذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في البداية بيودي أن أشكر كل من حضر فعاليات هذه الجلسة العلمية المباركة كما أشكر كل من حضر وساهم في إثراء فعاليات هذا الملتقى العلمي المميز والذي يخدم موضوع الساعة ألا وهو الترجمة الآلية موضوع مداخلتي حول معايير الجودة في الترجمة الآلية رؤى وإشكالات في البداية بيودي أن أقول أن الترجمة الآلية أصبحت حقيقة واقعة لا مفر منها تعتبر أهم الأشياء التي يسعى إليها سواء المترجم الذي يكون في بداية مشواره المهني أو قضى في تلك الصناعة عمرا طويلا وهي ضرورة ملحة هذه الترجمة الآلية تنقسم بذورها إلى ثلاثة أنواع ترجمة آلية محضة لا يتدخل فيها البشر ترجمة بشرية بمساعدة الآلة حيث يستفيد المترجم من المعاجم الإلكترونية والموسوعات المحوسبة وقواعد التطقيق الإملائي والنحوي والأسجوبي وغيرها وترجمة آلية بمساعدة البشر وفي هذا النوع من الترجمة يتولى نظام الآلية ذاته مسؤولية القيام بالترجمة أي كان من هذه الأنواع فهي تبقى ترجمة آلية ويبقى مصطلح الآلة حاضرا إذا تحدثنا عن الجودة في الترجمة الآلية فهي تحقيق أعلى معايير الجودة في النص المترجم بعدها سواء كان ذلك في الترجمة الشفوية أو التحريرية ولكن قبل بلوه هذه المثالية في الترجمة الآلية هناك عدة مبادئ وركائز أساسية والذي يطلق عليها المختصين والخبراء بأنها الحد الأدنى الذي يعتبر أنه من المستحيل أن تقبل ترجمة بدون تواجده يعني قبل البحث في الجودة أو معايير الجودة في الترجمة الآلية لا بد أن تتحدد معايير الأدنى لبلوغ فعل الترجمة ومن أبرز وأهم من تلك المبادئ ترابط المعنى والجمل على تحقيق التناسق فوجود نص بلا معنى مفهوم يعتبر نصا ركيكا وعاديم الفائدة ناتج عن ترجمة سيئة ثانيا صحة وسلامة القواعد النحوية والإنلائية والتي بدورها تحدد رتبة ومستوى المترجم الأمانة والتعميم والشمولية بحيث يمكن اعتبار مستوى النص المترجم جيدا في حالة كونه شاملا ويجب أن يعمل المترجم على إتمام عملية نقل النص ومحتوى بكل مصداقية وأمانة وأن لا يقوم بحدف أو إضافة أي شيء من تلقاء نفسه وتبعا لهواه إذن مراعاة الحد الأدنى للترجمة الآلية يضمن سلامة فهم المتلقي للرسالة ولكن ماذا عن معايير الجودة المنشودة في الترجمة الآلية؟ إذن الشرط الأول المعايير الأدنى موجودة في النص المترجم الآن نبحث في الجودة نقول إن معايير الجودة المنشودة في الترجمة الآلية يختلف باختلاف المستفيد منها فالجودة المنشودة هي ما يلائم غارض ما فالترجمة الآلية مفيدة وتحقق الجودة التي يريدها بعض المستفيدين من الترجمة وليست الجودة التي ينشدها المترجمين معنى المزي هدف من الترجمة ومن جودتها يختلف من المستفيد إلى المترجم في كثير من الأحيان نجد أن ما يرغب به المستفيد هو فهم الرسالة المتضمنة في النص لحاجته الشخصية وليس ليقوم بنشرها في مجلة علمية أكاديمية مثلا لأنه إن كان كذلك فستختلف حين ذاك معايير الجودة والتي على أساسها يتم الحكم بجودة الترجمة الآلية بحيث تشير بعض الدراسات أن عدد المترجمين لكل اللغات حول العالم لا يكفي لتلبية حاجة العالم المتزايدة من النصوص المترجمة يوميا كما أن عدد المترجمين الذين يستطيعون تحقيق تلك المعايير العالية أقل بكثير ويبقى من الأفضل هو مراعاة الحد الأدنى للترجمة محارحات الحد الأدنى للجودة دون البحث عن المعايير العالية بدلا من الجودة المنشودة وذلك لضمان سلامة فهم المتلقي للرسالة لأن المترجم إذا بدأ غارقا في رغبته في تحقيق الكمال والجودة العالية فسوف يضيع وسوف لن يتحقق ترجمة النص فهناك العديد من الرؤى والإشكالات تصادفنا إذا ما أردنا الحديثة عن المسؤول عن تحديد جودة الترجمة الآلية أهو المترجم أم المستفيد من الترجمة؟ فالكثير من المترجمين ينظرون إلى الجودة نظرة مبالغا فيها فتجد البعض يسعون إليها ويدافعون عنها ويهاجمون كل ما من شأنه أن يمس جودة الترجمة من قريب أو بعيد وتعتبر الترجمة الآلية بجميع أشكالها وبرامجها المختلفة أكثر المتلقين للنقض والمتعرضين للهجوم مدفوعين في ذلك بما يعرف بوهم المثالية أو عقد الكمال ومعلوم أن الكمال أمر من المستحيلات خاصة في الترجمة فالكمال لله وحده ومعلوم كذلك أن أي جهد بشري مهما كان فإنه لا يخلو من التقصير والخلل المثالية أو الكمال في الشيء هو وضع معايير دقيقة وعالية يصعب أو يكاد يستحيل الوصول إليها مما يتسبب في اعتبار ما لا يمكن الوصول إلى تلك المعايير بالأمر غير المقبول ولا غدد في أن يسعى الإنسان إلى بلوغ أعلى معايير الجودة وهذا أمر محمود بالمناسبة لكن المهم هو أن يعلم أن الوصول إلى تلك الغالة ليس أمرا ضروريا في بعض الأحيان والأهم هو أن لا يلزم الآخرين باختلاف حاجاتهم أن يسيروا وفق تلك المعايير وتعتبر جبدة الترجمة الآلية أحد أهم الأشياء التي يسعى إليها كل مترجم سواء كان ذلك في مبتدأ طريقه المهني أو قضى في تلك الصناعة عمرا طويلا وسواء أكانت الترجمة تحريرية أم شفوية ويبقى تحديد المسؤول عن جودة الترجمة الآلية مهمة يتقاسمها طرفان المترجم والمستفيد من المترجمة الأول بحكم تخصصه ومجال عمله والثاني بحكم ملاءمة النص المترجم مع فخو النص الأصل الذي يود ترجمته فإن نجح المترجم بإيصال النص المترجم بأفكاره ومعانيه إلى المتلقي مثل ما رغب فحين ذاك تكون ترجمة عالية الجودة ويبقى معيار الالتزام بالمعايير الدنيا في الترجمة الآلية خطوة أولى في سبيل تحقيق التجودة المثالية خاتمة القول وسفوته نستطيع أن نقول أن الترجمة الآلية مهما تقدمت فهي ترجمة تقريبية تحتاج دائما إلى تدخل الإنسان البشري كي تصبح ترجمة سليمة لأن الإنسان هو من يراء معايير الجودة بدقة متناهية ويكفيها بطريقة تجعل ترجمته الآلية صحيحة وقد سعين في هذه المداخلة لتحديد معايير الدنيا يبكر من خلالها أن تحقق الترجمة الآلية جودة مقبولة من لدن المترجم والمستفيد من المترجمة على حد سواء ذلك أن المثالية أو الكمال في الترجمة الآلية هو وضع معايير دقيقة وعالية يصعب أو يكاد يستحيل الوصول إليها هذا ما كان بيودي الإشارة إليه في ختام هذه المداخلة شكراً لأستاذ القائم من المنزقة والمزيد من التوفيق والنجاح إن شاء الله شكراً لكم شكراً جزيلاً للأستاذة الكريمة الأستاذة نصير الشياد من جامعة الإنسان على هذه المداخلة القيمة التي انطلقت فيها من تحديد مفهوم الجودة في الترجمة يحدد المعايير التي بواسطتها نقيس هذه الجودة فمن المستفيد من هذه الترجمة الآلية هل هو المترجم في حدي ذاته أم الجمهور المستقبل للنص المترجم كلها قضايا خلصت في نهايتها إلى أن الترجمة الآلية تبقى دائماً تقريبية بحاجة إلى مساعدة الإنسان وتصحيحه وتنقيحه لنتاج الترجمة شكراً للجميع على هذه المداخلات القيمة التي اتفقت في معظمها على وجود إشكالات لا بد أن نتدرسها شكراً للقائمين على هذا الملتقى العلمي القيم وأعيد لكم الكلمة سيدي المشرف على الملتقى شكراً شكراً أستاذة الفاضلة أستاذ الدكتورة فرقاني الجازية على ترقصكم للجلسة الأولى والشكر مصول لكل المتدخلين وأستاذ الباكفين على مداخلاتهم القيمة سننتقل إلى الجلسة الثانية مباشرة والتي سيترأسها الدكتور حراك الحسن من جامعة محمد الأول وجدة من المغرب الشقيق دكتور حراك إن كنتم هنا نستهل مباشرة الجلسة الثانية وهي الجلسة التي تقترح المداخلات التي وردت باللغات الأجنبية لاسلمة الإنجليزية والفرنسية إذن أحيط الكلمة للدكتور حراك الحسن ففضلوا أستاذ الكلمة نعم إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أشكر المعهد المركز الديموقراطي العربي بألمانيا لتنظيم هذا المؤطن القيم كما أشكر مخبر تجم ونصوص بجامعة تجم بجامعة أهران الأولى وعلى رأسه الأستاذ الدكتور تهامي ويسام الذي أعطاها أن هذه الفرصة ومشاركة في هذه المؤطنة بطلع أسين الجلسة الثانية نذكر أنني تخرجت في نفس الجامعة التي تخرج فيها الأستاذ دكتور تهامي ويسام بإسبانيا وجه الجامعة برسلونة المستقدة أعطونا برسلونة إذن أذكر كذلك أنني لم أرى هذه الفرصة للقاء ثانية بالأستاذ أنني لم أره منذ ما يقبع على عقدين من الثاني إذن شكرا لكم جميعا إذن فنستهل الجلسة الثانية في البداية أحيي المتدخل الأستاذ الذين قدموا مداخلتهم الأولى في الجلسة الأولى كانت كلها مداخلت مقيمة ووفيدة إلى رجل كبيرة جدا وكلنا نتفق على ما تتركوا لي في مداخلتهم أما الثانية الثانية إن شاء الله فنستهلها بمداخلة كأستاذ تهمي ويسام وهي بعنوان لسيتيتاج أوتوماتيك إطاق اليو نذكر أن زمن مداخلة لا يتعدى عسى دقائق فقط لذلك المرضي منكم الاتزام وشكرا تفضل أستاذ ويسام نشكرا إن شاء الله شكرا لأستاذ حراك حسن على هذا التقديم مداخلتي هي تخص السطرجة الآلية ويواقع السطرجة الآلية في العالم أولا وقبل تقول مواشرة في موضوع المداخلة والتي ستكون باللغة الفرنسية سنقوم بتعليف ما هي السطرجة سيكوال السطرج كيسه كه سيطرج سيطرج سيطرخ 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 المغال characteristic يقدم مظم الخاصة arrives في الخليج romance 沒有 مشuta более جديد الوحصول على الص Goddess من البداية من أنفسها الخاصة من سيما هذا اليقين تجاداع Aubي ن مشاركة ساعتمرة التصليف تلك من أحنا اللعبية لخدرتاعة كما كون العقص موظمه نحن sell اللaculaveis الإخ Five وهو من المنوانات de la traduction audiovisuelle en général et dans le marché du sous-titrage en particulier, on retrouve trois types ou trois processus ou trois procédés de sous-titrage. On retrouve le sous-titrage humain, ce que j'appelle moi personnellement le bio-sous-titrage, le sous-titrage semi-automatique et ce que j'appelle un sous-titrage hybride et un sous-titrage automatique, donc il est totalement fait par la machine. On va commencer par le premier processus, à savoir le processus de sous-titrage humain, le bio-sous-titrage. Il faut distinguer trois étapes essentielles dans le processus d'intégration manuelle de sous-titrage. Premièrement, le repérage. Deuxièmement, la synchronisation ou ce qu'on appelle le calage et la simulation. Le repérage, par définition, c'est l'étape précédant la traduction des textes et qui consiste au relevé des points d'entrée et de sortie de chaque dialogue. Tout cela se fait à l'aide d'un time code, ce qu'on appelle un time code. Ces points sont présentés sous la forme de TC-IN, ça veut dire indiquant le début du sous-titrage et TC-OUT indiquant la fin du sous-titre. C'est l'écart entre ces deux valeurs qui définit la durée du sous-titre. En théorie, chaque sous-titre a une durée d'affichage comprise entre une à cinq secondes. S'ils s'enchaînent, les sous-titres sont espacés les uns et les autres d'au moins quatre à six images. Cette étape est souvent effectuée par un technicien, donc ce n'est pas le travail du traducteur, quoique, on va voir, certains traducteurs sont de plus en plus nombreux à faire leur opérage. Il est généralement fait par un menteur ou un assistant menteur. La deuxième étape, ce qu'on appelle la synchronisation, c'est l'étape la plus longue et la plus exigeante du travail de sous-titrage, car elle consiste à harmoniser les sous-titres au dialogue oraux et à gérer leur affichage à l'écran. Les sous-titres doivent s'adapter à la capacité de lecture du cerveau. Ça veut dire qu'il y a une certaine capacité pour le cerveau de lire ces sous-titres. C'est pour cela et sur cette base que les caractéristiques sont normalisées. Donc, il y a des normes pour faire ou pour mettre des sous-titres, avec d'une part le nombre de caractères par seconde, ce qu'on appelle les CPS, et d'autre part le nombre de caractères par ligne, ce qu'on appelle les CPL. Pour incruster les sous-titres, il importe de savoir que les CPS intègrent les caractères espace et ponctuation inclus. selon la langue, parce qu'on va voir que cette théorie et ces règles plutôt de normalisation diffèrent d'une langue à une autre, le nombre de caractères à lire par seconde varie. Le français et l'anglais, par exemple, tolèrent une moyenne de 13 CPC avec une marge d'affichage de plus ou moins de CPC. Les CPL, quant à eux, sont à la norme la plus contraignante et ne tolèrent pas plus de 35 caractères par ligne. Donc, on ne doit pas retrouver plus de 35 caractères par ligne. De même ici, une image ne doit pas comporter plus de deux lignes sous-titrées. En l'occurrence, une ligne de texte unique sera positionnée sur la ligne du bas. L'intégration peut se faire directement dans un logiciel de montage, comme Première Pro, par exemple, c'est un logiciel de montage, et Final Cut ou encore bien un fichier SRT à part. Donc, soit on le met directement dans le fichier, soit on le met séparément dans un fichier, ce qu'on appelle les fichiers SRT, qui sera par la suite intégré à la vidéo. La simulation, dans la phase de simulation, le traducteur, c'est l'étape finale. Donc, le traducteur visionne les sous-titres. S'ils sont dans un fichier SRT, il va les visionner à part. S'ils sont dans la même vidéo, il va les visionner conjointement avec la vidéo. Le traducteur visionne les sous-titres dans l'ordre où ils apparaissent sur l'écran, parce qu'il y a un ordre chronologique, avec un technicien, ce qu'on appelle un simulateur, et on présente parfois du réalisateur. L'objectif étant de vérifier l'enchaînement adéquat des sous-titres, l'absence de toute erreur de traduction, et la disposition typographique ou du repérage. Maintenant, une fois qu'on a vu ce sous-titrage bio ou un sous-titrage humain, on va passer au sous-titrage semi-automatique, ou ce qu'on appelle le sous-titrage hybride. Hybride parce qu'il inclut d'une part l'intervention humaine et d'autre part l'intervention de la machine. La traduction semi-automatique, traduction connue comme assistée par ordinateur, la TAO, est l'ensemble des programmes et outils informatiques susceptibles d'aider le traducteur et le rédacteur à la fois dans ses recherches dans la constitution de ressources et lors du processus de traduction. Dans le cas séant, c'est-à-dire dans le cas actuel, le sous-titrage semi-automatique consiste en l'usage d'un ensemble de logiciels dans les phases de repérage, surtout une mise en forme, tandis que la traduction est confiée à un traducteur humain. On voit donc qu'il y a une intervention hybride. La première phase, elle est faite par la machine, la deuxième, elle est confiée à l'homme. Les éditeurs de sous-titrage sont en général des logiciels destinés à être superposés et synchronisés avec une vidéo et sont utilisés dans le repérage, la mise en forme ou la prévisualisation de la vidéo en temps réel. Troisième type de sous-titrage, ce qui nous concerne le plus, c'est le sous-titrage automatique. Donc, le sous-titrage automatique repose sur deux domaines appliqués. Premièrement, la reconnaissance vocale. Deuxièmement, la traduction automatique neuronale. La reconnaissance vocale ou reconnaissance automatique de la parole, Automatic Speech Recognition, est une technique informatique qui permet d'analyser un mot ou une phrase captée au moyen d'un microphone pour la transcrire sous la forme d'un texte exploitable par une machine. Considérée comme une alternative à la saisie sur clavier, donc c'est une alternative, au lieu de taper sur un clavier, on fait appel à la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale est un sous-domaine interdisciplinaire de la linguistique informatique. Son fonctionnement consiste à recevoir un signal sonore, l'analyser, puis le décoder en le comparant à un modèle de parole constitué de mots et de prononciation. Toutes ces opérations, ce processus, se déroulent en trois étapes principales qu'on va citer à continuation. Le premier, c'est la modélisation du signal. Donc, l'ordinateur capte le signal, le signal sonore, et le numérise sous forme de vecteurs acoustiques. La deuxième étape, la lecture du signal. L'ordinateur, via des calculs statistiques, déduit quel est le phonème le plus probable. Donc, il y a une étude statistique pour juger, la machine va juger, quel est le phonème le plus probable, le plus adéquat, le plus adéquat, pardon, avec notre traduction. En troisième phase, le choix du mot, l'ordinateur reconstruit un mot à partir de l'étape précédente et en comparant avec un lexique de base, choisit le mot le plus approprié selon la syntaxe de la phrase. Avant de nous plonger sur le sujet de la traduction automatique neuronale, il convient de garder à l'esprit que l'intelligence artificielle est en train de changer le monde. Et ça, c'est une vérité. L'apprentissage automatique, ce qu'on appelle aussi le machine learning, étant à la croisée de plusieurs disciplines à base essentiellement sur des approches mathématiques et statistiques qui offrent aux ordinateurs la capacité d'apprendre automatiquement de données et d'expériences antérieures. L'intelligence artificielle, une petite définition en règle générale, c'est l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Et là, j'insiste et je souligne de simuler. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas égale à l'intelligence humaine, mais elle essaie de simuler cette intelligence humaine via plusieurs processus. Dans l'apprentissage profond, qui est le deep learning, l'apprentissage profond est un sous-domaine de l'apprentissage machine qui repose sur le traitement par les ordinateurs de grandes quantités de données à l'aide de réseaux de neurones artificiels dans la structure imite celle du cerveau humain. Chaque fois, donc, à chaque fois, qu'est-ce qui fait le deep learning ? Chaque fois que les nouvelles informations sont intégrées dans la machine, les connexions existantes entre les neurones, les neurones artificiels qui sont en forme de couches sont susceptibles d'être modélisées et étendues, ce qui a pour effet de permettre au système d'apprendre les choses sans intervention humaine. Donc, la machine, elle apprend par elle-même. Elle fait un auto-apprentissage. C'est là toute la différence avec les systèmes statiques. Les systèmes statiques, pour un petit rappel, c'est des systèmes basés sur des statistiques, sur ce qu'on appelle des corpus bilingues. Mais là, la machine, dans tout ce qui est neuronal, la machine, elle apprend par elle-même. Et c'est là tout le progrès de cette technique de traduction. Donc, elle apprend de manière autonome tout en améliorant la qualité de ses prises de décisions et de ses prévisions. Donc, on a dit que le réseau de neurones de deep learning, il est différent du réseau de neurones simples parce que dans un réseau de neurones simples, on a une couche d'entrée, une couche de sortie et au milieu, une couche cachée. Par contre, dans le réseau de deep learning, on a une couche d'entrée, une couche de sortie et au milieu, on a des milliers de couches cachées. Et c'est là la force du deep learning comparé avec d'autres systèmes de traduction automatique. Contrairement à l'apprentissage automatique, machine learning, l'apprentissage profond, le deep learning, n'a pas besoin de données structurées vu qu'il fonctionne à partir d'une multitude de couches de réseaux neuronaux. On a dit une multitude de couches de réseaux neuronaux. C'est très important parce que la force de la machine, c'est dans ces réseaux de neurones qui combinent plusieurs algorithmes qui s'inspirent du cerveau humain. Donc, il y a une inspiration et une idée de comparer le cerveau humain au cerveau automatique, le deep learning. Mais les réseaux neuronaux du deep learning sont plus ou moins similaires à celles de l'être humain. La traduction automatique neuronale, Neural Machine Translation, on peut la définir comme son nom l'indique, est une technologie basée sur les réseaux de neurones artificiels. Elle permet de traduire en temps réel des millions d'unités de sens avec une précision proche parfois et dans certains domaines parce que dans d'autres domaines, ce n'est pas possible, mais dans certains domaines, surtout les domaines techniques, la précision est parfois proche de celle d'un être humain. Selon Thierry Poivaud et Marianne Roboul, l'approche neuronale a un énorme avantage sur l'approche statistique classique. Elle permet de considérer la phrase en entier d'un coup, ce qui évite la phrase hasardeuse d'assemblage des fragments et par deux traductions. La nouveauté principale est de procéder par une analyse contextuelle globale, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux d'analyse, le sens des mots sera représenté par leur entourage. Puis, les mots sont regroupés en ensembles plus larges sémantiquement homogènes, baptisés plongements de mots. L'avantage de cette technique est d'améliorer notamment la notion de contexte en prenant en compte non seulement le contexte du mot considéré, mais aussi celui des mots les plus proches sémantiquement, ce qui permet de mieux prendre en compte les mots rares, par exemple. La traduction automatique neuronale se distingue de la reconnaissance vocale par le fait, le simple fait que la traduction automatique neuronale est une traduction de l'écrit vers l'écrit, alors que la reconnaissance vocale, c'est une transition de l'audio vers l'écrit. Un exemple de sous-titrage automatique reconnaissance vocale sur plus traduction automatique neuronale permettez-moi d'essayer de partager un PowerPoint. Je vais voir comment le partager par là. je vais essayer de voir comment partager ce sujet. Je n'arrive pas à partager. Je ne peux pas Rapidement, rapidement. Je ne peux pas partager. On va passer en conclusion. J'aurais bien aimé présenter un système de traduction neuronale qui est en l'occurrence première pro. On voit les étapes de traduction automatique et les étapes de reconnaissance vocale et comment la machine arrive à assimiler les deux processus. Pour conclure, on va dire que les outils de traduction automatique neuronale sont peu coûteux, voire gratuits, comme ce Deeple, par exemple. Deeple, on a deux versions. On a un Deeple free et un Deeple beta et un Deeple payant. Il reste accessible à tout moment, garantie si vous voulez rendre rapidité et propose de nombreuses combisants linguistiques. de plus en plus les sociétés optent pour l'usage de la traduction automatique neuronale et c'est normal parce qu'elle offre une série d'avantages par rapport à la biotraduction, surtout par rapport au coût. La traduction automatique peut améliorer de manière considérable la productivité. Les moteurs de traduction neuronale apprennent de manière indépendante et s'avèrent parfois incapables de lire entre les lignes. Ça, c'est les inconvénients de ce système. La qualité de la traduction automatique peut être considérablement inférieure à celle de la traduction humaine dans certains domaines. Elle sera parfois incapable de lire entre les lignes, de mettre les éléments importants en exergue et de transmettre les détails et les nuances du texte original. Enfin, il est important de souligner que la traduction automatique neuronale requiert un travail dit de post-édition. Il faut souligner sur ça, la machine jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, nécessite toujours l'intervention humaine dans la phase qu'on appelle la post-production. Donc, choisir entre la traduction humaine ou la traduction automatique est une question d'équilibre entre les priorités. Donc, ça dépend quelle est notre priorité et le choix du produit de traduction qui répond le mieux aux besoins des clients. Lorsque la qualité, la fluidité et la nuance sont importantes, il est vraiment préférable de payer un tarif plus élevé pour une traduction humaine de haute qualité. Mais lorsque la rapidité et le prix ont la priorité sur tout le reste, la traduction automatique avec post-édition humaine peut être une bonne option. Il est toutefois important d'être conscient que les résultats seront différents. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir regardé à votre attention. Merci d'avoir regardé à votre attention. à votre attention. شكرا لستعدي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لستعدي الكريم. 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 س draining الدقي控. شكرا لستعدي الكريم. سماوية المفترين ولم ترى المفترين عن المنزل والمفترين بسجم رائعة المفترين هناك هناك مثل المفترين لفع المفترين واليانتكس فهي لجب مناسبة إلى در مختارين كمن الرجالين عندما تنميز إلي في دير مختارين ويمجيز الجاد ، إيام أن يؤمن قرارا في أنه سطح وضع or accurate translation AC when the engine suggests a good equivalent or functional equivalent. Going back to machine translation, the main aims of machine translation for CADA mentioned it. We use it either for assimilation or for dissemination. For assimilation, those users who want only to understand the foreign word or foreign expression and dissemination, it is peculiar to professional translators who use machine translation to help them or to undertake their task. Well, for neural machine translation, it is a new method that started in 2016 with Google Corporation. Instead of focusing on statistical probabilities as SMT, neural machine translation tends to imitate human brain in the analysis production process. In fact, it is related to deep learning, which is a revolutionary concept in neurology. And deep learning started in 2017 when Google's robot beaded the world champion of the Go game, the Japanese traditional game. Neural machine translation adopts an un-decoder architecture in its process. So the input is analyzed through RNN, the recurrent neural network, which are imitation of human neurons. Then there are thousands of layers of tabatas which are hidden. It tries to get the most appropriate translation with regard to the order of words suggested in the input. Guabo mentioned the main characteristics of neural machine translation. So first of all, the simultaneous management and analysis of data gives more reliable decision-making. The second one, deep learning systems are continuous, which means words, phrases, and sentences are analyzed and compared in a continuous space. Well, it is the opposite of statistical one, which proposes on the basis of probabilities of statistical probabilities. The third one, words are gradually identified and grouped together during analysis. And here we have the issue of context or the context considerations. However, Cohen in 2020 mentioned the maybe negative aspects of NMT. So first of all, it is too delicate when it comes to data and familiar with training conditions, which means the time of designing the program or the engine, which is called training condition. So if the designer forgets some words or expressions, the NMT will not suggest reliable or accurate outcomes. The second one, domain mismatches. Here we are talking about especially terminology and all what is related to specialized discourse. The third point, not efficient with rare words. And we have weak performance vis-à-vis noisy data. And by noisy data, we mean two things. Real-world noise, which are non-linguistic characters, or synthetic noise, the errors, technical errors related to the artificial stuff. Well, our study is focusing on legal dogless and turquess, which are expressions that are used together, two words or three words are used in the legal discourse. Like when you say null and void, la rinua vade, terms and conditions, give, devise, and bequeath. And it is frequently used in the English discourse. These doublets and triplets consist in words that may be synonyms, like when we say alter or change, cruel and complete, true and correct. or antonyms, like hairs and assigns, societies and solitaries, or cause and effect, relationship, soul and exclusive, by and between, or we say, force and effect. The main results of this study. First one, the first one, Yandex is slightly more accurate than reversal. So, out of 36 expressions, Yandex proved to be more accurate than reversal. Yandex, the hybrid system, achieved 23 accurate translations, while reversal got 21. They are too close, but when we see the ambiguous translations they suggested, we notice that the translation of Yandex can be understandable, unlike reversal ones, which were too strange and far from the real meaning. We will have some examples later. So, this is just to show the accuracy of terms. In blue, the Yandex accurate translations. Some examples of the accuracy of Yandex translations. So, when we take the phrase hairs and assigns, in reversal, alwarathatu wa ta'in. However, Yandex, alwarathatu wal mutanazil, which is more accurate. Undertake and agree, al-ittila'a bil-maham wal-mwafakati alayha, yandex ta'ahad wa ta'afat. New and novel, reversal, jadeedatun wa riwaya. Too ambiguous. However, in Yandex, jadeedatun wa mubtakara. Here, the opposite. Some examples of reversal accuracy. We have due and payable. mustahhaqqatun wa wajibat al-dafa, breaking and entering, iqtiham wa dhukul, for and during the period, bil-nisibati dil-fatrati wa etna'ila. The second result, Yandex tends to use one word when it is difficult to translate by equivalence. So, instead of giving something strange, like reversal, Yandex tries to suggest one word instead of doublets or triplets. Like this example, way, shape, and form. So, just one word in Arabic, al-shakl, breaking and entering, iqtiham, true and correct, sahir. The third result, there are similarities in the translation of frequent doublets, like force and effect, al-qwul ta'afir, good and sufficient, jadeedat wa ka'afiyah, part and partial, just later, just that. So, some expressions that we had similar outcomes because they are too used or frequent. Yes, thank you. Yes. Neural, the last one, neural machine translation is not, is still not able to deal with phraseology. So, this is the main finding or revelation of the study. NMT is no more reliable and accurate than SMT when it comes to legal phraseology. The advances promised by NMT do not reach the step that makes it trustworthy by professional translators and interpreters who use machine translation in their tasks. Hybrid systems prove to be more accurate when it comes to specialized discourse. So, as conclusion, the main finding is that neural machine translation is not yet able to go further in common language and translate specialized phraseology or legal one. Though the difference between the two systems is slight, one must say that SMT-NMT hybrid system is more accurate than NMT-1. The paper recommends further studies related to this issue, mainly NMT's efficiency in the translation of terminology, the main missed aspects of NMT in the domain of specialized language, technical considerations of NMT design, and the problem of phraseology. This is for further readings. Thank you so much. wa uhilu al-kalima ila al-saadhi al-kareem. Wa khazasi. Thank you very much, Professor Jafal. Okay, so you have drawn a, made a kind of comparative study between the neural machine translation and the hybrid system relying on the degree of accuracy. And you have found many, many, of course, we have concluded, we have found many conclusions related to the difference between these two systems. Okay, so they have also highlighted the question of the characteristics of the legal language in the English language in terms of the doublets and triplets. Okay, and of course, we really need to rely on the hybrid system if you want to do, to work on specialized discourses, like in the case of legal, doublets and triplets in the English language. Thank you very much. And now we move to the next, the presentation. Let's move on to the third edition. Thank you very much. And then we'll talk about the four and the two books and the three Thank you very much. Thank you very much, and thank you very much, too. And thank you very much for the good. Thank you. مجبسيًا أحاول أحاول إعطاء رحلة شخصية أحاول إجتماعي بسيطة شخصية سبب ، أحاول إجتماعي أحاول إجتماعي جداً، شكراً لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يجب أن تلقيق ماذا نحن الشركين حيث سنسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمسيطة تحتوي على تقديم التدخول على الدخولية وفيه يملكم تحديد التعليقات وفيها تحديد التعليقات توجد موزع ملكم على تقديم 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 على سيد العمليات على مستعدات التخليصية برسالة الرجوية من سجنة كبيران في منطقة التعليقية وقت طريق التعليقات مرحبا بفل في قبل مستودة إذا قلت بسراء بفل لأنه على سيارة التقديمة على المسابعات التركية في المترجمات، فهلاء أليس لديناك المطلقة أجدتك بالتأكيد المدرجة من الأطلاق لكن المدرجة، أجدتك بروية أخذ الخارج تقولون أن الأطلاق أتكيد أن الأطلاق للتعليمات أمام إلى أول دائمًا دائمًا نقطة على الأخذ تتحديث في التحديقية في مكتبات العامة كي ألعاً بعض الأخارات المرتبة في هذه الأنهارية، دهماً، والسيطاني، وهو العروب، وبدأت معاً أولاً، فيما علمها المتقدسة ومتقدم المتقدسة في التالي أكثر من قبل كما تنبقى في الحديد هذه الأنغرية ترتديم مع تالي وثمانيات التالية ومتقل على التالية اليوم. اليوم, Google Translate Revesto dont a parlé Dr. Jufel à l'instant, DeepL, Bing et Word Translator, les deux derniers étant proposés par Microsoft. Mais face aux résultats mitigés faits d'imprécisions et d'erreurs de traduction, les spécialistes de l'époque prévoyaient la faillite des tentatives de réalisation pratique de la TA, préconisant d'introduire le facteur humain dans l'opération traduisante sous forme de traduction humaine assistée par ordinateur plutôt qu'une traduction entièrement automatisée, davantage dans les textes littéraires que dans ceux dits techniques, sans suivre une période de développement technologique qui permit la création de systèmes de TAO, de traduction assistée par ordinateur, en associant activement l'utilisateur à la machine au cours du processus de traduction. Les systèmes de TAO tirent partie non seulement des avantages de l'homme, mais également de ceux de la machine. parmi les logiciels de TAO les plus performants, on peut citer Cistron, on peut citer Spanam ou encore Métal. Cistron. 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 D'accord. La traductique, les quatre types de traduction qu'on a su mentionner sont le fondement des cours de traductique. Traductique, c'est-à-dire, c'est formé à partir de traduction et d'informatique. C'est des cours de plus en plus répandus dans les instituts de traduction et d'interprétariat dans le monde entier, à commencer par ceux de Montréal. On sait tous que le Canada est toujours précurseur dans le domaine de la traduction et de l'interprétariat. ceux de Mons, Genève, mais aussi en Algérie. Par exemple, ce module est enseigné à l'Université de Mouroud M'Amri de Tiziouzou. Parfois, il est associé au module de localisation. Le but principal de ce cours est d'initier les étudiants aux logiciels de traduction et de les familiariser avec les technologies émergentes dans le monde d'outils d'aide à la traduction, tels que les correcteurs, les mémoires de traduction, les logiciels de dictée vocale et ceux de terminologie. car en associant activement l'utilisateur à la machine, au cours du processus de traduction, les systèmes de TAO tirent parti non seulement des avantages de l'homme, mais également ceux de la machine. Maintenant, on vient au coeur du travail, c'est-à-dire la traduction automatique neuronale. Elle opéra un virage important par le développement des modèles statistiques, créant la TAS, la traduction automatique statistique, mais depuis une décennie, de nouveaux horizons s'ouvrent au monde de la traduction grâce aux évolutions technologiques touchant notamment des applications de l'intelligence artificielle, IA, dont nombre d'activités et d'emplois touchant les êtres humains. Maintenant, la naissance de la TAN. Donc, on assiste depuis 2012 environ à l'arrivée d'une méthode entièrement basée sur l'apprentissage machine et l'utilisation des réseaux neuronaux. Cette technologie basée sur les réseaux de neurones artificiels et s'inspirant du fonctionnement cérébral, établi traduction automatique neuronal, en anglais, Neural Machine Translation, NMT. L'avènement effectif de la TAN, ce fut en 2016. Cela représente un bond en avant considérable dans l'univers de la traduction. D'ailleurs, les études publiées sur l'évaluation de la TAN neuronale ces dernières années montrent globalement une progression de la qualité des textes traduits par rapport à la TAN statistique. En dépit de la courte existence de la TAN, cette dernière séduit de plus en plus de professionnels grâce à plus de précisions et de fiabilité dans le choix des traductions, notamment et surtout dans les textes scientifiques, technologiques, communication internationale, documents administratifs, manuels d'instruction et tout autre texte à tendance répétitive. En revanche, les domaines de spécialité tels que la traduction littéraire ou l'adaptation publicitaire, de même que tout ce qui est nouveau, rare ou inédit, demeure la chasse gardée des traducteurs humains, du moins pour l'heure actuelle. Maintenant, le mode de fonctionnement de la TAN, à l'instar du système de la TA et de la TAS, le système de traduction neuronale repose sur l'emploi du corpus. Il comporte un encodeur et un décodeur qui sont composés de réseaux neuronaux. Ils sont régis par l'intelligence artificielle et entre la technologie du deep learning qui a été précédemment cité, ou apprentissage profond. Concrètement, cela revient à alimenter la machine avec un très grand nombre, un gros volume de données de qualité, des mots, des segments de phrases, des textes déjà traduits, afin d'améliorer la fiabilité et la finesse des résultats. Il y a forcément des... 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 D'accord. Il y a des problèmes dans la chasse. Oui. D'accord. C'est bon? Chocolat. C'est bon? Je continue, monsieur le président? Oui, je vais continuer. J'étais aux avantages et aux désavantages de la TAN. Donc, les principaux avantages sont sans contexte, le gain de temps, le gain d'argent. Car en effet, un bon moteur de traduction automatique offre une vitesse d'exécution et une productivité nettement supérieure à celle de l'être humain et permet l'obtention des résultats très fiables. Le gain de temps lors de l'exécution de la tâche de traduction par le logiciel de traduction automatique engendre donc un autre gain de temps lors de la post-édition. si le travail est bien fait, la révision du traducteur humain sera plus courte. Mais force est de constater que cette rapidité et cette fiabilité a un coût. Car en effet, le calcul des réseaux neuronaux nécessaire à la TAN est un système très énergivore car il consomme à peu près 10 000 fois plus qu'un cerveau humain. Maintenant, l'exemple que j'ai choisi pour la TAN, c'est le système Cistron qui a déjà été cité ce matin. toutes les sociétés faisant partie de la GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, etc. ont proposé des logiciels de traduction TAN. D'autres éditeurs plus modestes, on a Google, Translate, celui de Google, on a Skype, Translate, celui de Microsoft, on a Deeple Pro qui a été cité par le professeur Touhemi tout à l'heure, Deeple qui est free, qui est gratuit, Deeple Pro qui est payant car adressé aux professionnels. On a aussi SDL Translate qui a proposé la TAN 2.0. Il existe même des opérateurs spécialisés à l'instar de Cistron. Cistron, c'est une société à la base californienne qui a été fondée en 1968 par Peter Thomas. Elle est passée sous pavillon français, puis aujourd'hui, elle est devenue société coréenne, la Corée du Sud. Elle développe des logiciels de TA et de TAN et met à disposition de ses clients des services de traduction par secteur d'activité et c'est ce qui est plus important que le reste. C'est-à-dire, elle peut proposer une traduction générique, générale, elle peut ensuite proposer une traduction spécialisée au domaine. La première version du logiciel Pure Neural Machine Translation qui a été proposée par Cistron, c'est un logiciel très avancé qui a été créé en 2016 et qui offre une traduction d'une qualité inégalée jusqu'à présent. Donc, j'arrive directement à la conclusion. Les inconvénients, pour citer les inconvénients, vous avez une minute. D'accord. Donc, nul doute qu'avec le progrès de l'intelligence artificielle et l'essor des nouvelles technologies qui bouleversent le monde actuellement, la traduction continuera à changer le visage. Après la TA, la TAO, la TAS et la TAN, demain, verra assurément apparaître d'autres logiciels de traduction plus performants les uns que les autres. Mais, les traducteurs professionnels ont vaincu dans un concours qui a été organisé en Corée, du Sud, un programme de traduction neuronale composé de Google Translate, Cistron, et Papago. Aussi performante qu'elle soit, aucune machine, à mon avis, ne pourra voir ce que l'âme humaine peut voir, le nom dit le plus abstrait, l'ironie la plus sournoise, l'humour le plus cynique. cette machine aura encore, si ce n'est toujours, besoin de l'homme. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Bonni. Je M. le Président. Drianne Waijaq عربic language processing and machine translation language deficit or user stagnation so thank you very much please go ahead أستاذ فضيل عباد نعم أستاذ فضيل عباد للمداخلة الثالثة في الزيزة الثانية أستاذ إذا لن تكون أستاذ حاضرة ننتقل للمداخلة التي تليها مداخلة الثالثة you إذان عبدأ للمداخلة الثالثة المداخلة باللغة التنظر لصاحبها الأستاذ دكتور حاج أول إسماعيل من جامعة أحمد بن بلدك ويبعنوان لتحدك سيطر ماتيك أنت ريطراتي ويكمنكسي شكرا سيد الرئيس سلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسمعوني سيد الرئيس لا أسمعكم جيدا تفضل أنا قريبا منك جيدا أنا بمدينة أحفير الحدود تفضل أسمعك جيدا شكرا سيد الرئيس نحن نشبعه على كل حال شكرا في البداية نحن هنا من أجل التقريب والتقريب شكرا شكرا سيد الرئيس بارك الله تفضل في البداية أود أن أتقدم بشكر خالص إلى كل من ساهمة في تنظيم وإنجاح هذا المؤتمر الدولي الهام حول الترجمة الآلية العصبية وتحديات الذكاء الاصطناعي وأخص بالذكر أستاذنا أستاذنا الدكتور تهاني ويسام والأستاذة فرقاني جازيا والإخوة في المعهد الديمقراطي الألماني أود في البداية أن أتحدث عن شيء ما يراودني من خلال المداخلات وهو راودني نوع من الخوف عندما نتحدث عن الترجمة الآلية والمستقبلها والمستقبلها والمستقبل المترجم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة. إيجانية التعدادية من استطعذ بتتعلقể دقيقة puisque les recherches dans ce domaine ont commencé dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Réservée dans un premier temps au monde militaire, la traduction automatique devait garantir la compréhension et éventuellement la rédaction d'un texte rédigé dans un langue non maîtrisée par le langue literate. Donc, la question que je pose au début de mon intervention, pourquoi avoir besoin de la traduction automatique ? Donc, les grosses entreprises ont pris conscience depuis un certain nombre d'années que la transmission de l'information mutilengue demande une terminologie normalisée et cohérente dans toutes les langues utilisées. En effet, la TA peut répondre à des besoins spécifiques et bien cernés. Ceux-ci sont généralement épartis en quatre types, la diffusion, l'assimilation, les échanges et l'accès de type base de données. Les besoins de l'évolution du domaine de la traduction au niveau mondial qui justifient l'utilisation de l'ordinateur de manière générale, ce qui tient notre avis, au niveau des points suivants, l'industrie traductive qui a généré une quantité consistante de textes à traduire, nombreux sont les documents qui sont très techniques et assez laborieux à traduire, et les entreprises exigent maintenant toujours davantage de textes traduits dans des délais de plus en plus près. Donc, la question de savoir si la machine va remplacer l'humain ne s'oppose donc plus en ces termes maintenant, nous pensons donc qu'il s'agit davantage ici de trouver un juste équilibre entre traduction purement humaine et traduction machine, une évolution qu'on ne peut pas lier à envoyer le marché mondial de la traduction. Donc, qualité et confiance, deux concepts clés en traduction. La confiance est un fil conducteur qui organise et conditionne la pratique de la traduction, que ce soit humaine ou bien automatique, sans elle, pas de marché, pas de traducteur qui dure, pas de texte efficace. Donc, tout le monde sait qu'un traducteur des textes pragmatiques peut difficilement survivre sans se tenir au courant de l'actualité et sans entretenir un minimum de bagage culturel. Pourtant, face à une contradiction entre ce qu'il sait et ce qu'il doit traduire, son jugement sera comme suspendu et il pourrait se laisser traduire n'importe quel idiotie. Il dit aussi ici, c'est-à-dire le problème, c'est la sacralisation de la fonction de l'auteur du texte source. Les auteurs du texte de départ sont, et je dis texte de départ ici, et non pas texte source, parce qu'on verra tout le temps que l'originalité à travers la traduction automatique a disparu un petit peu, surtout dans les institutions comme les organisations mondiales, etc. Donc, avoir confiance en soi, c'est aussi ne pas accorder une confiance absolue aux autres. Le manque de confiance en soi est responsable de deux problèmes stylistiques classiques, le mot à mot et la sous-traduction. Pourquoi a-t-on tendance à produire en traduction un calque du texte original, par démission devant le réel ? C'est trop compliqué pour moi, alors que je mets des mots sans chercher à comprendre, c'est ce que nous appelons une attitude théologique. Le concept de confiance en traduction se situe dans le vécu du contexte traductif. Nous pensons que sous la confiance réflexive ou réciproque se décide quelque chose de bien plus décisif, c'est la détermination de l'autorité dans le domaine traductif. La question de confiance en traduction, c'est finalement qui décide. Si c'est l'autorité représenté par le texte de départ, le traducteur aura raison de laisser intactes ses erreurs et ses inactitudes. Et c'est le demandeur, même lorsque celui-ci n'a aucune compétence pour juger la validité d'un choix, le traducteur n'aura qu'à courber la tête devant le traitement fait à son texte en avant de la traduction. Par ailleurs, une traduction de bonne qualité est totalement automatique, relève de la science-fiction ou du moins rester du domaine du virtuel et se rende compte que l'intervention humaine, déjà qualifiée de pré-édition et de post-édition, restera toujours indispensable. La production d'une traduction de qualité à l'aide de la traduction automatique ne peut se faire sans intervention humaine. Cependant, la révision est un processus qui s'applique aussi aux traductions effectuées par les traducteurs. On peut donc envisager d'utiliser la traduction automatique pour produire des traductions publiables, mais il est évident que ce choix est aussi dépendant du domaine dans lequel on traduit. J'insiste ici, c'est le domaine technique. L'éthique du traduire vis-à-vis de la traduction automatique. Notre approche éthique par rapport à la traduction automatique est ancrée dans l'aspect de confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui gère de facto la qualité du produit traductif. Quelles seraient donc les limites des systèmes de traduction automatique ? Les fonctions de veille, des changes d'informations par courrier électronique ou des dictionnaires bases de données linguistiques sont faciles à mettre en œuvre avec un système de traduction en ligne ou un système installé sur un ordinateur personnel. Dans ce contexte, il est évident que pour obtenir une traduction de haute qualité, l'outil de traduction automatique doit être intégré dans un environnement plus diversifié et faire partie d'un flux de production déterminé. Sur le plan de la compréhension, la lecture analytique du texte source serait de nature différente dans la post-édition comparativement à la bio-traduction qui semble impliquer une compréhension plus avant-vendue du texte source. Cette approche éthique se suit également entre deux concepts, la réitération et la communication dans le domaine de la traduction automatique. Je dirais que la traduction automatique vise alors à enlever de l'original toute caractéristique culturelle, tout en l'organisant sous forme d'un codage, une manière de neutraliser le texte de départ pour qu'il soit apte à être traduit une deuxième fois. Cette fois, par plusieurs traducteurs, chacun dans sa langue-ci. Et ce, simultanément. On pourrait dire qu'il n'y a plus d'original, sinon le produit de la première transformation. Et ici, Antoine Epine a bien déterminé ça en disant que maintenant, dans la traduction automatique, on ne parle pas de texte original ou de texte source, mais on parle de start texte, c'est-à-dire texte de départ. Ça, c'est très important, parce que les textes issus ou générés par la traduction automatique perdent leur originalité. Dans ce sens, la critique. Maintenant, on ira sur un autre plan qui est la critique traductive. Maintenant, comment faire de la critique ? Dans ce sens, la critique traductive demeure très relative, puisque le texte original perd son statut et se reconvertit en texte de départ. Sur le plan de l'enseignement académique aussi, dans la traduction, l'industrie traductive influence cependant la manière d'enseigner la traduction, qui cesse dès lors d'être une réflexion sur le langage pour devenir un rouage pour le futur du marché de l'emploi auquel les étudiants auront à s'intégrer. Un autre point qui est très important et qui fait défaut aussi, c'est le sens dans le vécu de l'événement. Dans le but de consolider notre vision émotionnelle du traduit qui demeure attachée à la biotraduction, nous citerons dans ce contexte la distinction que Jacques Derrida soulève entre l'événement et la machine par rapport à la traduction. Donc, au premier, c'est-à-dire l'événement, il attribue le sensible, l'esthétique et l'organique. Pourquoi organique ? Parce qu'il n'y a pas de pensée de l'événement, semble-t-il, sans une sensibilité, sans un effecte esthétique et quelques présomptions d'organicité vivante. Ça, c'est le propos de Derrida. Or, il continue, il dit, la machine vouée à la répétition serait destinée à reproduire impassiblement, insensiblement, sans organes ni organicités, l'ordre reçu. En état d'anestiser, elle obéirait ou commanderait sans affect, mais auto-affection, un automate indifférent et un programme calculable. L'automaticité de la machine et l'organique n'est pas la spontanéité qu'on traite au niveau organique. Cependant, la qualité et l'organique de la machine à traduire est pleinement démontrée lors des transferts des termes d'ordre culturel, lesquels le traducteur humain tente de leur attribuer un affect particulier, plus précisément dans la communication interculturelle entre les peuples. On peut résumer ça et dire, le problème dans le contexte culturel, l'attraction à l'époque de sa reproductibilité technique, c'est l'impossibilité de toute dissonance entre les cultures. Il n'y a pas de dissonance entre les cultures. Maintenant, sur le plan de la réitération du contenu, des théoriciens dans la traduction de Kant, Jean-René L'Admiral poursuivre que la traduction pragmatique et raisonnement civiliste, au sens où c'est la logique de la langue et du public d'arrivée qui prime, alors qu'un logiciel, puisqu'il transpose le code, ne peut se déployer que dans une logique sourcière. Il fonctionnera dans la réitération, alors que la biotraduction fonctionne dans la communication. Ça, c'est mon titre, c'est-à-dire la traduction automatique fonctionne dans la réitération, elle est sourcière, alors que la biotraduction fonctionne dans la communication, elle est civiliste. Un autre problème qui est le problème de l'implicite, c'est-à-dire la portée idéologique des textes pragmatiques, enjante le recours à des stratégies traductives comme ajout, suppression, il n'y a pas un face-à-face entre deux langues, mais une relation triangulaire entre la langue de départ, la langue d'arrivée et le réel auquel va être réiféré notre traduction. J'irai sur un autre point qui est un risque de décentrement. L'exemple que je vais donner maintenant, il est important, c'est un exemple tiré d'un journal, emprunter un texte de l'avion sur l'extrême droite en Europe, démontre bien la recomposition des unités de chance dans un texte. L'exemple est en anglais, je vais le dire, je vais le lire, pardon. In the United Kingdom, there were more than 50,000 attacks over the past decade. Finland, France, Germany, Italy, the Netherlands and other countries have also reported alarming increases in violence against foreigners. Bon, rien de plus simple en apparence que de traduire une suite de mots dont chacun de nous est connu. Rien de plus risqué en réalité. Il faut en effet se demander comment cette liste a été reconstituée, la liste des pays. Ici, elle est alphabétique, ce qui signifie que l'auteur n'a pas voulu faire ressortir de gradation entre les éléments. Le temps, je pense que j'ai passé un petit peu de temps, j'irai à la conclusion. J'irai à la conclusion. Donc, la traduction automatique est certes impossible. Elle est, elle aussi, mais elle existe. Elle fonctionne dans certains cas précis et bien délimité. Qui peut y aller, elle progresse. La traduction assistée par ordinateur, quant à elle, oblige certains, certes les traducteurs à penser à rebours de leurs aptitudes, mais elle s'impose de plus en plus. Reste à la maîtriser. De ce quoi, toutes deux sont productrices d'une demande. Aucune des deux ne va donc tuer la traduction humaine. Parce que le secteur économique est avant tout fait de diversité. On en revient donc au problème cardinal de tout traducteur professionnel, celui du positionnement. Il faut choisir quel traducteur on veut être et se donner les moindres en conséquence. Donc, en conclusion, il faut instaurer un juste équilibre dynamique entre le machinisme et donc notamment les outils de l'industrie des langues. Et ce qui lui échappe, nous sommes ainsi de plein pied avec les évolutions du marché et en même temps conscients de cette part non mécanisable et même non linguistique qui définit la traduction de aujourd'hui encore. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Et merci beaucoup à vous, à la prochaine fois, à l'école des amis, à l'école des amis, à l'école des amis, à l'école des pays. Merci beaucoup, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 we send after it a network request to make translation. And then we wait until the request is successfully resolved using what is called an observer. So this is a video of the app. so for the improving the application first of all the application currently makes use of We started to implement the artificial intelligence رحياeman رäus силь levelية المن Look uh we also aim at providing for who uses the ability to choose a strategy of the translation between domestication and foreignization for the case of domestication we aspire to use a natural language processing the nlp by using the ipa of each user to recognize the country he is connected from and we will use also the cookies and the data collected for users of each country based on previous results to figure out their ideology, religion, politics and adapt the translation, our translation to it. We aim as well with a recognition tool for profanity censored and explicit words so it will appear for users in the translation section in red those words that's a button for a phimism tool will appear for users who previously chose the domestication strategy the aphimism primary task is to remove and replace these words and phrases with aphisms in conclusion لقد قسمنا مستوى لأننا نكشي تسلق ندرد مجرم ومعطار نجل وهو مقارنة ليس قرب 50 مبيت وهو تقرير مجرم وغير 5 مغرب وهو تقرير مجرم ويمكنز إليه وتقرير مجرم ومتبع جميع هدوات تتخذ في الوصول الأسنان المترجمات المترجمات هي حدوث عامل المترجمات تتخذ في العام لمدة 2 حقيقة في مقاعدة تفعل لدينا نقوم بشكل مقاعدة نحن سأكون متشفى لحديث تشترك ونحن نتعلم فاستحقا لنجحن التفضيل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 لأغراض نانسي قنقر 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 إن الملاحظة في ترجمة كل هذه المواقع سأحاول بإجازة إن الملاحظة في ترجمة كل هذه المواقع هو تقارب عملية النقل إلى اللغة العربية مع تسجيل ضعف في الأسلوب وعدم اتساقهم في التركيب فالنتائج علم تكون مرضية البتة خاصة على مستوى التركيب والدلالة التي يمكن تحديدها ضمن مشكلات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع اللغة العربية لقد أظهرت هذه المواقع المجانية لبساً دلالياً على مستوى البنية والتركيب بالإضافة إلى تسجيل ركاكة في أسلوب بناء الجملة العربية المنقولة ونقصد بذلك الوظيفة النحوية ثم نضيفه ولاحظة أساسية سجلناها ألا وهي مسألة ضبط المصطلحات المتدولة فكل هذه القرامج آلية المذكورة لم تعتمد على المقابلات في ترجماتها مثل اسم السلالة الجديدة التي ظهرت في الهند بـ 16, 17 أو ما تعرفه بالسلالة الهندية ويطلقوا على هذا المصطلح أيضاً بالتحور بحيث قامت هذه المواقع بنقل المصطلح بالبادي طارة بالمتغيرة طارة أخرى وغيرها من السياغ والعبارات التي تفتقر إلى الدقة وفقاً للعربية وطبيعتها بناء على ما سلفهم من نتائج والتحليل لترجمات هذه الموقع المجانية نستنتج بأن النقل إلى اللغات العربية ليس إلا ضرباً من ضرب ممارسة الترجمة الدلالية التي تهتم بتأثير الإجمالي للنصي والمعنى العام دون تركيز على التفاصيل وغالباً ما تستبعي هذه الترجمات مراجعة بشرية لتلتقي إلى نتاج عالي جودة وهذا ما يفتح باب الأبحاث الترجماتية على مسرعية بغيتها مواصلة التفكير في بناء في بناء بنية تحسين أداء هذه البرامج والتطبيقات ودعمها للغة العربية من زاوية البرمجة والتصميم والتطوير والبناء خاصة إذا تولى زمام هذه الأبحاث أهل الترجمة وروادها نمر إلى النقطة الأخيرة من هذه المدخلة ويا سيد مونير حفواً يبدو أن الوقت يداهمنا نعم سأحاول نعم 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 من هذه المدخلة ويطمثل في مقاربة تعليمية للترجماتية في الأطوار الجامعية اعتمدنا على اعتمدنا على الأدوات الترجمية الترجمية التي والدتها الترجمية وهذا ما تطرغي لهم وبدو أن نترك للمارك وغير نصف به توكير ودابور كمانسي بالتعرف وليفنكشي ويوكشي السماعود ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 واللغوث المزيدونية والأسجاب قد ملى المقابلات تحقيق على تغيير التجارات واللغوث المزيدونية إستقبل التجارات والتي جيدة The first study as well was conducted by Beatriz Arias-Martin in which she has suggested seven parameters upon which translation quality is studied. These parameters are, as summarized here, the practical adequacy, clarity in the content exposition, stylistic adequacy, identical equivalence from the source text to the target text, معرفت قطعت مرادة وصمامتقع ورامبالي مشاهدة معرفت قطعت تانيق لفعل على تماسلية المتصورة على المتحدث عن البعض نحن دائما في هذا القرص نحن ساعدة قطعة القطعة في سبيل المنزلزة for example, the e-commerce website has studied here not is not giving much attention to the translation quality because of the second reposition that translation has in this matter because the main objective of these websites is to sell to sell their products and not to focus on on the quality of translation فShe's why I'm going to try to present some examples taken from the website in question which is aliexpress, the e-commerce website and you can see here this is the main interface of aliexpress website in the first one it's the English version in the second one it's العربية. We can see that the main interface has been kept in terms of colors, in terms of the main appearance, everything is in its place. And what's good about it is that the categories were aligned because of the differences between English and Arabic. We know that English is written from the left to the right, and Arabic is the opposite. And however, we can see that there are some mistakes. For example, if we take a look at the slogan, smarter shopping, better living. It was translated, التسوق أكتر دك وأفضل المعيشة, which is a word-for-word, meaningless sentence. And it's clear that the translation was done by a machine, and it wasn't reviewed by humans. Because here, the translation of this slogan, which is something important to keep the appellative, the appellative function, as Katharina Rice calls, is distorted. And the rhythm, as well, is distorted. So instead, the translation could be تسوق أدكا معيشة أرقا. This translation can be better, and I believe it keeps both the rhythm and the aesthetics. Another remark is about the advertisement about kitchen appliances. It says here, a kitchen to be proud of. In Arabic, مطبخون تفخارين به. So we noticed that the Arabic translation says that this kitchen is only for women. So a man doesn't have the right to be proud of a kitchen, which is not the case of men chefs in this case. So this translation distorts what's called, or it goes under what is called rationalization and clarification. And it says what the original one didn't say. So for example, we can say here, مطبخون يفتخار به. Just for the sake of keeping the neutral aspect of that slogan. Next, we can see here, we can see, or there is another observation about the categories on the left. They are translated, but there is this end, which is in English or in Latin language, despite the fact that they were translated into Arabic, but end was kept in English. In the following one, we see this menu, sell on AliExpress. So all the website was translated, but this menu wasn't. I hypothesized that it wasn't translated because this website consists on selling and not buying. And this menu is for people who want to sell their products on or for AliExpress. Another remark is about the currency, which is used here in Arabic. it's the DZD, but when we look at the items, we see DA, so there is no unity here. There is no unity. Another remark is about when we go to categories, I have just chosen this category, which is about women's fashion, and when we take a look at the compound now, we see that the translation was badly done and the compound now weren't translated accurately because of the non alignment of the words. But for example, here we see a strawberry dress and here it's Al-Farawila Fustan Al-Mar'ar, which is a meaningless sentence. So the last one, which is the bottom menu and the conditions and the policy of use of the website. it wasn't translated at all. And I think that localizing such places like the policy and the conditions is very important, especially for people who are monolingual and cannot understand information in another language. So to conclude with, we say that the localization of AliExpress was effective and adequate to some extent, with the clear content as it conveys the message as a whole, by using an acceptable and understood language. Also the website was partially translated as some categories haven't been fully translated and the bottom menus have not been translated at all. The translated parts quality and accuracy were acceptable in most zones, but still compound nouns in almost all categories have been poorly translated and the Arabic language's writing direction was not respected, which is an important cultural dimension that should be paid attention to. And sorry, the partial localization and translation of the website can be explained by the nature of the website and its main objective, which is selling. That's why they didn't pay attention or they didn't focus a lot on this, on this aspect of translation quality, because the most important aspect is to, to sell. That's why the focus was only on the critical zones that users are going to use, are going to take a look at more frequently. And I think that's all for, for my topic. and thank you for your attention and thank you for all the presence. Thank you. yes. i'm Shksha i'm Shksha he's Shksha teleq o i'm nd wi ev va أيضاً شرائح ضوائية فبالتالي أعتقد أن الفكرة من بحثك قد وصلت تماماً إلى أستاذة الزملاء والمشاركين نعود الآن إلى المداخلة التي حالت المشكلة التقنية بيننا وبين الاستماع إليها وهي الأستاذ إسماعيل حمليلي بعنوان إسهامات الذكاء الاصطناعي في الترجمة الآلية من خلال تطبيقات الهواتف الذكية لست أدر إن كان يسمعنا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله أستاذ إسماعيل بما أنك كنت قد قطعت شوطاً في مداخرتك ثم حدثت المشكلة التقنية فأرجو لو اختصرت بقدر المستطاع تفضل معك الميكروفون سأحاول فقط مشاركتني نعم نرى شاشتك الآن تفضل تفضل بارك الله بادئاً بيدل أفريد تشكر للمركز الديمقراطي العربي بردن أممانيا ومخبر الترجمة أنه أن شكراً أعوذراً من فضلك نعم ألمرجو عند الضغط على اختيار شاشة اللواحات وشكراً لا يبدو أن الشريحة لم تعرض بعض نحن نرى شاشتك لكن لا نرى الشريحة لا تظهر شريحة نحن يبدو أننا نراها على اليمين في الأسفل لكن يعني إذا فتحتها لست أدري في أي صيغة هي أعتقد لو أنها في صيغة PDF ربما يكون أسهل تحميلها ربما تفتح الـ Powerpoint أولاً وأعمل أفغير من Powerpoint وبعدها أعمل برطاجي لك على Powerpoint أسهل صحيح برطاجي لك برطاجي لك نعم الآن يبدو أننا نرى شريحة فلتتفضل بسم الله موسيقى أنه شريحة موسيقى وموسيقى أنه كانت التطور التكنولوجي الهائل أسهل في إدمجة إصطناعية في تطوير الترجمة الآنية وفي ذن العدد الهائل للغة في العالم وثقافتها الخاصة فنحن بحاجة إذا وسينا فعالة قوية وسريعة لجعلهم لهؤلاء البشر يتواصلون فيما بينهم ولتحقيق ذلك لا يوجد أفضل من الترجمة الآنية لأذى هذه المهمة ومن هنا كانت حاجة المسا لموجود الترجمة الآنية لما يتأتي لها الكبير وأهمية القصوى في كسر حواجز اللغة وتنسي عملية التواصل والاندماج بين الثقافات وبالتالي ازداد استخدام الترجمة العالية والتي هي عملية مبوسط لها استعمال برامج الأضيوط أو الهواتف الذكية من خلال مواقع وتطبيقات الترجمة بضع من الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يعتمد على نمادج تعلم العميق لتقديم ترجمات أكتر دقة وجوده لأن لها تحكي البشرية ترجمة البشرية فما مدى إسلامات التكائد الاصطناعي في الترجمة الآن ومن خلال الضوء على تطبيقات الهواتف الذكية وفي سعينا من أجل دراسة إشكالي وإثراء البحث تناولنا الدراسة التطبيقية باستعمال خدمة الترجمة في السياق التي يتوفر عليها تطبيق حيث قمنا بترجمة أينا من المصطلحات باللغة الإنجليزية من أربع مجالات مختلفة إلى اللغة العربية مع التطبيق للترجمة الوالدة في التعليق والتحليق وفي أخير الخروج بجملة من التفسيات مدرجة في خاتمة البحث الترجمة الآنية هي مصطلح يدل باختصار على ترجمة الفورية لنصف من اللغة المصدر إلى اللغة المستهدفة استخدام تقنية التقنية وقد شهد العالم في الأعوام الآخرة مزيدا من الإقبال عن الترجمة الأنية لا سيما أننا أصبحنا نراها أكثر دلقة نتيجة استخدام هذه التقنيات وبتطويرها نبدأ بالترجمة الإحصائية في الترجمة الإحصائية إن هذا النجل الإحصائي يتم إنشاء نموذج تنائي اللغة حيث تتم محادث كلمات والإبارات كأساس لنموذج الترجمة الكلمة بكلمة وعبرة بعبارة ومن ثم إعطاء جملة من اللغة المصدر تقوم الترجمة الآلية الإحصائية بالبحث في الترجمة وانخلات جميع زمن اللغوية المستهدفة إلى أن تجد ترجمة واحدة أكثر ملاءة لهذا السببب يؤدي بناء نصوص بلغتين عالية جودة أمرا ضروريا لنجاح الترجمة الآلية الإحصائية ولتحقيق نوعية جيدة للترجمة حيث يعتمد نجاح إحصائي على أدد كذير من المستندة المترجمة اللغة معينة يعني كلما زاد أعدادها كلما كانت أجول وتليها في تطور الترجمة الآلية الترجمة الآلية العصبية وتعتمد الترجمة الآلية العصبية على الشبكات العصبية في طريقة عملها بحيث تستخدم من أجلنا نموذج الترجمة الآلية وتكمل الفائدة في ذلك في أنه يمكن تدريب نظام واحد على النص الأصلي فعلى عكس نظام الترجمة التقنيدي القائمة الكلمات والذي يتكون من العديد من الوحدات الفرعية الصغيرة التي ضبطها بشكل مفاصل تعمل الترجمة الآلية العصبونية على ميناء وتدريب شبكة عصبية واحدة كبيرة تقوم بقراءة نص بكامل وإخراج ترجمة أكثر ثقة وأقرب لروح اللغة المنوذج كسؤال هل تحول الترجمة الآلية يظهر على الترجمة العصبية أفضل هل تحول الترجمة العصبية ما الترجمة العصبية الإحصائية رغم النجاح الترجمة الآلية الإحصائية بعض الشيء في تدور الترجمة العصبية إلا أنه أوجه قصور الترجمة العصبية العصبية ظل يلازمون حيث أنها تترجم فقط كلمات في سياق ضد كلمات قبل وبعد كلمة المترجمة ويمكن القول أن الترجمة المعتمدة عليهم ممكن للجومة الصغيرة والكلمات المفردة ولكنها لا تعمل بشكل جيد مع المنصوص كبير حيث تفاوت ترجمة من نص الأخر أو من لغة المترجمة والمترجمة والتعامل مع المترجمة العصبية ومترجم لذلك فإن استبدال هذه التقنية بتقنية الترجمة العصبونية أصباح ضرورة بشكل متزيد خاصة التطور التقني الكبير لذلك شركات مثل Facebook أعلنت انتمدها على الترجمة العصبونية بشكل كلي كما أطلقت شركة Amazon نموذجها ومترجم ومترجم العصبونية بدايات العام الماضي أفضل عن شركات أخرى مثل Microsoft و لا أعرض إلى الذكاء الاصطناحي كتعريف مختصر فهو فرع من فروح المحاسب يتعلم ويتعامل مع محاكة السوق الذكي في أجهزة الكمبيوتر أو برنامج قادر على الإحساس والتفكير والتصرف وكذلك التكييف لنرجم قليلا إلى تاريخ الذكاء الاصطناعي حتى لا نطيب فبداية الذكاء الاصطناعي كانت من خمسينيات القرن الماضي بعد الحرب العالمية الثانية ومحاولة لتشفيق الرسائل الروسية وتطور الذكاء الاصطناعي التدريجية إلى أن وصل إلى الروبوطات الأسكالية يجب أن جميع القدورات التي ستجدها في تطبيق الذكاء الاصطناعي هي عبارة عن معلومات تم إدخلها بشكل دقيع مسبقا من المصمم وبعد ذلك وضعها في استراتيجيات وخواريزميات معينة حتى تستطيع تحليل المعلومات المدخلة سابقا والتعامل معها بشكل سريع وطبيعي عندما توضع في وظيفة محل الإنسان بعد المفرورات المنزمة للذكاء الاصطناعي كالتعلم الآلي أو التعلم التنقائي أو ماشين لوني وأحد فروع الذكاء الاصطناعي التي تهتم بتصميم وتطوير خواريزميات وتقنيات تسمح لأجهزة الحاسب الآلي بإمتلاك خاصية التعلم والتطبيقات البرمجية تصبح أكثر دقة في تنبؤ النتائج دون القيام ببرمجتها بشكل صحيح نعرج إلى التعلم الذقيق أو وهو شكل من الأشكال الذكاء الاصطناعي مستمت من التعلم الآلي يرتكز على مجموعة من الخوارزمية تشمل عدة تقنيات في الشبكات العصبية الاصطناعية والتي تحاكي الخلايا العصبية كشتبس استوحد الشبكات العصبية الاصطناعية مبدأها من خلال طريقة عمل الدماغ البشر فهي تتكون من عدة خلايا عصبية استناعية مرتبطة ببعضها البعض فكلما زاد عددها كلما كانت الشبكة أعمى نعرج إلى البيانات الدخمة نعرف مسترح البيانات الدخمة بأنه عبارة عن المجموعة الكبيرة والمتنوعة من العلومات التي تنمو بشكل متزايد ويتضمن ذلك التزايد حجمها وسرعتها بالإضافة إلى مقدار تزايدها وحتى تنورها وتعدد أشكالها باختصار البيانات الدخمة تنموز إلى البيانات التي يخزنها العالم كل يوم والفرض الواحد يعتبر يوميا مصنعا للبيانات يعني من وجه فإننا موظفون لدى الشركات العملاقة ولكن بصفة مجانية لأننا نستعمل اليوتيوب نستعمل الفيسبوك نستعمل فكل وهذه تساعد في إضافة البيانات نعرج الدكاء الإصطناعي وتطبيقات الترجمة وتطبيقات الترجمة لهوتك الذكية يتطور الدكاء الإصطناعي بوتيرة سريعة جداً فبعد استخدامه في مختلف قطعة التكنولوجيا بات الدكاء معياراً جديداً لهوتك الذكية ويدعمها لتجاوز مفهومها السابق بأنها فقط وسائل اتصالية وتصبح أول منصة حوسبة متنقلة ومن شكل التطورات في مجال الذكاء الإصطناعي وتعلم الآلي أن تمكن خوارزمية من مراقبة طريقة استخدام الناس الأجزاء واستخدام تلك قلبين أخي أستاذ إسماعيل يبدو أن الوقت يضاهمنا لديك من دقيقة إلى دقيقتين حتى تنهي المداخل شكراً 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 وحاولنا اختيام مجموعة المسترحلة للور الإنجليزية من عدة مجالات مخالفة الاقتصالي الثقافي والسياسي هذا المثال عن عمل التطبيقية كالتضح من هذه الدراسة التطبيقية أن موقع يعتبر واحد من موقع الترجمة التي دعستها في وقت الحالي لإحتوائه على عدة خدمات تخدم معلم اللغات والمترجمين على حد سوا ومن بيئة الخدمات سنحاول التعريج بسرعة إلى الخاتمة وفي الأخير وفرق الهواتي الذكية بيئة ملائمة لعمل الذكاء الاصطناعي في الولوج بقوة إلى ميدان الترجمة الألية وإحدى الطفرة في جودة دقة وسرعة الترجمة والتي تقترب شيئاً فشيئاً من مستوى الترجمة البشر ويرجع الفضل في هذا إلى نمجج تعلوم العالمية حيث أصبحت الترجمة العصابيين متبنات من طرف أغلب تطبيقات وموقع الترجمة والآن وبفضل التجاري الإصطناعي للترجمة الألية أصبحت عملية التواصل فيما بين الشعوب بمختلف ثقافتهم عملية آنية مسميرة وفعالة حيث سلمت في القضاء الحواج اللغوية التي تعيق أن نتعرف نتفتح ونتقبل ثقافة بعضنا كل واحد وشكراً جزيلاً وعوداً من الإطار شكراً جزيلاً لك أستاذ إسماعيل وشكراً للزملاء الأفاضل والزميلات الفضليات الذين شاركوا بمداخلات رصينة وقيمة وأنا أعتذر شخصياً عن المقاطعات ودلت لو لم أقاطعكم لكن الوقت للأسف يعني هو سيف على رقابنا جميعاً بمواصلة الاستمتاع بمداخلاتكم لكن عزائنا يبقى هو الاطلاع على هذه البحوث الرصينة في شكل بحوث منشورة قريباً إن شاء الله شكراً جزيلاً لكم وأعيد الكلمة الآن إلى إدارة المؤتمر إلى الدكتور سوفيان ننتقل للجولة الرابعة الجلسة الرابعة مباشرةً نعم دكتور يبدو أننا سننتقل مباشرةً معكم الكلمة أستاذ الدكتور علي حسين عبد المجيد تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير على الزملاء وزميلات جميعاً طال الانتظار طبعاً وأنا أثمن كثيراً الباحث الذي يود أن يطرح كل كلمة كتبها من البحث للجهد الذي بذله قيلة الفترة قبل إنعقاد المؤتمر فيسعى جاهداً إلى طرح البحث بحذافيره ولكن من الأجدى والأجدى أن نعتمد على ما سينشر إن شاء الله نقرأه بهدوء ونستطلع من بحثهم القيمة المعلومات التي عرضت علينا تحياتي وسلامي إلى في بداية الأمر إلى اللجنة المنظمة وبدءاً من الأستاذ رئيس المؤتمر المحترم الزميل الدكتور التوهامي وإلى الزميل الأستاذ عمار شرعان مدير المركز وإلى اللجنة التحضيرية في رئاسة المجد المجتهدة الزميلة الأخرى أحلام حال أحلام وسعيها الحتيث لإنجاح هذا المؤتمر وإلى جميع الزملاء الحاضرين معنا ومن خلف الكواليس التقنيات والفنيين جميعهم وأهلاً وسهلاً بكم مجدداً سأنتقل مباشرة إلى الجلسة الرابعة ونبدأها إن شاء الله وأتمنى أن تكون ختامها من ميز ختام المؤتمر في الجلسة الرابعة إن شاء الله ونبدأ مع الأستاذ عبدالجليل حسين محفوظ موجود إن شاء الله نعم موجود نعم أهلاً وسهلاً أستاذ عبدالجليل حسين محفوظ عضو هيئة التدريس في جامعة سبهة كلية التربية أوباري ليبيا المحور البحث معايير الجودة في الترجمة الآلية وعنوان المداخلة استعمال ترجمة البوغل وسيلة لإخراج تراجم أكثر دقة في وقت أسرع تجيع أم تحذير يقارن الباحث أود أن أقدم النبدة بسيطة عن ما سيطحه الزميل يقارن الباحث في هذه الدراسة بين الرأي المشجع على استعمال ترجمة جوجل والرأي المحذر منه ولا يكون ذلك إلا بالبحث عن الخلفيات الذاتية التي بنى عليها كل رأي تصوره وعن تلك الاستنتاجات والملاحظات التي شكلت له ذلك الرأي إما من واقع تجاربهم الشخصية أو من آراء وأفكار أخر والسؤال المطروح في هذه الدراسة يعني مشكلة الباحث هي ما هي مميزات استعمال ترجمة جوجل وما هي عيوبها فليتفضل مشكوراً وأهلاً وسهلاً وكذلك أشكر مخبر الترجمة بجامعة وهران واحد بالجزائر الشقيقة والبحث كما تفضلتم هو استعمال ترجمة جوجل في إخراج تراجم أكثر دقة في وقت أسرع تحذير تشجيع أم تحذير لكن قبل ذلك دعوني فقط أقوم بمشاركة المادة في المادة نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذه الورقة بعنوان استعمال ترجمة جوجل وصلة لإخراج تراجم أكثر دقة وفي وقت أسرع تشجيع أم تحذير جراسة الترجمة من الإنجليزي إلى العرب رغم أنني جمعت كل عناصر البحث هذه الورقة لكنني نظر لضيء الوقت ونظر الاقتصاد سوف نحاول أن نبدأ مباشرة بالبحث نبدأ أولاً بالقسم أولاً تعريف الترجمة تعريف ترجمة جوجل ترجمة جوجل الأنجليزية هي جوجل ترانسليت هي خدمة الإلكترونية مجانية من جوجل لترجمة المكتوبات من لسان آخر سواء كان الشكل مكتوباً أو سواء كان الشكل مكتوب كليمة جملة أو نصاً من آية إلى مبادة يُعرف اليوم لأن ترجمة الآلية العصبية تعتبر هذه الخدمة على قاعدة البيانات التي يحفظ المعلومات المتقلة في موابع جوجل فتطابق هذه الخدمة ما يتم وضعه في مربع الترجمة مع معلومات المحفوظة في قاعدة بيانات جوجل لتخرج ترجمة فورية تقال الأصلي أستاذ عبد الجليل عفواً مشكلة بالصوت أعتقد التزامن بين الصوت والصورة تأثر على الإرسال أعتقد الإرسال يتأثر تزامن بين الصوت والصورة نعم موجود نعم نعم موجود أعيد المشاركة فقط نعم نعم أعيد المشاركة فقط نعم 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 حيث تم إطلاق الأرض لأول مرة في برديل عام 2006 ويقوم الآن أكثر من 580 متخدم يومياً في جميع أنحاء العالم ويوضم 103 ألف أما عن منهجية الترجمة فطريقة ترجمة تقول كالتالي يكتب والنص المرادة جمته لسان آخر في مربع يسع حتى خمسة حرف فإن كان يعرف لسان النص المصدر المراد ترجمته فإنه يعدده من خلال القائمة وإن كان لا يعرف لسان النص فإن خدمة توفر له في القائمة التعرف تلقائية على اللغة أي على اللسان يتم تعرف على النص ثم ينبئك على اللسان الذي تم رصده ثم يقوم المستعمل باختيار لسان الهاتف تضع لسان الهاتف طال عبدالجليل طال عبدالجليل طال عبدالجليل نعم أنا لا أدري هل المشكلة من المصدر أم مني طال عبدالجليل عفوا لو لو تكرمت يعني بإمكانك يعني تسعد الخلاصة أو تسعد البحث لحضرتك أسهل للوصول أسهل للوصول لأن هل ستتزامن حاليا تزامن بين الصوت والصورة يؤثر على الإصلاح يعني القول كان سفاقده نحن الصورة فاقدها والصوت فقدنا ولو تكرمت فقط الصوت أبا سمحت أبقى على فوت فقط نعم بالصوت أحسن أوضح الصوت أوضح ومفهوم جدا يعني نطق حضرتك للحروف فاضح جدا لجميع بدون استخدام العرض يعني هذا رأي رأي الأول وآخر لحضرتك لحظة لحظة دكتور بسم الله الرحمن الرحيم توقفت عند طريقة الترجمة وكما قلت فإن يقول الترجمان العربي المشهور موفق فائق توفيق لإحدى لقاءاته التلفزيونية حول ترجمة جوجل يقول إن هذه الترجمة تتم عن طريق الترجمة الآلية بترجمة كلمات أو ترجمة دلالية فمن حيث ترجمة الكلمات المفردة فإن جوجل يبحث في قاعدة بياناته عن مفردات متطابقة ويعطيها لك أما في الترجمة الدلالية فهي أكثر تعقيدا حيث يحاول جوجل أن يجد عبارة مثلا أو مقطعا كاملا فيه شيء من التدفق الطبيعي والانسيابية للمعنى من خلال المتطابقات التي يبحث عنها داخل قاعدة البيانات ويقول الدكتور صومر لاد في نفس المقالة التي ذكرتها قبل قليل في صحيفة The Independent يقول أعلنت جوجل في نوفمبر من عام 2016 عن الانتقال إلى الترجمة الآلية العصابية Neural Machine Translation التي جعلت الخدمة تترجم جملا كاملة في وقت واحد وباستعمال أوسع من المصادر اللسانية المستعملة في الترجمة وهذا قد ساعد في إخراج تراجم أكثر دقة من خلال ترجمة السياق الكامل بدلا من مجرد جمل بشكل مفرد وقد تم تطوير هذه الترجمة الآلية العصابية إلى الترجمة الآلية العصابية العميقة Deep Neural Machine Translation وهي كما يقول موقع أومنيسيان أنها تقنية جليدة تعتمل على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وهي امتداد لترجمة الآلية العصابية وكلاهما يستعملان شبكة عصابية صناعية كبيرة ويختلفان في أن الترجمة الآلية العصابية العميقة تتعامل مع شبكة من طبقات عصابية متعددة بدلا من طبقة واحدة والنتيجة كما يقول الموقع أنها تعتبر أفضل جودة لترجمة آلية تم الترجمة تم التجربتها على الإطلاق ننتقل إلى القسم الثالث الصعوبات وقد جمعت هذه الصعوبات في النقاط الثلاثة التالية أولا جوجل ليس ترجمانا والنقطة الثانية غياب عنصر ضبط الجودة والعنصر الثالث الإفراط والتفريط في الحكم على ترجمة جوجل أولا جوجل ليس ترجمانا من الصعوبات التي تواجه ترجمة جوجل وتنعكس بشكل سلبي على مستعمليه هو أن ترجمة جوجل ليست بشرا يتمتع بتلك القدرات الذهنية والإبداعية واللسانية والإدراكية التي تمتع بها البشر من بني آدم وبالتالي فإن ترجمة جوجل تعتمل فقط على كمية البيانات المحفوظة في قاعدة بياناته ونعود للترجمان موفق فاير توفيق حيث يقول والمشكلة هنا تكمن في توقعات نحن المستخدمون ربما بسبب القدرات الهائلة لجوجل وخاصة في محركات البحث وما يعطيه لنا من أجهبة سريعة جدا ومعلومات جعلتنا نتصور أن قدرته على الترجمة بنفس المستوى وهنا مكمن الخطأ طبعا لأنه كما يقوم به لأن ما يقوم به جوجل هو استنادا إلى مبدأ الخوارزميات التي أخذت بما يسمى بنظام الحلول الحسابية الاختيار والتسلسل والتقرار حيث يبحث جوجل في هذه المتطابقات وثالثا غياب عنصر ضبط الجودة وتعد الجودة في الترجمة من أهم شروطها وآكد وأمورها بأنها تتعلق بالمخرج الذي إما أن يكون جيدا أو سلبيا فعند الترجمان لا يمكن اعتقاده أن ترجمته قد وصلت إلى منتهاها وأنه قد نقل كل ألفاظ النص الأصلي إلى الترجمة حتى يراجعه ويحرره فينبغي عليه أن لا يستعجل إلى تسليم الترجمة كما هي بل عليه وجوبا أن يراجعها وهدف الترجمة هو تقييم الترجمة من حيث الصحة في نقل الألفاظ والسلامة في كتابة الترجمة من حيث التأكل من دقة المعاني وصحتها والبراعة في عرض الفكرة العامة للترجمة ومراجعة مستوى التناسب في توالي أفكار ومواقف وفقارات الترجمة ومراعاة أسس الكتابة الإبداعية للترجمة وهذا للأسف قد لا نجده بشكل أجود في جوجل أما الفرع الثالث من الصعوبات فهو الإفراط والتفريط في الحكم على ترجمة جوجل كما يجب عليه أن يقوم الإفراط والتفريط عادة في عفوا الإفراط والتفريط في الحكم على ترجمة جوجل عادة ما يقع الناس في تكوين آرائهم إلى ضدين إما تفريط أو إفراط فالتفريط أن يرى بعض الناس أن ترجمة جوجل ترجمة غير صحيحة ولا دقيقة وبالتالي ينبغي تجاهلها وعدم استعمالها كليا والقسم الثاني في الرأي الأول هذا الرأي الذي يعتقد أن ترجمة جوجل ترجمة غير صحيحة يعتقد أن ما تضعه في مربع الترجمة سيظهر لك ترجمة سيئة رقيكة ولا ينبغي الالتفات إليها نهائيا وقد بينت هذا الأمر في القسم الأول من هذا البحث لكن الذي يهمني منه في هذا القسم هو أنه من الصعوبات التي تواجهنا في ترجمة جوجل هي عدم مقدرتنا على توصيل أن الحكم العام على جوجل ينبغي أن لا يكون بهذا التصرع والتعميم بل بطرح هذين الرأيين وهذا الطرح يحتاج إلى بحث أفصح ونظر أبعد حتى توضع كل الاحتمالات والظنيات في مواضعها وتناقش بشكل من العلم والمعرفة أما إطلاق ذلكما الحكمين يعد إما تفريطاً في الاستفارة من هذه الخدمة وصيد فوائدها وقط في ثمارها وإما إفراطاً في استعمالها والإطمنان إليها وهذا بلا شيء طامة كبرى بل هي أم الطوام ننتقل إلى الفرع القسم الثالث الصعوبات والاستراتيجيات ونبدأ بالاستراتيجية الأولى وهي مراحل استعمال ترجمة جوجل لمراحل استعمال ترجمة جوجل تمر ترجمة جوجل بالمراحل التالية أولاً كتابة النص المراد ترجمته أو نسخه أو نسخه في ملف وورد قراءة النص قراءة سرية وفهمه جيداً ومن ثم تقسيمه إلى مقاطع قصيرة نسخ كل مقطع واحداً بعد واحد ونسخه في موقع ترجمة جوجل نسخ الترجمة ونسخها تحت كل مقطع مباشرة في وورد إلى أن يترجم النص كاملاً قراءة المقطع والترجمة ثم تحرير أو تعديل ما يحتاج إلى تغيير أو كتابة حتى تظهر الترجمة كأنها ترجمته وأحياناً قد لا تحتاج الترجمة إلى تغيير أو تعديل إذا كانت الترجمة صحيحة وتنال إعجاب الذي قام بترجمتها هذا من الناحية العملية التي يجب على الترجمان أن يسلكها في استعمال ترجمات جوجل كذلك بعد أن يقوم بالترجمة وبعد أن يرتب الترجمة مع النص يقوم بحثف النص الأصلي تماماً من مالف برنامج وورد مع الانتباه أن لا يفقد النص جزءاً منه ثم يقرأ النص مرة أخرى مع إعادة سياغته بأسلوبك كما يقول الدكتور محمد عناني المصري نقلاً عن أحد تلامذته الترجمة أن تفهم النص فتقتب الترجمة بحيث لا يشم منها رائحة لسان المصدر الفرع الثالث كذلك تحدثت فيه عن كيف نخرج ترجمة صحيحة وبدون أغلاق ولكن هذا نتركه ربما له علاقة بالقسم الذي ذكرته سابقاً وننتقل إلى القسم الرابع وهي أبرز التحديات أبرز التحديات التي تواجه جوجل هو ما لمسناه أخيراً في أن بعض مكاتب الترجمة للأسف الشديد تقوم باستعمال ترجمة جوجل في بعض الألف التي لا يوجد لها تراجمة مثل اللسان الإيطالي أو اللسان الإسباني فبعضهم قد يضطر إلى ترجمة وثيقة أو يريد أن يسافر مثلاً إلى هذه الدول ولا يجد ترجماناً فيلجأ إلى مكاتب الترجمة ولأن مكاتب الترجمة ليس لها تراجمة مختصون في هذه الألثن فيقومون باستعمال ترجمة جوجل بديلاً عن الترجمان وهذا للأسف كما ذكرته في قصة نشرتها في الورقة وإن شاء الله يمكن أن يطلع عليها في الكتاب بإذن الله تعالى أقول خلاصة لتلك القصة أقول ولأنني مدرب للترجمة فكثيراً ما ننصح المقتدئين في الترجمة بأن يتجنبوا ترجمة الوثائق المهمة كالطبية والقانونية والعلمية والدينية التي يترتب عليها أخطاء كارثية واقعية قد لا يحمل عقبها قضائياً أو صحياً أو علمياً أو دينياً إلى أن يتمكنوا من الترجمة فما بالك إن كان الترجمان الذي يترجم ذلك عالياً وهنا يأتي دور الحكومات وأجزة الرقابة في الدول لمتابعة ومراقبة مكاتب الترجمة ومعرفة جودة عملها من عدمها حتى لا يقع بعض الناس فيها فريسة لعدم علمهم باللسان المترجم إليه كذلك استعمال الترجمة في البحث العلمي يما غير المؤسسات العلمية وخاصة التي تهتم بالدراسات العليا والمؤسسات البحثية أن تنبه روادها ومنتسبيها على الاستعمال المنضبط لترجمة جوجل وذلك بأن يبان لهم الطريقة الأمثل لاستعماله والاستفادة منه لما يوفره من وقت وجهد في بهم نصوص أخرى مكتوبة بلسان غير لسانهم أو لا يتقنوا وأن لا يركنوا إلى الصادين على الاستفادة من هذا الباب الذي ما فتح إلا ليستفاد منه أي ما استفاده في البحث عن المعرفة والعلوم بشتى مجالاتها ومختلف صورها كذلك التحدي الثالث هو أخلاقيات مستعملي ترجمة جوجل ولأن هذا الجزء المهم اسمحوا لي أن أقراهه كاملا باختصار لأنه قصير كذلك ومن آكد التحديات في ترجمة جوجل هو أن نقنع مستعمليها على ضرورة الالتزام بالأمانة العلمية والخلق الكريم بأن يحرصوا على الأمانة العلمية وأن لا يغشوا الناس بهذا رغبة في التكسب أو لمصالح أخرى ولعل من الأمانة العلمية أن لا يترجم أي نص بترجمة جوجل خاصة إذا كان يترتب على الغلط فيه كوارثة توارث وفضائح قد لا يحمد عقباها وخاصة إذا كان يترتب على الغلط فيه كوارث وفضائح قد لا يحمد عقباها وتؤدي إلى اكتكاب جناح ومخالفات قانونية بل يكون الاقتصار في استعمالها للأغراض العامة التي لا يلقي الخطأ فيها بنا إلى التهلكة كذا من باب الأمانة العلمية وإن كان لابد من استعمال ترجمة جوجل أو يكون مسموحا به أن نذكر أن الترجمة تمت باستعمال جوجل بيانا لمن ترجم له وإبراء للذمة وأمل أن فرض الله سبحانه وتعالى من خلال هذا العمل الخاتمة إن ترجمة جوجل تعد من نعم الله الظاهرة علينا بأن هيأ لنا أسباب استعمالها والاستفادة منها ومن خلال ما قدمته في البحث فأني أشجع على استعماله وبشدة لما يوفره لنا من وقت وجهد ومال ولكنني في الوقت نفسه أحذر من ظلم الناس بهذا بحيث يستعمله من ذهبت أخلاقه في مكاتب الترجمة أو مكاتب البحث وغيرها ليظلوا بها الناس بغير حق وأؤكد على أن استعمال جوجل في الترجمة في ذلك وسط بين التفريط والإفراط فلا ينبغي التفريط فيه لكون ثمة عيوب قد يراها البعض ولا ينبغي الإفراط فيه كون هذا البرنامج قد أصبح مرتطورا بشكل ربما يتفوق فيه حتى على التراجمة المبتدئين ومتعلمي الترجمة وهذا الأمر واقع قد لامسته من خلال دورات الترجمة وهذه الخدمة لا يستغني عنها الترجمان المبتدئ فضلا عن الترجمان المبرز إذ أن قاعدة بيانات جوجل تجعل ترجمته عفواً انتهيت آخر سطرين فقط آخر سطرين إن شاء الله إذ أن قاعدة بيانات جوجل تجعل ترجمته مواكبة لتطورات في المصطلحات الجديدة التي تظهر في كل المجالات العلمية والطبية والهندسية والثقافية والبيئية ونحوها وهذا ختام هذا العضو شاكرا لكم حسن استماعكم وحسن تفضلكم بالإنصات إلى هذه الورقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورأس الحكمة مخافة الله أحسنتم مستعد عبدالجليل نعم أنا أثني على ما جاء في توصياتك توصيات حضرتك في البحث بحث قيم مهم في هذا الوقت وقت الغياب البهنية غياب الأمانة في العمل وخصوصا العمل الترجمي بارك الله بيك وشكرا جزيلا على ما جاء في بحثكم المحترم أحسنتم نتوجه الآن إلى الباحثة الزميلة الأستاذة منار تركي لعنزي موجودة إن شاء الله أستاذة منار أهلا وسلم السلام عليكم أستاذة منار طالبة ماجستير ترجمة لغة فرنسية جامعة الأميرة النورة المملكة العربية السعودية محور البحث الترجمة السمعية البصرية والذكاء الاصطناعي عنوان المداخلة المقارنة بين السترجة البشرية والسترجة باستخدام الذكاء الاصطناعي موقع كاب وينغ نبدأ عن البحث الذي ستلقيه إن شاء الله إلينا تقارن الباحثة تقارن الباحثة كي نسترجة بشرية وأخرى عالية باستخدام الذكاء الصناعي عن طريق موقع كاب وينغ للرسوم المتحركة التي تحمل عنوان أنا السيدة الصغيرة الطيبة حيث ستركز المقارنة على عدة عناصر منها أسماء العلم التي تشمل أسماء الأشخاص والأماكن وأطباق الطعام والعنصر الديني والتعابير الاصطلاحية وأيضا التقافية ربما تتساعد لماذا ابتسمت مع أطباق الطعام عبر موعد الغداء في العراق ونحن ننتظر الجلسة الرابعة إن شاء الله أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السيدات والسادة الكرام والمستمعين الأفاضل يسعدني والشرف من تواجدي معكم في هذا المؤتمر بما أن الأستاذ علي تدرق إلى نبدأ عن البحث فأنا سأنتقل مباشرة حفاظنا على الوقت إلى النتائج فعذروني وفي حال نشر البحث بإمكانكم الاتطلاع عليه وقراءته شاكر لكم سأبدأ مباشرة في النتائج خلال هذا البحث استوردنا عدة نتائج أولا استنتجنا محدودية استخدام استرجاء في الذكاء الاصطناعي من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية ويمكن ترجيح الأمر بسبب عدم كفاءة البرنامج وأحتياجه إلى التطوير في قاعدة بياناته وهذا الأمر يجعلنا لا نحكم بشكل مطلق أو بشكل قاطع على عدم فعالية البرنامج للغات الأخرى التي قد تكون استرجع بها صحيحة مثل لغة الإنجليزية أو لغات أخرى ثانيا أثبت الذكاء الاصطناعي فعالية في مواضع أسماء العلم الشائعة فقط ثالثا أن الترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتطلب مراجعة المحتوى من قبل المترجم والتعديل عليها رابعا عدم إلمام المترجم بالثقافة الهدف قد ينتج عنه ترجمة مشابهة بالتي ينتجها الذكاء الاصطناعي في السترجمة خامسا وأخيرا من خلال الأمثلة تطرقنا لها في المقارنة استنتجنا أن الذكاء الاصطناعي في السترجمة ينتج عنه ثلاث حالات ترجمة في الحالة الأولى عدم ترجمة الجملة بشكل كامل أما في الحالة الثانية يدرد ترجمة مفردة أو مفردتين فقط على مستوى الجملة وفي الحالة الأخيرة إمكانية إدراج ترجمة كاملة ولكنها حرفية أو خاطئة شكرا لكم حسنا الاستماع دمتم بود بارك الله بيتش يعني فعلا مختصر جدا وواضح وأعتقد بحث تطبيقي عملي وهذا ما نشجع على طالبتنا دائما بالاتجاه نحو البقوة التطبيقية العملية لأنه حقيقة مع كرامي لجميع الطروحات الرائعة التي طرحت من خلال البحوث العلمية الرائعة لكنها كلها كنظير كنظير ونحن نبحث عن التطبيق عن العمل عن العمل الإنجاز نسعى جاهدين أن نكون مستقلين بعملنا وبإنجازاتنا كمطقة عربية وكعرب لنا خصوصيتنا لا أن نعمل في جهات أخرى تسل أبنائنا لمصالحها التجارية القصد فأتمنى أن تكون توجهات وحوث طلبتنا القادمة إن شاء الله والمتخصصين دراسات تطبيقية عمليين وهذا ما نسعى إليه جاهدين بارك الله بيجع نتوجه الآن إلى البحث الآخر للأستاذة أديبة أديبة بو خلقول أديبة بو خلقول موجودا نعم نعم أستاذة أديبة أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا الأستاذة أديبة بو خلقول لصنص في الترجمة عربي فرنسي إنجليزي ماستر في الترجمة التحريرية عربي إنجليزي بمعهد الترجمة أبو القاسم سعد الله بجزائر بجامعة الجزائر الثانية وحاليا طالب الدكتوراه تخصص عربي إنجليزي ميدان ترجمة العلوم والتكنولوجيا جامعة الجزائر الثانية المحور محور البحث الترجمة السمعية البصرية والذكاء الاصطناعي وعنوان المداخلة الترجمة الآلية العصبية والترجمة البشرية في مصفار السد رجب طبيع نبذ عن البحث تدور إشكالية هذا البحث حول الترجمة الآلية العصبية والترجمة البشرية وكيف نجعل من الترجمة الآلية العصبية لعامة فاعلة في إنتاجية وجودة استطراجة الطبية وتتناول الباحث في هذه الدراسة مقارنة بين استطراجة الآلية والبشرية فلتتفضل مشكورة أهلا وسهلا شكرا أستاذي الفادل رئيس الجلس على منح الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم أستاذي الأفاضل أود أن أتوجه بخالص الشكر والإمتنان لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر وكذا شكرا على قبول مداخلتي التي أود التنويه بأنني عدلت عنوانها الذي أصبح الترجمة الآلية العصبية والترجمة البشرية في مجال السطرجة سأحاول فقط الإختصار والذهاب كما قامت الأستاذة من قبلي سأحاول الذهاب بشرة إلى ذكر النتائج من خلال مخطط الدراسة سأعرض باختصار دراستي حيث حاولت أن أطرح بنية المنظومة اللغوية في بداية الأمر الخاصة بكل من الآلة العصبية للترجمة والعقل البشري من أجل معرفة مواطن ضعف وقوة كل منه منهما من خلال دراسة المسار الترجم لكل من الآلة العصبية والعقل البشري انتقلت بعدها إلى دراسة جودة الناتج الترجم لكل منهما من خلال اعتماد مسلسل دكتور هاوس ومقارنة ستراجاته التي قام بها قام بها مترجمون هيئة ترجمية وما يقابلها او قمت بترجمة ملفوظ الفيلم او المسلسل في محرك بينك لترجمة الالية العصبية المتاحة مجانا على الانترنت خلصت بعدها إلى نتائج الدراسة ثم ختمتها ب وصايا او توصيات عفوا اذا باختصار يشهد العالم تزايدا في سرعة وطير التطور جعلت من انسان يوم عجولا الاطلاع على كل ما هو جديد مستعينا في ذلك بأيسر الطرق وتعد الشاشة وان نشرها على أوسع نتاق ما لم تقترن بجهود خفية تتمثل أساسا في ترجمة لغة الشاشة والجهود المطلوب هنا في سبيل نشر المعلومات بعدة لغات بالتزامن مع بعضها البعض يعد تحديا هائلا وهذا ما جعل الباحثين يكثفون جهودهم لإيجاد سبول أيسر كانت ثمارتها الترجمة الآلية وعلى الرغم من أن التكنولوجية إلا أن الترجمة الآلية لا تنذرج ضمنها إلى يومنا الحالي وإن أثبتت فعاليتها في المجال التقني وهذا ما سنحاول معرفته في هذا البحث تساؤلات الدراسة هل تحاكي الترجمة الآلية العصبية حقا العقل البشري من حل البنية ما هو المسار المنتهش في كل من الترجمة الآلية العصبية والترجمة البشرية ما هي السبل الناجعة للاستفادة من الترجمة الآلية في مجال السطرجة الطبية هنا الجدول الذي ترونه هو مقارنة ما بين المنظومة اللغوية لكل من الترجمة الآلية العصبية والترجمة البشرية وكما ترون لكل لكل ملكة لكل ملكة لدى العقل البشري ما يقابله في بنية وهذا التشابه الكبير بينهما أساسه أن مطور الترجمة الآلية العصبية اعتمدوا أساسا على بنية المنظومة اللغوية في العقل البشري من أجل ابتكار وتطوير المنظومة اللغوية لدى الترجمة العصبية في مسار الترجمة لن أطل كثيرا لأن سبق وشرح الأستاذ سفيان جفال المسار إذن سأكتفي بذكر ما لم يذكر سابقا في مسار الترجمة الآلية هناك مسارين مسار محاكاة التفكير الإنساني ومحاكاة 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 البشري عيما بأن المسارين متداخلين بحيث أن مسار محاكاة التفكير الإنساني ما هو مبين الآن هنا في شكله هندسة التشفير وفك التشفير يعتمد على مدخل وهو ما نعرفه بجمع الكلمات التي تكتب على مستوى جوجل الذي يقوم يقوم المحرك بتشفيره إلى ناقلات ثم إعادة ثم فك تشفيره لنراه في الأخير في شكل مخرجات أو الترجمة النهائية التي نراها في جوجل وغيره من المحركات بينك في هذا المقام في حين محاكاة الأداء البشري هنا يتدخل مع محاكاة التفكير الإنساني في عملية التشفير بعد عملية التشفير هناك ما يسمى بآلية الانتباه وهي آلية حاولوا من خلالها تحسين آداء المحركات محركات العصبية من أجل حسن انتقاء المفردات في حال وجود تعدد الاختيارات من خلال هذه الألية بحيث تساعد هذه الألية المحرك على انتقاء أنسب مصطلح خلال السياق الوارد فيه هنا نطيل في مسار الترجمة البشرية لأنه سبق وتحدث عنه أساتيدة قبلي كما نعلم هنا حسب نيومارك فإن مسار الترجمة البشرية يعتمد على أربع مستويات مستوى النص وهو إدراك الدال مستوى المرجعية هو البحث عن المدلول في ذهن المترجم مستوى الاتساق وهو وضع المقابلات مستوى الطبيعية هو دمج تلك المقابلات مع بعضها البعض بحيث تعطينا نص قابل للفهم من خلال دراسة مصار كل من الترجمة الألية والترجمة البشرية نجد بأنهما وإن اختلفا في بعض التفاصيل يتبعان نفس المسار فهل بانتهاج الترجمة الألية العصبية نفس مسار الترجمة البشرية هل هذا أدى إلى الحصول على ترجمة جيدة سنرى هذا حاولت الوصول إلى نتائج مقنعة من خلال اعتمادي على بعض سترجات اخترت بعض سترجات من مسلسل دوكتور هاوس وقمت بترجمتها بالمترجمة الآلي العصب بنك هذه واجهة موقع بنك لترجمة الآلية المتاح مجال على الانترنت من أجل مقارنتها بالترجمات البشرية أو سترجات البشرية الواردة على الشاشة سأنتقل مباشرة هذه بعض الترجمات سترجات التي استقيتها وقمت بترجمتها على مستوى بنك بدأت بالمصطلحات سأعرض مباشرة نتائج المقارنة حيث وجدت بأن جل الترجمات وإن كان أغلبها قمت بمسح الحلقة الأولى فقط من مسلسل دوكتور هاوس في من حلقة الأولى من مسلسل دوكتور هاوس الموسم الأول وأزجد من 90% من المصطلحات المعتمدة في الترجمة الآلية العصبية المصطلحات العلمية الطبية هي مصطلحات صحيحة على عكس الترجمات صحيحة عندما بحثت عنها في المعجم الطبي الموحد أغلبها معتمدة في المعجم الطبي الموحد على عكس بعض الترجمات أو سطراجات البشرية التي وجدت فيها اختلاف أي نفس المصطلح ترجمة بعدة ألفاظ خلال المسلسل الحلقة الأولى من المسلسل ثانيا ولذلك وجدت بأن ترجمة الألية العصبية للمحرك بينك كانت على مستوى المصطلح كانت جيدة أو موجود على مستوى حتى لا أعطي لنفسي الحكم حق الحكم على ترجمة وجدتها على مستوى معجم الطبي الموحد انتقلت بعدها على مستوى إلى دراسة أسماء الأعلام أسماء الأعلام ترجمت حيث ذكر عدة أسماء أعلام وأماكن ترجمت بشكل جيد يعني هذا اسم البطل أو يعني الطبيب الممارس الدكتور هاوس فقط أخطأ المحرك بينك في ترجمتها حيث ترجمها ببيت كذلك على مستوى أمعا نعم نعم الوقت تعفو النتائج الفضل أن هذا جدا مهم ويجب أن اطلاع عليه إعاءة بتأني عندما ينشر إن شاء الله واحد خيم جدا بارك الله بيجي لكن الوقت دهمنا عطفا يعني من المقاطعة فرض سأنتقل إذن مباشرة إلى نتائج الدراسة وصلنا من خلال دراسة مجمل ملفوض الحلقة الأولى من موسم الأول من من ممسلسة الدكتور هاوس والتي لم نذكر سوى بعض عيات إلى إلى أن العقل البشري بإمكانه تمييز بين السياقات ومنه فهم الوحيد الذي واردت فيه على عكس المترجم العصبي الآن الذي لا يزال ويشبه اللبس في حسن استعمال المفردات المتعددة للدلال في سياق صحيح رغم تزويده بآلية الانتباه إلا أن النتائج لا تزال غير مرضية إشكالية الجودة الجمع الطبية ليست على مستوى اللغة ألف لأن اللغة العلمية لغة واضحة دقيقة ولا اللغة بار والتي بالرغم من غياب المصطلح الدقيق يمكن الوجود إلى تقنية الشرح والتفسير إنما هو المترجم في حد ذاته فكلما كان المترجم مليما بموضوع الترجمة واللغة بالجودة ففي غياب المصطلح ينسخ المترجم الآلي العصب المصطلح الأجنبي كما هو إن المترجم البشرية تمتع بالمرونة لذا فهو دائما ما يجنح للتفسير والشرح فالمترجم الآلي العصبي لم يصمم لإيجاد حلول نحو توليد مصطلحات جديدة وإنما يعمل فقط على البحث عن مقابلات استناد للبنك المصطلحات المدرج فيه هو في غيابها يكتفي بنسخ ما ورد في النص الأصلي المترجم يبدع لسيما عندما يتعلق الأمر بالمعاني المضمرة والعبارات الإصطلاحية على عكس المترجم الآلي العصبي الذي يتفي ببقى المقابلات فالترجمة الآلية العصبية فعالة في نقل المصطلحات الطبية الدقيقة والعقل البشري في إيجاد حلول عند أي لبس مصطلح أو معنوي بعد فراغ من الدراسة وتحديد مواقع قوة وضع في كل من المترجم الآلي العصبي والمترجم البشري يمكننا أن نستشفى من هذه الورقة البحثية أن الترجم البشرية أجود لأننا ننمس فيها طبيعية علاوة على الفهم والإبداع لأنها تستنفذ الكثير من الجهد والوقت وتساهم في التعدد المصطلح أو الاشتراك اللفظ للمفهوم الواحد نظرا لاختلاف مصادر المترجم أو وضعها عند الاقتضاء أما ترجمة الآلية العصبية فهي أسرع وأكثر إتاحة ودقة في المجال المصطلح الطبي خلسيما إذا ما زودت الآلة بقاعدة معطيات مصطلحية مادتها المعجم الطبي الموحد فحينها ستساهم في نظرة المصطلحات المعتمدة في المعجم على نتاق أوسع ومن أجل تنزي الترجمة الآلية العصبية وزدار اعتماد الترجمة التفاعلية وهي ترجمة آلية بتدخل بشري بحيث يقوم المترجم بعملية التنقيح المسبق للمدى المسمع ترجمتها المدخلات أي تخليصها من المشوشات وجعلها في متناول المترجم الآلي وهذا حتى يتمكن من تشفيرها فتفكيك شفرتها بيوسف وبعد الحصول على ترجمة الآلة العصبية المخرجات يقوم بعملية تنقيح لاحق للناتج الترجم والمتمثلة في مرحلة المراجعة في السطرجة وهي مقارنة النص الأصلي مع السطرجة بحيث ستساعد هذه الطريقة في السطرجة على ربح الوقت وتحسين جودة السطرجة بأقل جهد ممكن علاوة على حل مشكلة التعدد المصطلحي أو اشتراك في لغة الطبية العربية عن طريق اعتماد مصطر واحد ألا وهو المعجم الطبي الموحد وعند غياب المصطلح إعلام القائمين على إنجازه بذلك أشكركم وأعتقدر إن أخذت أكثر من وقت شكراً جزيلاً بارك الله بكراً جزيلاً بارك الله نتمنى لك التوفيق ونجاح إن شاء الله شكراً نتوجه الآن إلى الأستاذ سعيد بور رياحي موجود إن شاء الله نعم موجود هذا أستاذ سعيد بور رياحي طالب دكتورة جامعة باجي مختار في الجزائر الشقيقة محور المداخلة مقاربات في تعليمية الترجمة الآلية عنوان المداخلة إسهام تقنيات التعلم الآلية في تطوير النظم الآلية نظام الترجمة الآلية العصبية الموذجن يحاول الباحث من خلال دراسته تبيان مدى إسهام تقنيات التعلم الآلي في تطوير البرامج والنظم الآلية في اعتبار نظام الترجمة الآلية العصبية الموذجن للدراسة فلتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله وعلى وسلم بداية تشرف بالمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر الدولي ويساعدني أن أكون رفقة كوكبة من أساتذة الأفاضل والدكاترة وطلب الدكتوراء وأشكر كذلك كل من أسهم في نجاح هذا الملتقى كل باسمه ودرجته وصفته وأرحب أيضا بجميع الضيوف الأكاري بداية كما تفضل رئيس الجلسة فعنوان مداخلتي هو إسهام تقنيات التعلم الآلي في تطوير النظم الآلية نظام الترجمة الآلية العصبية الموذجة ركزت في مداخلتي على إشكالية ما مدى إسهام تقنيات التعلم الآلي في تطوير النظم الآلية والإجابة على هذه الإشكالية وددت الإجابة على أسئلة فرعية أهمها ما هو التعلم الآلي وما هي أبرز تقنياته وأنواعه وكيف أسهمت هذه التقنيات في تطوير نظم الترجمة الآلية بداية أقول يهدف الذكاء الاصطناعي إلى فهم طبيعة ذكاء البشري بغية بناء برامج حاسوبية تثبت على شكل تطبيقات آلية تسعى إلى محاكاة هذا الذكاء الطبيعي وباعتبار القدرة على التعلم من بين أبرز مكونات الذكاء لدى الإنسان عامل المختصون في الذكاء الاصطناعي لتطوير مبادئ وتقنيات التعلم الآلي لغير التطوير الحواسيب وإفسابها القدرة على التعلم إذن ذكاء الاصطناعي هو علم يهتم ببناء برمجيات وتطبيقات تحاكي الذكاء البشري في سلوكه الذي يتميز بالإدراك والاستنتاج ومعالجة اللغات الطبيعية والتخطيط وكذا التعلم والاكساء والاكتساب والفهم وحل المشكلات وغيرها من الخصائص التي يمتاز بها العقل البشري أو الذكاء البشري ومن بين أبرز فروع الذكاء الاستناعي نذكر التعلم الآلي فما التعلم الآلي التعلم الآلي عرفه رائد الذكاء الاستناعي والألعاب الإلكترونية آرثر سامويل بقوله بأنه مجال الدراسة الذي يمنح الحاسوب القدرة على التعلم دون أن تتم برمجته بشكل صريح أي أن التعلم الآلي مجال من مجالات علم الحاسوب وفرى من فروع من الفروع الرئيسة في الذكاء الاستناعي باهتمامه بالعمل على منح الحاسوب قدرة ذهنية تتمثل في التعلم هذه القدرة التي تسمح لصاحبها بزيادة وتطوير معارفه بشكل مستمر ومن بين أبرز فروع التعلم الآلي نذكر التعلم العميق فهو فرع رئيس من فروع التعلم الآلي يطبق خواليزميات التعلم على تمثيل متعدد وبذلك يتم تعريف السمات والمفاهيم العالية المستوى بناء على ما هو أدنى منها فالسيارة مثلا تعرف بأجزائها والدولاب يعرف كذلك بأجزائه كما أقول تدعى هذه البنية الهرامية من السمات بالبنية العميق إذن نراحظ أن الذكاء الاسطناعي هو الحيز الأكبر ومن بين أبرز فروعه نجد التعلم الآلي ومن بين أبرز فروع التعلم الآلي نجد التعلم العميق والتعلم العميق للإشارة فقط فهناك ثلاثة أنواع للتعلم الآلي تعلم بإشراف وتعلم دون إشراف وتعلم معزز أما التعلم العميق فيكون أحيانا بإشراف أو دون إشراف وأقصد هنا الإشراف أي المطور أو المستخدم يكون مشرف على عملية التعلم الآلي ومن بين أبرز تقنيات التعلم الآلي أو من بين أبرز استخدامات التعلم الآلي نذكر على سبيل المثال الحصر تحليل الصور والتعرف على الصور ونجد ذلك في تطبيقات فيسبوك والتعرف على الأصوات وفهم الكلام والتسويق الإلكتروني وهذا ما تستعمله شركة أمازون وبالإضافة إلى هذه الاستخدامات نذكر نظام الترجمة الآلية ومن بين أبرز النظم نذكر نظام الترجمة الآلية العصبية فما الترجمة الآلية العصبية؟ إذن أقول الترجمة الآلية العصبية هي طريقة حديثة للترجمة الآلية ويتهدف إلى بناء شبكة عصبية استناعية واحدة يمكن ضبطها بشكل مشترك في الرقم من أداء الترجمة الآلية وجودتها ويعتمد هذا النرام على تقنيات التعلم الآلي فهو يكتفي بالبيانات المتاحة أي النصوص المترجمة سلفا لتعلم الترجمة بواسطة ربط المدخلات بالمخرجات دون حاجته لبرمجة مسبقة أي دون حاجته لبرمجة مسبقة بأية قواعد بل يعتمد في ذلك فقط على شبكته العصبية الاستناعية التي تنتز بالقدرة على التعلم الآلي وركائز هذه الترجمة أو هذا النظام من أنظمة الترجمة الآلية يرتكز على ركزتين أساسيتين أولا قاعدة بيانات ضخمة وتتمثل في الكثير من النصوص المترجمة سلفا ثانيا شبكة عصبية اصطناعية هذه الشبكة تمتاز بخاصيتين أساسيتين خاصية التعلم الآلي وخاصية نشر التفعيل أولا نشر التفعيل نشر التفعيل يكون في الشبكة العصبية الاستناعية لهذا تبنى لهذا نقول أن النظام الترجمة الآلية العصبية تبنى بالأساس على شبكة عصبية اصطناعية فخاصية نشر التفعيل توفرها هذه الشبكات العصبية الاستناعية فبإدخال مدخل باللغة المصدر يفعل المستوى الأول من الخلايا المرتبطة بالمدخل باللغة المصدر وينتقل التفعيل إلى المستوى الثاني والمستوى الثالث وهكذا إلى أن نصل إلى مستوى مخرجات باللغة الهدف وهناك العديد من الشبكات العصبية الاستناعية فهناك شبكات عصبية اصطناعية بسيطة تحتوي على مستويات عقدية ثلاث مستوى عقدي للمدخلات ومستوى عقدي للمخرجات وبينهما مستوى عقدي مخفى أما الشبكات العصبية التي ستستعمل في نظم الترجمة الآلية العصبية فأبرزها الشبكات العصبية العميقة وهي تحتوي على أكثر من مستوى عقدي مخفى أي نجد مستوى للإدخال ومستوى للإخراج وبينها العديد من المستويات المخفى وكلما كطرت هذه المستويات المخفى يكون عمق الشبكة أكثر ومن بين أبرز أنواع هذه الشبكات العصبية العميقة نذكر الشبكة العصبية المتكررة التي تستعمل في نظام ترجمة الآلية العصبية هذه الشبكة العصبية المتكررة تتيح إعادة الرجوع إلى المستويات التي مر بها النظام من قبل أقول كخلاصة لمبدأ عمل نظام الترجمة الآلية العصبية أنه في سنة 2014 قدم مجموعة من الباحثين وهم ستيسكافر وآخرون بحثا بعنوان التعلم باستخدام الشبكات العصبية من التسلسل إلى التسلسل إذ يعتبر هذا البحث من أوائل البحوث التي قدمت نموذج فك التشفير والتشفير للترجمة الآلية والتعلم بشكل عام من التسلسل إلى التسلسل حيث كان هذا النموذج ذا فعالية في أولى نظام الترجمة الآلية العصبية لأنه وفر لنظام آلية التعلم عميق فعالة اعتمادا على شبكات عصبية متكررة وعليه فنظام الترجمة الآلية العصبية يعتمد في الأساس على شبكة عصبية متكررة لأنها تمثل القائد الأساسية لبناء وإنشاء وحدة فك التشفير والتشفير وهذه الأخيرة لديها القدرة على ربط المدخلات بالمخرجات أي ربط المدخل باللغة المصدر بما يقابله من مخرج مناسب باللغة الهدف فوحدة فك التشفير هي تبنى في الأساس على شبكة العصبية المتكررة وفي الأخير دون إطالة أمر مباشرة إلى خاتمة هذه الورقة البحثية لأن الوقت قد ذاهمنا أقول يمكن القول إن التعلم الآلي والأبحاث الخاصة بهذا الفرع الرئيس في الذكاء الاصطناعي قد قدم تقنيات عديدة أسهمت في تطوير العديد من النظم والبرامج الآلية وعلى رأسها الترجمة الآلي باستثمار أبرز الشبكات العصبية الاصطناعية معروفة باسم الشبكات العصبية المتكررة والتي توفر قاعدة لإنشاء وحدات تدعى وحدات فك التشفير وتشفير تعمل على ربط المدخلات باللغة المصدر بمقابلاتها من المخرجات باللغة الهدف وفق منهجية وتقنية رائدة من تقنيات التعلم الآلي تسمى التعلم العامل وفي الأخير أقول لكم شكرا لحسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته وبرك الله بيك على القاء والفرح الدميل فرح علمي دقيق مهم في الآونة الأخيرة برزت الحاجة إلى الترتيز على مثل هذه الدراسات نتمنى لك النجاح والتوفير فحسنت شكرا نتوجه الآن إلى الأستاذة عبداللاوي ناجات موجودة بإذننا موجودة أستاذة نجات أستاذة عبداللاوي ناجات موجودة أستاذة عبداللاوي ناجات طالبة الدكتورات جامعة الدكتور الطاهر مولايس فعيد الجزائر محور المداخلة مقاربات في تعليمية الترجمة الآلية أنوان المداخلة استثمار مقاربات الترجمة الآلية في اللسانيات الحاسوبية تعرض لنا الباحثة أنواع المقاربات التي ترتكز عليها الترجمة الآلية كيف يمكن استثمار مقاربات الترجمة الآلية في توظيف تقنية الحاسوب وما هي الصعوبات التي تواجهها الترجمة الآلية موجودة الأستاذة موجودة كان ما موجودة يعني هذا ختام ختام الجلسة كان مع الأستاذ سعيد ننتظر موجودة أستاذة نجات احتمال احتمال ما تسمعني إذا موجود أستاذ ما موجودة الإدارة الإدارة إدارة المؤتمر نعم نعم أشكال أستاذي الكريم نعم إذا كانت الأستاذة غير موجودة فنفتح باب النقاش إذا كان في سؤال أو تعقيب أو تعليق من الحضور الكريم حول المداخلات على العموم الجلسات أو على الجلسة الرابعة نعم نقاش على عموم الجلسات نعم نقاش على الجلسات الأربعة بالنسبة لي يعني نختم نحن جلستنا الرابعة بارك الله بكم نعم تفضل شكراً جزيلاً يرجى من أستاذ الكرام لمن كان له سؤال أو تعقيب أن يفتح أو يشغل الميكروفون ويطرح السؤال بالإمكان عفواً أوجه سؤال أو استفسار نعم تفضل أستاذي نعم تفضل أستاذي شكراً جزيلاً إلى الأستاذة حافظة بالقاسم مشكورة لا موجودة إن شاء الله شنعم الأستاذة حافظة بالقاسم موجودة إن شاء الله جنابها أثناء العرق الباحث أشارت إلى أنه ليس فقط الحاسوب وآلياته هي ما استلزم على المترجم البشري لإطلاع عليها وكما أشارت الباحثة إلى السوق يتبط بالحاسوب جرمته وهو من ضمنها الموبايل أشارت إلى الموبايل لكن أنا كرأي شخصي من أهم ما يجب أن يطلع عليه المترجم هو التمكن من التناغم مع المترجم الآلي والتكلم معهم أي الاتصال به بوضوح بحركات كمات العربية مهمة عليه أن يوضح الكلمة قبل أن يباجر بتغذيتها إلى المترجم الآلي شكرا جزيلا لو كانت تسمعكم أستاذة نعم شكرا جزيلا نعم نسمعكم جيد شكرا أستاذي أرجو أن تكون أستاذتي الفاضلة الأستاذة الدكتورة بالقسم موجودة معنا نعم السلام عليكم أستاذ يعني لم يكن الصوت جيدا لكن أظن أنك كنت السؤال كان أو التعقيب كان يخص الهواتف الذكية يعني أنا في مداخلتي قلت بأن الهواتف الذكية تعتبر في الوقت الحاضر رهان من رهانات الترجمة الآلية العصبية لماذا؟ لأن الهواتف الذكية كانت مهمتها أو مهمتها عفواً الأولى والرئيسة هي يعني كانت وسيلة للاتصال لكن بعد يعني تطبيقات الترجمة الآلية العصبية أصبحت كذلك هي تحدي من تحديات الترجمة الآلية العصبية هي تسمح بالاتصال بالترجمة يعني تسويق الإلكتروني يعني يمكن الولوج إلى المواقع الواب أو الولوج إلى مواقع الواب المترجمة أو ما يسمى بالتوطين إلى غير ذلك قلت بأن يعني ترجمة الهواتف الذكية هي في حد ذاتها رهان من رهانات الترجمة الآلية العصبية يعني استعمالها استعمال الهواتف الذكية وشكرا عفوا أن كان التوضيح أيضاً أضافة بأنه على المترجم أو الحص المترجم عليه أن يتمكن من التناغم مع المترجم الآلي أي التكلم مع المترجم الآلي والاتصال به وضوح فحركات الكلمات العربية مهمة جداً يعني القمة الفتحة الكسرة مهمة عليه أن يوضح الكلمة قبل أن يرسلها أو يغذيها إلى المترجم الآلي أيضاً هذه من ضمن الملاحظات اللي حبيت أطرحها لتنابت يعني عقبيننا عليها نعم شكراً لأستاذي الفاضل وللأستاذتي على التعقيب نعم نرجو الانتقال إلى سؤال أو تعقيب آخر نعم شكراً سلام عليكم وعليكم السلام تفضل أستاذي أنا ليس أليدياً بما أن ليس هناك أسئلة أنا أود أن أطرح السؤال على زملاء الفاضل هل في اعتقادكم أن المترجم الحسو أو المترجم الآلي سيحل محل المترجم البشري يوماً ما فزملاءنا الذين يتبعون بالرياضيات وبالمعلوماتية يقولون بأن الحكمية زوال مهنة الترجمة أكيد ونحن المترجمين نتمسك ونحن المترجمون عفواً نمتلمسك بأن الترجمة هي فن وإبداع وهي خاصية مشارينة فأريد أن أسمع آراء الزملاء أفاضل لو سمحت دكتور دكتور الشذى العجيلي اتفضلي دكتورة اتفضلي شكراً احنا في زمن أحياناً حكينا أنه يمكن يجي زمان أنه تحل الآلة بدل المعلم ولكن بتجربتنا هذه لم تستطع الآلة إطلاقاً حل محل المعلم أو المدرس أو الأستاذ وهذا اللي شفناه على التعلم عن بعض كذلك الترجمة لا أعتقد لأن اللغات كلها فيها مشتقات وفيها إبداعات وفيها تطور فلا يمكن أن يكون التطور إلا بوجود الإنسان يعني الإنسان هو الذي خلق الآلة ولهذا نحن نحتاج دائماً إلى الفكر البشري المبدأ اللي هو يشتق من المفردة مشتقات ومرادفات فهذا ما تعجز الآلة حتى لو كان هناك برنامج البرمجة هي أيضاً مبرمجة على جانب محدد أما العقل الإنساني فهو جوال فهذا اللي أستطيع أن أجيب شكراً للمشاهدة على هذه الأجربة القيمة شكراً شكراً سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم أنا لا أظن أنه الآلة في يوم من الأيام ستستطيع تحول محل للمترجم البشري على اعتبار أن الأنظمة اللغوية في حدتها في الوقت الحالي حسابة اللغة على سبيل المثال تمثل معضلة وإشكال بالنسبة للإنسان في حد ذاته الذي هو أصل هذه اللغة وهو من يستخدمها وهو من يوظفها وبالتالي حقيقة هناك تطور هناك محاولات وهناك تحديات كبيرة لهذا الذكاء الإصطناعي لكن يبدو لي أنه في النهاية الأمر لا بد للمترجم البشري أن يقوم بالمراجعة التنقي حتى صحيح وهنا يعني يبدو أنه لن تزول مهنة المترجم أبداً من وجهة نظر شكراً شكراً وستعادة بارك الله فيك أظن أن ما نسوق لهذه الفكرة ليس مترجماً ليس مترجماً فما نسوق لهذه الفكرة هي بقراءة شركة عالمية مثل موغل ونتفلكس مثلاً هذا يعني بطير بسيط مثلاً شركة نتفلكس هي شركة رائدة في ميدان ستريمينغ في ميدان الأفلام وتقوم بيعني هناك فيلم اسمه روما هو فيلم لغة إسبانية مكسيكية وقد يعني وقعت في كارثة من حيث الترجمة لأن شركة نتفلكس أو الإنتاج شركة نتفلكس وشركة نتفلكس أنفقت حوالي 25 مليون دولار على إعداد هذا الفيلم ولكنها في ميزانية الترجمة يعني كانت جد بخيلة فكانت الكارثة العظمى لأنها قامت بإعطاء الترجمة أو بتوكيل الترجمة للفانسابرز الفانسابرز يعني هما هوات الترجمة لأننا نعلم بأن شركة نتفلكس حتى سنة 2019 كان عندها منصة اسمها إغمس هذه المنصة يشتغل بها هوات الترجمة يعني ليس بالضرورة يمكن لأي شخص أن يسجل على المنصة وأن يقوم بإمكان الترجمة والسترجمة وليس بالضرورة أن يكون حامل للشهادة في الترجمة أو له باع في الترجمة والأمر الذي أدى بنتفلكس إلى غلق هذه المنصة هو فضيحة فيلم روما لذا أوافق الأستاذة فرجاني والأستاذة الفاضلة الكائمة التي قالت بأن الترجمة هي خاصة بشرية ولكن 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 لا يجب أن نستهين الاستهانة بالترجمة الآلية العصرية لأنني أنا شخصياً أدرس معيس الترجمة الآلية وكان لي ألحظ أنني تعامل مع عدة برامج ترجمة عصرية وليس ترجمة إحصائية أو ترجمة بالطواعد يعني بالجيل السابق من الترجمة الآلية كان لي ألحظ أنني استعملت عدة برامج وصدقوني أنه أحياناً حتى انتبني الخوف من دقة الترجمات خاصة في الميادين التقنية والعلمية لذا لا يجب على المترجم أن يستهين بهذا النمو من الترجمات بل أن يجعل لها حليفة وآلة وآدات يستغلها في الترجمات فهي توفر رب الوقت فعلاً ولكن لا أظن أنها يمكن أن تنافس العقل البشري شكراً لكم شكراً سيتهم أول دوني فالشيء يرتبط بالترجمة البشري والترجمة الآلية العصبية لا يمكن أن تقدر المهمة إذا كنت أعبوا هذه النوع من التقنية بسبب التكنولوجياك الحالية هذه الجريدة والمتجددة إذن من خلية تجربة المتوضعة حين تعملت بعض النصوص العلمية يعني الترجمة هذه الثالث زملاء في العلوم وفي التقنيات وكذا يعني أعتمدوا للترجمة الآلية لكن حين التطلع عليها يعني رصدت بعض المسائلات لا بدأ من تدخل ليد البشرية والعقد البشرية في الصحة بعض الأمور ومن أخرى مع طلباتي كذلك في واحد المادة من المواد الجينيغيون وفلاب وكذا كنت للمترجمة تقنيا عبنية وكذا وطلب منهم أن يقوموا في الترجمة على جوجل جوجل ترانسليتر وكانت واحد ديقة كبيرة جدا جدا أنا بتتوقع أن تكون ترجمة حرف خاصة على مستوى تركيب اللغة العربية والإنجليزية قديما كانت هناك الترجمة حرفية لكن بسببها التكنولوجيا الحديثة وتحديث هذا البرنامات والذيوب الماليسي وكلهم ينفح تطور كبير لكن العقل البشري لا بد أن يكون حاضر نحن نعلم أن العالم خلق ومبني على أساس تعدد تعدد لغة والتعدد ثقافي ومن الأمور التي قد يواجهها المترجم المعتمد للترجمة الآلية هي ترجمة العناصر الثقافية ترجمة العناصر الثقافية تطرح مشكلة حتى عند المترجمين البشريين كيف تتعامل معها لأن التعدد على مستوى الأكل واللباس والسرب والفنون والإبداعات وهذا ما جرى أنه اختلافات كبيرة إذن إذا ما عرضنا هذه المسأل عنها سننطبو من الترجمة الآلية ينترجمها فأكيد أنه سيلوقع مشكلة كبيرة نحتى على مستوى الإنفج الثقافي هناك مستجدد دائما دائما يعني متواصلة كل العنهار نسمعها جديدة في الفكر وفي التقافة وفي الإنتاج وإبداع وكل هذا وبالتالي هذا مشكلة كبيرة يعني قد يترجم لك مثلا جوجل النص على مستوى اللغة والأسلوب بشكل رائع لكن حينما يصادفه رمزا أو عنصرا ثقافيا مثلا نحن عنا في الجهة المغربية بعدما أكل التعنى أو لبعد الأبسادي صعيب أنه يرقى واحد الموقع وبالتالي سيحير يعني سيجأوا للترجمة الحرفي هذا إن توفق يعني إذا نجحا فيه وبالتالي المراجعة والتنقيح وتدخل العقل البشري أكيد وضروري هنا وبالتالي كما أصرتم سادقا في بعض المداخبات لابد أن يكون هناك توازن ومنصفا هكو هكو الميزا لا ننكر دول لا هذا ولا ذلك ونتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله ومجد من التأل وشكرا شكرا لأخ حسن على هذه المداخلة زملائي أفاضل إمكانت لديكم بعض تعقيدات أحمد ستوهامي أتفضل لمحمد أمين السلام عليكم بداية نعم المسألة تدور حول الصراع الأزالي والأبادي بين الإنسان والآلة هذا الصراع الذي كان يصور في أفلام الأمريكية ونحن صغار الأرماجدون وما إلى ذلك نهاية العالم بسبب الآلة ولكن المسألة الحاسمة هنا في ظني أن أن الفراغ المصطلحي أولا الذي يشكله الانتقال من المعلومات العادية المبتدلة التي نجدها في الكتب وفي الصحف والمقالات وما إلى ذلك إلى المعلومات الرقمية أولا لأننا نحن العرب كنا أنتجنا المعرفة ووسائل المعرفة المناهج والأدوات العلمية وما إلى ذلك ولكننا نتوقفنا عن الانتاج العلمي فجاء الغرب ببديل التكنولوجي والرقمي وما إلى ذلك فصدنا لا ننتج المعرفة وبالتالي لا ننتج المصطلحات والمصطلحات هي عبارة عن تسميات فإن كنا نريد أن نواكب هذا الركب فينبغي علينا أن نترجم هذه التسمية لأننا عندما لا ننتج المعرفة فهذا فهذه مسألة ينبغي إعادة نظر فيها لأن هناك شق أو بون شاسع بين تلقف هذه التسميات تسميات العلمية وبين ترجمتها أو صنعها في مدانها في المدانة اللغوية الأولى ثانيا EMT مثلا The European Master of Translation 2009 ركزوا على مسألة أو ضبطوا أوروبياً اجتمع الدول الأوروبية وضبطت مسألة الحصول على مصطر الأوروبي لترجم وقالوا أن هذا المسطر الذي ينبغي أن يكون موحد البرامج في جميع الجامعات الأوروبية تحت المساحة الشنغن وما إلى ذلك ينبغي أن يتم وفق الأصول الأصول هي العناية بالملكات الترجمية نحن الآن ندرس مع ديرتاً وكلنا نعلم أننا ندرس ربما نتاكئ كل الاتكاء على البعد اللغوي الدلالة والأسلابة والبنية وما إلى ذلك ولكن أين الكفاءة أو الملكة الملكة الرقمية الـ Digital Competence أين الـ Information Lining Competence بمعنى أين ينبغي أن الطالب أن يبحث عن المعلومات حتى يجدها هناك ملحة لا يعرف كيف يليجو إلى الحاسب كيف يليجو إلى المواقع وإلhe البنوك المعلومات وما إلى ذلك وكيف يبحث وكيف أنا الآن أتحدث WITH المسائل الرقمية مثلا في الكفاءة الرقمية أو الملكة الرقمية نتحدث عن القواميس حتى الشخصية أنا بإمكاني أن أصنع من دول العودة إلى أم هات القواميس في العربية أو في الفرنسية أو حتى في الإكليزية بإمكاني أن أشتغل على قاموسية أو معجمية الخاص بكفاءت الرقمية بإمكاني أن أخذ مادة معجمية أو معجماتية وأصنفها وأعود إليها في إيميلي أو في أي خازن والأستاذ أشار إلى الموبايل مسألة الموبايل كما تفضلت بذلك الأستاذ القاسمين حتى الحاسوب والطابلت وكل هذه الأمور تندرج دماء موبايل ديفايس هي تسمى بالموبايل ديفايس بمعنى هي عبارة عن مستودع رقمي بإمكان كل شخص أن يعود إليه فإذن المسألة هنا مسألة عدم إنتاج المعرفة المحتويات الرقمية تترجم عادة في إطار كونلايز وما إلى ذلك والمسألة الأخرى هي مسألة البول المصطلحي الذي ينبغي أن نركز عليه وتلقيل الطلاب جميع هذه الملكات حتى تسير جلبا إلى جلب مع ما يتطلبه الوضع اليوم يعني نتحدث عن سوق الترجم نتحدث عن العولمة وما إلى ذلك ولكننا نقيف هكذا دون أن نقوم بما ينبغي أن نعاوية أن نقوم به بالأساس إنتاج المعرفة العلمية وما إلى ذلك وشكرا شكرا أمين أنا أتنفقه معك كل اتفاق بأنه يجب مراجعة البرامج البرامج التدريس والأستاذة فرغاني هنا موجودة وكانت الأسبوع الفارق في العاصمة لفقات المسألة بالقاسمي لمراجعة برامج التكوين في الترجمة وهذا أمر مهم يجب ضبط البرامج وإعادة النظر فيها كان عندي فقط سؤال في الصورة الفارق قرأ الاتحاد الأوروبي المشارع الأوروبي حاليا وقع في ورطن الورطن هو حقوق التأليف بالنسبة للترجمة الآلية العصبية فعندما يترجم الإنسان البشر فلاهو حقوق تأليف الكاتب له حقوق المؤلف والمترجم لهو حقوق الترجمة ولكن حاليا في الاتحاد الأوروبي اطرحونا إشكالية لما تأروض حقوق الترجمات لحال الترجمة الآلية العصبية هل تعود إلى الشركة المنتجة جوجل مثلاً أم إلى أي شخص أو إلى أي جهة تعود فوائد هذه الترجمة فهناك ليس فقط على مستوى الترجمة هناك لوحات زيتية قامت بها الآلة هناك كتب كاملة ترجمة الآلة إذن حقوق التأليف يطرح إشكالاً كبيراً على المستوى الأوروبي هل لكم متعقيم على هذه الفكرة الأستاذة فرياني أعطيني رأيك ما يخص حقيقة إشكال مطروح لابد من الانتباه إليه قضية حقوق لمن تعطى هذه المترجمة الآلي الشركة التي تختفي وراءه هي التي سوف مبينيفيسي من هذه الأموال التي من المفهوضة تكون للمترجمة البشري لكن يبدو لي حتى في هذه الحالة يبدو لي أن المترجم المنقح ممكن يكون المترجم منقح والمصح المراجع هو الذي سوف يأخذ حصة الأسد في هذه الترجمة الآلة شكراً أستاذة كلمة الأستاذة بالقصمية فريلي نعم شكراً أنا في الحقيقة أريد أن أفتح قوس فقط لأنني في تعامل البحث مع الترجمة الآلية العصبية أدركت بأن البحث فيها تحدي بحدي ذاته يعني ليست عملياً تحدي وإنما البحث في هذا المجال تحدي كذلك لماذا؟ لأن المترجم بالحكمي تكوين هو يعني يكون إما في المجال الأذبي يكون حاصر على شهادة باكالوريا أداب ولغات أو أداب وفلسفة في الجزائر مثلاً ويعني البحث في هذا المجال عندما نتعمق فيه نجد أنفسنا أمام خوارزميات دوال معلوماتية رياضيات في بعض الأحيان حتى وإن كنا نريد أن ننضي قدماً لا نستطيع يعني وهذا هو الإشكال وهذا الإشكال أدركته خلال تآملي مع البحث وفي هذا في هذا المجال أريد أن أفتح قوس فقط وأحيي يعني طالب دكتورة عندنا أشرف عليه طهري الكريم الذي دائماً يجمع بين مجال المعلوماتية ومجال الترجمة في حقيقة هذه المدخلة التي قدمها اليوم في هذا المجال هي كانت تقنية أكثر منها في مجال الترجمة وهذا ترسائل دائماً يراوده ولا يريدون له حالي لأنه هو تقدم في الهواتف دكية برنامج أندرويد إلى غير ذلك تخل في مجال الرياضيات ومعلوماتية شكراً شكراً أستاذ أستاذ حسن أرتبطت بما قالت الأستاذ الآن يعني أن المقبير على الأدارسي أن طلب الترجمة معظمهم يأتون من باكالورية أدبية أو السافية أو المغربي فقط أتحدث عن حالة مثلاً المغرب وبالتاج جامعة مجدوك اسم الأدب الإنجليزي عندنا نحن في جمالينا زمان في الواحدة والسعين لما تحت الجامعة يعني لنقول ربما المئة بالمئة من طلبة في الأدب الإنجليزي لغة أدب الإنجليزي كان من أدب العصرية تسمعوني أستاذ تهامي هل أنت تسمعوني نعم أستاذ تهامي نعم نعم أسمعك الأستاذ معذرة لكن الفريق التقني يقول الوقت قد تجاوزنا الوقت بالطبع بالطبع أستاذ تهامي دقيقة واحدة ونساق المباشرة لتوصيات شكراً في القديم في القديم قبل 30 سنة عشرين سنة كان أستاذ طالب لغة الإنجليزية والترجمة يتيم من الأدب العصرية وفلسفة وإنما ذلك لكن الآن الآن إقبال كبير عن لغة الإنجليزية والنسبة كبيرة من متحقق بقسب لغة الإنجليزية من باكالوريا علوم رياضية وعلوم طبيعية والمتفوقون الآن في قسب لغة الإنجليزية هؤلاء اللي عندهم باكالوريا سيونتيفية وبالتالي لما يدرسون اللسانيات أو تشومسكيات هما إلى ذلك يجدون سهولة ويصد كبير في استيعاب هذه المسائل وبالتالي إذا توجهوا نحو ترجمة الألية العصرية سينجحون وكثيرون سينجحون في إثراء هذا الحقل الترجمي والمعرفي لكن بتجيع من الأساتذة ومن المؤسسة التعليمية واللزارة الصهيرة على المال هذا لاحظناها مؤخرة يعني العلميين فوقوا بزفع الأدبياء فيما يتعلق باللسانيات مثلا بالإنجليزية يعني من المات اللي عندهم الفيزيك اللي عندهم يقدر يمسيوه بعيد من المناطورماتيك عندهم الفيزيك والمات يقدروا يطوروا هذا الحقل الترجمة يعني ستجيع 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 أرسل كرام أرسل كرام الكلمة لإدارة المؤتمر شكراً أسراري الكريم نعم جلسة ختمية من خدلك نعم نعم إذن نلتجي مباشرة إلى الجلسة الختمية والأستاذة الدكتورة بالقسم حافظة لتلاوة التوصيات تفضلي أستاذتي شكراً جزيلاً إذن بسم الله الرحمن الرحيم في السادس والعشرون من شهر مايو من سنة 2021 اجتمعت لجنة التوصيات المنتكوينة من السادة الأساتذة أعضاء اللجنة الإنمية للمؤتمر الإنمي الدولي الترجمة الآن العصرية وتحديات الدكاء الاصطناعي وذلك لتقييم أعمال المتقى وأشغاله في محاوره الستة وصيارة التوصيات انبثقت عن حصيلة كل الأعمال المقدمة اتفق أعضاء اللجنة على هذه التوصيات بعد وفوف الجميع وقف التقدير واحترام لللجنة المشرفة على هذا المؤتمر أولاً التنويه بالمشاركة النوئية للأساتذة والباحثين بالمختلف الجامعات ثانياً الإشادة بطلبة الدكتوراء وتثمين مشاركتهم الفعالة ثالثاً ضرورة الاهتمام بهذا المجال باعتباره موضوع بحث حديث النشأة رابعاً نشر المداخلات على شكل كتاب جماعي خاص بأعمال المتقى خامساً تأزيز سبل التعامل والتنسيق بين المركز الديمقراطي العربي ومخبر الترجمة وأنواع النصوص جامعة وهران واحدة الجزائر لاستثمار الطبقات وتوحيد الجمهور في مجال الترجمة بشقيها الشفر والتحريري وسادساً دعوة مخبر الترجمة وأنواع النصوص لاستكتاب جماعي دولي بالتعاون مع المركز الديمقراطي العربي في موضوع الترجمة والإيديولوجيا سيتم الإعلان عنه لاحظاً في الختام تنويه اللجنة العلمية بالجهود المبدولة وتتمنها كما تتني ثماء جميلاً على الهيئة المشرفة على هذا المؤتمر من موديل المركز الديمقراطي العربي والفريق التقني العامل معه الأساتدى المحاضرين ورؤساء اللجان التحضيرية والتنظيمية والإلمية لإنجاح هذا المؤتمر نشكركم على أسهاماتكم ونضرب لكم موئلاً في لقاءات ألمية أخرى لمناقشة ومدارسة إشكالية جديدة من إشكالات الترجمة وسستويعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وشكراً أستاذة الكريمة أعتقد أن الكلمة الأخيرة الآن لرئيسة اللجنة التنظيمية للملتقى الدكتورة حال أحلام تفضلي حال في الكلمة الأخيرة شكراً زميلي وأخي سفيان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هل أنتم في الاستماع؟ نعم نسمع أساتذتي بمعهد الترجمة لجامعة أحمد بن بالله وهران واحد زملائي بالمركز الديمقراطي العربي مدير المركز الأستاذ عمار شرعان المدير التنفيذي الدكتور كريم عايش مدير النشر الدكتور أحمد مبارك الدكتور سهيب شهين الفريق التقني للمركز الديمقراطي العربي الفريق القائم على المجلة العربية لعلم الترجمة كلهم باسمه السادة رؤساء الليجان العلمية والتنظيمية والتحذيرية وجلسات المؤتمر الأساتذة المشاركة في المؤتمر الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوع المؤتمر جد مهب ومواكب لتطورات التكنولوجية ورقمية نستطيع القول بأن زمن السيال والبحث في القوامس الورقية قد انتهى نحن في زمن ذكاء الاصطناعي وذكيرات الترجمة وكلما تطورت التكنولوجيا تطورت الترجمة مداخلات الأساتذة كانت جد قيمة سيتم نشرها على شكل كتاب جماعي دولي خاص بأعمال المؤتمر يحمل أسماء مؤلفية وبترقيه من دولي من قبل المركز الديمقراطي العربي وللمشاركين الحق في شهادة مشاركة وشهادة نشر دولية بصفة عدو في مخبر الترجمة وأنواع النصوص أشكر السادة القائمين على المركز على قابولهم الموضوع والتعاون مع المخبر كما أشكر السادة أعضاء اللجنة العلمية للمجلة العربية لعلم الترجمة على قبولهم ترقص جلسات المؤتمر الدكتور علي حسين عبد المجيد الزبيدي أستاذ الترجمة بكلية اللغات في جامعة بغداد العراق ورئيس فريق الترجمة الدكتور مهنة سلطان كاتب ومعجمي وأستاذ الترجمة بجامعة مادريد في إسبانيا شكر خاص كذلك لدكتور كريم عايش الذي سهر على السير الحسن لنجاح المؤتمر ونيابة عن الأستاذ عمار يرحب المركز الديمقراطي العربي والفريق الخاص بالترجمة بجميع إسهاماتكم من ندوات ولقاءات علمية ودراسات بحثية ودورات تكوينية طبعا المقترحات سيتم دراستها ومعالجتها من طرف فريق من المختصين في المجال ووفقا للبرنامج السنوي للمركز نختم فعاليات هذا الملتقى الدولي مواعيد أخرى إن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحل الكلمة لدكتور جفال طفيان شكرا زميلة أحلام إذن أعتقد أننا قد وصلنا إلى نهاية هذا الملتقى الشكر الموصول للجان العلمية والتنظيمية لمخبر أنواع ترجمة وأنواع النصوص وعلى رأسه الأستاذي الفاضل أستاذ دكتور تهامي ويسام وللمركز العربي الدموقراطي نلتقي إن شاء الله في مواعيد علمية أخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله شكرا شكرا